مرحباكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين والجلسة دي أخوان الليلة خاصة لأبنائنا وبناتنا اللي يمتحنوا ونجحوا إن شاء الله في متحان الشهادة السودانية وهم الآن بصدر التقديم للجامعات والقبول وكل الأسئلة الفراسة والمنحة الدراسية ويأتي تخصص وإلى آخره دي أول مرة إحنا في مجموعة الباحثين السودانيين نعمل جلسة في أيام مفتوحة قبل كده كان عملناها عبارة عن فيديو مختلفة ورفعناها في مجموعة الباحثين السودانيين وبعدها حبيبنا عبدالله هباني وهو مهندس ومقيم في كندا عمل الصفحة يسمى شرح التخصصات الجامعية ولما فيها كل الحاجات والنصائح القدمة حبيبنا يكتور ياسين حسن في إنجلترا برضو أعمل له جلسة عن شرح التخصصات والامتحانات الزور التي يقدر يعرف بها التخصص بتاعه والحياة بتاعها طبعا لليل يوم الأربعة 27 واحد فإن شاء الله يا أخوانا اليوم ده حيكون يوم لأبنائنا وبناتنا كل واحد فينا الناس ماذا أقول العجايز الناس التبار شوية في العمر أكبر المهم من الشهادة السودانية كانوا في مرحلتكم ديها أبنائنا وبناتنا في لحظة من اللحظات كانوا يمتحنوا جهادة والآن وفروض يقرروا إنه باقي حياتي يقدر يقدروا كيف الواحد دار يخشها التخصص سين واللصاد واللعين وما عارف الآن الحمد لله بفضل الله تعالى ربنا سكر لينا يعني أسازة وأسازات من أعظام جموعة الباحثين السودانيين وهم هنا الليلة عشان يشطعوا لكم تخصصاتهم المختلفة في معانا دكتور حمز أحمد وهو تخصص تربية إنجليزي دكتور يعني عنده دكتورة وحنتكلم عن الحياة بذات البكريوس والماجستير والدكتورة ونوري برضو إنه والله في درجات يعني مختصة بالشغل بتاعك من الدرجات الجامعية في مجالنا نحن لو كنت أساز جامعي اللي هي بتكون أساز مساعد وأساز مشارك وأستاذ اللي هم assistant professor social professor و full professor الكلام دي أخواننا الليلة الجلسة دي أفتكر إنها حتفيد حتى الناس في عمرنا نحن والناس يعني نعركوا التصوصات تانية فرصة بتاع التعلم وفي نفس الوقت دخلي في تواصل ما بين الأجياء المختلفة أبنائنا وبناتنا نحن نتمنى لكم كل الخير وبيهمنا جدا إنكم تخشوا بناء على شغفكم والحاجة الدائرين أنتم المستقبل قدامكم نحن نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكون مستقبلكم أفضل من ماضينا وحاضرنا لأنه يعني السودان كان بإمكانه يكون دولة في الطليعة من الاستقلال 1956 لكن بكل أسف النغبة السياسية التي حكمت بكل أسف يعني خلته يعني دولة كل الناس دار تمشي منا نحن عارفين في المنحة الدراسية في الناس بعض الأحيان فقط كسبيل للمخارجة مش لأنهم دار دار يمشوا منحة دراسية ويقروا إنما بيأخذوا خيار للسنب فنسأل الله سبحانه وتعالى إنكم يعني تمشوا المنحة الدراسية وتخشوا الجامعات والتواصل تدارينا والجلسة يتكون مفيدة لكم ولينا جميعا الليلة أول اليام المختوحة لكن في أيام تاني إن شاء الله الليلة في الزمل أو الزنيلات الموجودين هنا دكتور حمزة أحمد في التربية الإنجليزية دكتور أسهر عبدالوهاب هيتكلم عن علوم الحاسب الآلي عبدالرحيم التيجاني اللي هو مرشح لليل إدريات الدكتورة هيتكلم لكم عن عبدالرحيم وديت التخصص بتاعه توانا اللي هو علوم البيئة وشنو عبدالرحيم أي علوم الأرض والبيئة يا ريت كل واحد فيكم يا أخوانا زي ما اتفقنا يخد التخصص بتاعه بجنب جنب اسمه على أساس أنه نعرف الزل ده تخصص تمام فحنبدأ طوال إن شاء الله حمد مؤتصم حباغ طيب هل خدت الرابط ده على الزوم هيدا زال المغرب أنا حاطلى لكن الزولة اللي فيكم ما عنده وقت مصالات مغرب فأنا طبعا في الدوحة قطر ودكتور حمزة في البحرين فبالتالي وقت المغرب عندنا واحد هنمشي نصلي في الأسناء دي بيكون الزولة التانية بيقدم عن ما هو التخصص بتاعهم ولو عنده أي كلام ده ريقوله للطلاب هنخط الرابط بتاع الزوم بتاعنا على أساس أنه أي زول داريجي داخل في الجلسة هنا حبابه رابط الزوم وإن شاء الله أخوانا تكون جلسة مفيدة لكم ولنا جميعنا ده الرابط تاع الزوم أتمنى إنكم زولوا عنده ناس الاقتصاد ناس السياسة ناس الاجتماع كل الناس أخوانا ده إنكم تجل تشلح في التخصصات بتاعتكم والطلاب طلاب الشهادة اللي يمتحنوا سواء من داخل أو خارج السودان وعندوا من رغبة إنهم يشاركوا في الجلسة حبابكم كلكم تعالوا أدخلوا هنا طيب نبدأ بمنو عبد الرحيم موجود أهلا نعم موجودة عندك مادة متيريال على تعريضها على تشير شاشة أو شيء لا أبدا ما عندي أنا صراحة أنني لقيت الدعوة وحاجة شارك لكن ما عندي متيريال جاهزة ممكن تمام ممكن بس توري الكارير بتاعك في الدراسة امتحنت جبت كم دخلت التخصص ده هل على رغبتك الاخرية يعني الاجات دي مثل شنو الناس تعرف الموضوع جاي من وين، تمام؟ تمام فتفضل إتأسي، نحن نصل للمغرب ونجيك، تمام؟ يا تمام جدا تفضل، تفضل، ياريد لو شغلت الكاميرا برضو عشان شنو 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 الناس يتم معلهم، إنجاجنا إخوان الناس عمل شير للفيديو في فيسبوك عملوا شير عشان يصل لكل الشباب المعنيين تحديدا، نحن عندنا جروب بتاع اللي هو القبول والتسجيل هنعمل شير اتفضل، حبيبنا عبد الرحيل، اتفضل تمام، تمام، السلام عليكم جميعا، شكرا دكتور أنور وشكرا للمجموعة النايرة بتاعة مجموعة البحثين السودانيين وكل العضاء بتاعنا والحضورة المعنا سي دكتور حمزة ودكتور سارة أنا عبد الرحيم ابتجاني حاليا بعمل في دكتورة في هنغاريا في جامعة اسمها ساقد درست البكالاريوس في السودان عادي زي وزي زول انتحنت عام 2012 ودخلت لجامعة النيلين درست فيها جيولوجيا البترول خمسة سنين بعد ذاك طوالي عملت فترة بتاعة تقريبا سنتين كـ TA أو teaching assistant في جامعة النيلين وبعد ذاك قدمت لمنحة اللي هي منحة ICCR اسمها المنحة الهندية المعروفة منحة المجلس الهندي للتبادل الثقافي ومشيت للمستر في 2015 شهر 7 درست المستر في الهند في جامعة اسمها ومن ثم جيت راجع السودان 2018 وبعد ذاك جويند يعني انتحقت بجامعة بحري في وظيفة محاضر ومن ثم يعني ما لابسة انه قعدت كثير يعني قعدت لي فترة بتاعة 6 سنة أمس بعد ذاك 2014 جيت في هنغاريا قدمت برضو عن طريق منحة هي منحة اسمها الاشتبينديوم هنغاري كونسكولرشيب وتحت لها الفرصة اني انا يعني اجي عمل البي اتش دي في في الإيرت ساينس والإنفيرومنت هي مال للباليو إنفيرومنت بدأ باقتصار الاتراك بتاعي يعني من مرحلة الجامعة لحد الحتة الأناسي فيانا سحاليا في السنة الثانية لدرجة الدكتورة وبما انه الموضوع حق الجلسة دي او حق النغاش ده هو نبدي بعض الإضاحات وبعض وبعض التبس لو جاز التعبير يعني للطلاب اللي نجحوا واللي عندهم رغبة كبيرة انهم يلتحوا بالتعليم العالي سواء في السودان أو في في دول تانية يعني خارج السودان أعتقد أنه الموضوع الأساسي لأي طالب زي ما ذكر دكتور أنور القصة هي متعلقة بالشغف أكثر من إنه هي متعلقة بال أو متعلقة بالضغطات الاجتماعية أو بالأمانة الأسرية أو متعلقة أنا صراحة تجربتي كانت تجربة عادية جدا تقليدية يعني حين امتحنتها وبعد ذلك قدمت الرغبات بتاعتي والرغبات ذاتها قدمناها على حسب يعني بتقدم الرغبة الأولى بتاعتك الرغبة الثانية الثالثة الرابعة بعد ذلك بيكون عندك رغبات أو عندك تخصات أنت ما راغي فيها لكن الزهنية العامة بكل الناس اللي بتقدم والناس اللي بحاول يساعدوك إنه يا أخي أكتبية حاجة ما تخلي يعني لازم تديم خمسة ستة رغبات ما تخلي عدة خياراتك بسيطة عشان ما يشيدك وده هو في حد ذاته تراب كبير جدا لأنه أنا حصل معي إنه تقبلته في آخر option خديته وأنا بسميها رغبة هو آخر option أنا خديته في الليستة بتاعة الجامعات أو التخصات الآن دائرة وتقبلته وأعتقدت إنه كثير من الناس يعني عندهم نفس الهيسطوري وهي دفع حد ذاتها يعني شكال كبيرة جدا فالموضوع متعلق زي ما قلنا قبل شوية متعلق بالشغف أنت دائرة تعمل شوي الحاجة اللي بتحبها أنت شنوب الضبط الحاجة اللي أنت بتلقى نفسك فيها شنوب الضبط فالموضوع ما هو مربوط بإنه أنا أبوي دائرني أقرأ طيب أو أبوي دائرني أقرأ هندسة أو أنا مثلا متخيل متخيل الناس بعدين يعيني كيف ودي برضو هي حاجة يعني ما أعتقد إنها حاجة سليمة لأنه كثير من الناس بيبني رغبته على التخيلات يعني بتخيل كده أنه بعدين الناس حيشوفوه كيف هو صح أنت ممكن تتخيل لكن ما يتخيل الناس حيشوفوه كيف وتأخذ ككيف أكثر إنك تحديد أي تخصص أنت ممكن تتخيل نفسك عامل شنو لكن ما يتخيل الناس بعدين حيقولو لك شنو أو حيتكلموا عنك شنو يعني الموضوع كله مرتبط بك أنت في المقام الأول ودائما النجاح لأي يعني لأي إنسان النجاح دائما برتبط بمدى تعلقه بالحاجة اللي هو بعمل فيها سواء كان هو بيدرس أو سواء كان هو بيشتغل فالضامن الوحيد للنجاح والاستمرارية والتقدم في أي مجال في الدراسة هو الشغف أنت فعلاً بتحب الحاجة عشان أنا أعكى لأي ما يكون متناغض الشغف ذاته هو ممكن يكون يعني رغبتك أنت بتدرسي أو التخاصل أنت بتدرسي يمكن يكون هو رغبتك لكن يمكن يكون هو ما رغبتك لكن بعد ذلك يحصل لك تغير وانت بعد ذلك ترون تحب الميال كما حصل معي أنا دخلت الجيلوية ما كانت على الرقبة على الإطلاق لكن في سنين الدراسة بديت أتعلق بالمجال وبدأ يكون هو يعني بدأ يمثلي شيء من الشغف وشيء من يعني من الانتماء أنا حسيت أنه أنا فدي برضو قد تحصل يعني قد يحصل أنك أنت تخش حاجة مع رغبتك تمام؟ وغد ما تلقى نفسك فيها وغد أنت يكون عندك القدرة أنك أنت يعني تسير في المجال بتاعه في المجالة دخلته داية وبدل ما أنها تكون مع رغبتك يبقى هو الخيار الأول بتاعك والإنت يعني مستعد تمشي فيه ومستعد تنجح فيه ومستعد تتفوق فيه فدين جنرال يعني تنصايح كده عامة اللي هو دائما تخلي رغبتك اللي هي الرغبة ثم الرغبة لأن الرغبة هي بيتحكم في الشغف إذا بترغب في حاجة معنات بتكون عندك الاستعداد إنك تبزل فيها مجهودك الزهني مجهودك البدني تبزل فيها الوقت تبزل فيها كده وده دي أساسيات الإنجاز وأساسيات النياح يعني عموما الناس تركز مع إنها هي دائر شنو أنا دائر أعمل شنو أنا ميولي وين أنا يعني أنا شايف نفسي شنو يعني غد يقوم في زول مثلا هو زول يعني ممتاز جدا جدا في التخفصات الهندسية أو في التخفصات بتاعات سيئة الكهراء وعموما لكن لكن بيكون مثلا عنده ضغوطات سرية وحصل معه بعض يعني بعض الضغوطات بحيث إنه هو مثلا يقرأ طب هنا قد هو بعدين ينجح في الطب لكن بيكون الزول دا يكون يعني بيكون الزول دا أفضل إذا مش رغبة وإذا قرأ هندسة ممكن يكون يعني تأكسل في المجال الهندسة أكثر من المجال الطبي نفسه فعموما الناس تحاول أو الطلاب عموما يعني نصيحت لهم إنهم يحاولوا يعني تستيك شديد يعني بالحتة بتاعة الشغف والحتة بتاعة الرغبة لأنه ربا هي بتبني على بعدين يعني هي حت تكون بالنسبة لك زي ما نقوله مسيرة بتاعات عمر فلازم أنت تنتبه لرغبتك في المغاومات ما تستعجل في تحديد الرغبات بتاعتك أو ترتيب الـ options حقتك ما تستعجل أبدا على الإطلاق وثانيا برضو ما تخد حاجة أنت ما راغبة لأنه في حاجة بتحصل دائما أنه أنت تخد حاجة ما راغبة ولا تلقى نفسك شغلك فيها يعني دي برضو واحدة من الحاجات تلقاها تحصل فدايما لأنه مكشور أنه أنت كل الحاجات الخدية لي راقيبة تماما راقيبة تماما أنا بأكيدة يعني يكون إن شاء الله يكون قدري تأدي بعض الـ شكرا 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 جزيلا حبيبنا عبد الرحيم أريد لو تعمل دي القوسين برضو التخصص بتاعك عشان يصحر أعمل في الـ في الـ يا شباب الناس الموجودين معنا في الزوم هنا حياكم الله مرحبيكم في الجلسة دي المخصصة لأبنائنا وبناتنا دايرين أي زول هنا يورينا التخصص بتاعه عبر إنه في اسمه في زوم شايفين الأسماء يعني أساني اسمان وردفع الله وبين قوسين CS كمبيوتر ساينس عبد الرحيم التجاني برضو حيعمل سارة عبدالوهاب كمبيوتر ساينس الجوهرة بين قوسين جوهرة محمد بين قوسين تخط التخصص بتاعه حمزة أحمد التخصص بتاعه إنجليزي إدوكيشن تربية إنجليزي فكل زول يا أخوانا اكتب التخصص بتاعه بين قوسين على أساس إنه نحن حنا نناديون قول الله يخي تكلمنين عن التخصصات ده تمام؟ فشكرا لك يا عبد الرحيم على شرح التخصص وفي نفس الوقت يعني أديت الشباب نصايح أعتقد إنك بتكون مريض على مسألة المسلس المهم المسلس بتاع الفرصة والرغبة والمقدرة يعني ثلاثة حاجات كان في أول فيديو إحنا عملناه مع بروفيسور عمر حياتي وهو سازة جغرافيا في جامعة الخرطوم بتكلم لي عن المسلسة مهم جدا جدا إنه أخوانا أنا عندي رغبة في المجال الفلاني وعندي مقدرة إنه أكمله وفي فرصة لإنه أنا أحصل على مقعد في الكلية أو في الجامعة الفلانية عشان أقرأ للتخصص ده فمهم جدا للناس تتعايل للثلاثة حاجات ده وفي فيديو بشرح بصورة مصطفية ده الكلام ده في مجموعة الباحثين السودانيين في القناعة اليوتيوب الآن ممكن ناخد دكتور رسارة عبدالوهاب أساس إنها تتكلم لينا على التخصص بتاع المعلمين كمبيتر ساين ستتخصصنا تتكلم عنه دكتور رسارة عبدالوهاب بعدين أخوانا باب قالين عندي ما يستيبوا المعرفة من لكم ولا مني المهم سامعني كويس حاليا واضح واضح أي دكتور رسارة أي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي السلام عليكم جميعا ومبروك لأبنان النجحين ورباً يوفروا بطالة ويسيب ليهم حياة دراسية موفقة أنا حتى أشارك تجربتي لأنه أنا امتحنت رياضيات تخصص وأحياة مع بعض وكان الأحياء دي ما عندي فيها أي انترست إرضاءت الوالدي إنه لازم يمتحن أحياء وحقيقة غير ما شتتت جهودي ما عملت أحاجة فامتحنت قدمت ووقتها يمكن ما الواحد ما كان عنده دراية بالرغبات وبالميول وكده بيكون بحكمك النسبة والفرص المتاحة لك وما تخلي رغبة فاضلة زي ما تفضل الدكتور عبد الرحيمين شوية وعلى هذا الأساس عبيت وفعلاً قدمت بالرياضيات ما بالأحياء تم قبولي في كلية الهندسة الزراعية جامعة الخرطوم وأنا ما عندي أي رغبة كان في الهندسة الزراعية إطلاقاً ففي القبول الثاني قدمت في School of Mathematical Science مدرسة العلم الرياضية جامعة الخرطوم والحمد لله تم قبولي في القبول الثاني وواصلت فيها وقتها ما كان عندي دراية يعني شو أصلاً Computer Science أنا قديمة شوية وقتها ممكن الكلية إحنا على سنتنا كانت مدرسة العلم الرياضية من سنتنا بقيت كلية العلم الرياضية فدخلت على الكلية كده وللأما أنا ما كنت فاهمة أصلاً يعني هي Computer Science على حسب النسبة اللي دخلتني دخلت بعد ذلك لقيت الموضوع يعني جاهزي وأنا قادر أستمر فيه والحمد لله ومش الحال وخلصت بكالاريوس وواصلت الحمد لله ماجستير وواصلت دكتوراه ولقيت الموضوع very interesting الموضوع ماشي معايا الحمد لله كويس شغال بابليكيشن كويس لكن وقتها للأمانة ما كانت مدرسة يعني كل الفكرة نجي لسه مع أخوي الأكبر هو بيجرى كانت تربية الخرطوم ورتب معايا الرغبات مغيبين الميول مغيبين الدراية بالتخصصات فقط فيما أنه النسبة دي ممكن أنافس بها فيات مقعد أو فيات كلية من الكليات البداية أنا تفتكر كنت أجيبت 74 وكانس كل وقتها من 70 السنة القبلها في القبول فذي كانت هالفكرة لكن الآن إذا أتيحت فرصة للأبناء قبل ما يدخلوا يشوفوا مغديراته ميولون وتوقع الآن هم لكي أكثر مننا فإنه ممكن يقروا يعرفوا التخصصات يكون في ناس قدام من سبقوهم يدوم عصارة التجربة والحبة أقوله ما في حاجة دراسة أحسن من دراسة ما نقدر نقول ده أفضل من ده أنت ميولك شنو قادر تبرز في شنو مهما تقرأ حتى لو كلية أنت شايفة بسيطة دخلتها بنسبة بسيطة أو ببوكس بسيط ممكن تبرز وتبدع فيها توضح ميولك يعني الفهم بتاعين له لازم تيبوهاندس تتوقع الحمد لله حالياً إتلاشة لازم كليات بنسبة عالية إتلاشة المهم أنت وينما تدرس تثبت نفسك توضح مغدراتك ربنا خلقنا مغدرات مختلفة مهما أنا أدخل من كلية حتى لو أنا شايفة بسيطة الناس ممكن تشوفها ما مغيّماها لكن أنا أقدر أبرز وشوف ما يقول فيها شنو وأبدح فيها إبداع يعني منقطع النظير ممكن حد دخل كليات بنسبة عالية ما يبدح فيها تبقى الفكرة إنك لما تختار الكلية في بالك وبعد يما موضوعين التعب برغبات وما تخلي حاجة فاضية دي إحنا كنا بنعمل على الزمن صراحة يعني أنا ما بقي ده بدليل إنه هو قبلت في الهندسة الزراعية ولا ما عندي لها أي ميول اضطريت أجي استغيل وأقدم يعني ضيحت على نفس الفرصة وضيكت على نفس الفرصة لأنه أنا ياخدوني في القبلة الثانية ولا ما ياخدوني وإنه جاي بالنسبة أهني أنا أدخل يعني الكلية الممكن أنا أخذها فكان أخيب يغنعني بأنه مثل علم الرياضي دي حاجة عندها مستقبل وحاجة كويسة خلاص قدمها على كده على مضض يعني لكن لما دخلت الحمد لله لقيت الموضوع يعني جاذب بالنسبة لي لقيت فيه نفسي مش الحال اشتغلت والحمد لله وخلصت الحديد بكتورة والآن الموضوع بالنسبة لي interesting وأنا بري ساتسفايا على جرايتي ومعني لكن لو رجعنا علوم الحاسب الآلة دي شنو هي ذاتها والزول يشتغل شنو بعدين لما درسنا فيها شنو أوكي شعن نعلم الناس اللي عندهم كبيوتر سينا نصيحنا لما دخلنا كان النظام فيها من الأول بندخل جنرال ناخد كل الأشياء related لعلوم الحاسب يعني ابتداءً من الحاسب ده من جوه كيف عامل الدوارة الإلكترونية بتاعته كيف بتشتغل اتكلمنا برضو عن التراك بتاع البروغراميق لانجوج عشان احنا نكون ملمين بكل ما يتعلق بالكمبيوتر سيناس اتكلمنا برضو عن عن العلوم الرياضية بتحدي بالحاسب كماز كشغل بتاع الإلكترونيكس كل الحاجات ديه كبروغراميق لانجوج لغات برمجة كل الحاجات دي احنا بنعرفها بشكل تفصيلي عن الحاسب عشان نعرف إنه الحاسب ده كيف بيشتغل بياتولوجيك إذا علمنا فيها المنطقة related بكل الأشياء خاصة بالحاسب إذا تتكلم عن security مثلا يعني إيه سرية الحاسب أو سرية المعلومات يعني إيه علوم الحاسب كل العلوم الريليتيد أو المتصلة بالحاسب كيف يتم التعامل معاها بعد شوية لما ده بشكل عام في البكالاريوس لما نجينا في الماستر بعد كده الواحد بيمشي فيه التخصص بتكريب يعني فيه ناس بتشتغل على المشيل ليرننغ تعلم الآلة ناس بتشتغل على الـ التركس بتاعته كثيرة جدا في ناس بتشتغل على الدياتابيز في ناس بتشتغل على داتا ماينينغ اللي هي قواعد البيانات فالتخصصات كثيرة جدا 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 في الحاسب فيه ناس بتتخصص فيه هندسة الحاسب لكن نحن نتكلم عن العلوم computer science فالcomputer science هو تغريبا بندرس فيه كل العلوم الريليتيد للحاسب بمعنى أنه بتكون أنت فاهم أو قادر تفسر كله ظاهرة من الظواهر بداخل الحاسب قادر تفسر أنه يعني شنون لما نكتب برنامج بالبرمجة بتكون فاهم لما يكون شغال كيف الشغال هو بيته لوجيك هذا ما يتعلق بعلومة الحاسب بشكل طبعا أكتر من مبسط ويعني جدا 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 بعد ذلك جدا خصوصا دقيقة حسب ميولك أنت يعني حتى مدى السلومة الرياضية تحديدة إحنا كنا مندخولها جنرال لما نصل سنة رابعة رابعة وخامسة نتخصص فيها هل هنمشي كمبيوتر سينس بيور كمبيوتر سينس مع الماثماتيكس ولا كمبيوتر مع الإحصى أو كمبيوتر وإحصى في حين إنه في أولة أو تانية أو تالتة كنا ندرس المواد دي كلها بندرس الإحصى وندرس الرياضيات يمكن حكاية التعالي 17 أو 18 كورس بتاع الرياضيات إضافة إلى كورسات بتاعة كمبيوتر سينس تطلع منا وإنت ملم بالتفاصيل كيف تدعمل مع الحاسب والمنطق behind إنه كيف الحاسب بشتغل في أي من سواء كان هاردوير أو سوفتوير يبقى بعد ذلك بتتخصص على حسب نيولك كنا محظوظين بإنه أنا القيت الكلية بتشبه طريقة تفكيرية اتبسطة فيها ماشي الحال فيها لكن أنا دخلتها للأمانة ما علي دراية ولكن تعرف يعني إيه computer science أصلا فالآن الحمد لله طلابنا ممكن يلاقوا فرص أفضل ويلاقوا نصايح أفضل ويلاقوا ناس تقودن للنور قبل ما يقدموا ويتورفوا بحاجة وهم ما أحد منها طيباننا وفي احتبارنا إنه ما في حاجة أفضل من حاجة في أنت كيف تثبيت نفسك وكيف تكون يعني ممتاز في المجال حدي ذا الحاجة اللي أنا بقدر يعني شارك بها الآن ويتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا طيب هندي الفرصة لأخوانا الزور الداري شارك يرفع يدو فيه دكتور حمزة دكتور حمزة جاهزة اللي هو التربية الإنجليزية دكتور حمزة تفضل بعده أحمد طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول حاجة يعني الصوت شكر كبير جدا جدا لك دكتور أنور مش لأي تحتك الفرصة لنا إن إحنا نتكلم لكن للطلاب يعني عشان هما أنا دائما الكلمة دي قاعد أقولها إنهم هما ما يغلطوا الغلطة اللي إحنا غلطناها وأنا ما بعطبر أنه مثلا دراسة اللغة الإنجليزية بالنسبة لي أنا كانت غلطة لكن أصدقك القول أنا لحد ما دخلت الكلية أنا ما كنت عارف ذاته يعني شنو كلية التربية أنا ما عارف ذاته يعني شنو الفرق ما بين كلية التربية وكلية الأداب وهو ما سر يعني لكن لكن أنا بقول يعني أنا زمان حتى كلية التربية ما كنت عارف مكان أبين فبرلوم دايش مشيت كلية الأداب على أساسين دي كلية التربية لحد ما قال لي هي تم مكانك ما هناك تتمشي هناك أم درمان أنا درست جامعة الحرطون كلية التربية في أم درمان كانت سبعة وسبعين وثلاتة من عشرة وأنا كانت نسبتي كانت أعلى تقريباً بما أذكر يعني أقول لك درجة أو درجتين شوية كده أو كم بوينت يعني ففي تقديم الرغبات الكلام القالوا للدكتور أسارة ودكتور عبد الرحيم نفس الشي نفس الكلام القالوا يقول لنا إنك ما تخلي حاجة فاضية يعني كانو هي كانت العشرين الرغبة دي تلازم كلها تملاها وحاول قوم أملاها يعني بالبي تقدر عليه يعني أنا صراحة من العشرين الرغبة قدمت خمس رغبات فقط ودي كانت الرغبات الآن كنت مؤمن تماماً بأنه للمجال اللي أنا كنت بلق فيه نفسي يعني معظمة كان من حصر في كلية الآذاب وكلية التربية وتاني ما أذكر كانو في كليتين علوم أو حاجة بالشكل ذا فما طلعت منها أنا طبعاً أدبي يعني دخلنا كلية التربية ونحن ما بنعرف ما بنعرف عنا أي حاجة بصراحة ما كان عندي شغف لكل المواد إلا في مادة اللغة الإنجليزية فقط وده كان ظاهر شديد بالمناسبة حتى في الدرجات اللي أنا جبتها في امتحان الشهادة السودانية فليقيت إنو يعني أول ما دخلنا نحن على زمننا نحن كانت كلية التربية بأنك أنت بتدخل التيرما الأول جنرال بتقرفيه الجغرافية بتقرفيه التاريخ وبتقرفيه وا 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 لكن من الأخبار الكويسة اللي أنا سمعتها ودي حقيقة يعني دي حاجة جميلة جداً جداً إنو من السنة الأولى أو من بداية القبول أنت بتبدأ تتخصص يعني حالياً كلية التربية ما زي كلية التربية زمان أنت بتدرس الأول شيء جنرال بعدها بتقوم تدخل الامتحان التخصص وا 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 ثم بعد ذلك بيقوموا بيعينوك أو بيوزعوك على الكلية على حسب الدرجات اللي أنت جبتها فإذا أنت موافق بتواصل إذا ما موافق بتقدم استقالتك وبتمشي ودي كانت برضو يعني واحدة من المساوي بتاعت السياسات يعني السياسات بتاعت التعليم العالي في الفترة دي يعني كلية التربية في ناس كثيرة حتى لو ما كان عندها السؤال ده بيكون داير في ذهنها إنو هو شنو الفرق ما بين كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية وفرق ما بين كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية هي طبعاً ممكن تقول أنت والله شنو الفرق ما بين كلية التربية عموماً وكلية الآداب عموماً لكن عشان أنا ما أدخل في تخصص ثاني أنا حاقوم بس أتكلم عن قسم اللغة الإنجليزية وما حيكون فيه اختلاف كثير أصلاً هم إنو ناس الآداب بيدرسوا اللغة كعلوم يعني بيدرسها متخصصين فيها يعني بصورة بصورة أكتر أما في كلية التربية أنت برضو بتدرس اللغة الإنجليزية أنا ما دار أقول على خفيف لكن بيكون التركيز الأكتر شيء بيكون على دراسة علم النفس التربوي علم نفس النمو علم نفس السلوك التقويم المناهج التربية العملية وكذا يعني بعد التخريج أستاذ دي اسمك طيب أستاذ هي زاتة بتنقسم ليتنين يعني في الناس اللي بيدخلوا كلية التربية الأساس اللي هما بيكونوا معلمين في مرحلة الأساس وفي كلية التربية العامة اللي هي بتدخل فيها في تدريس المراحل الثانوية في حاجة تانية في نقطة تانية أنا عاوز أقولها يعني حتى في مكتب العامل أو يسموه شنوه هو بيتوزح فيه إنك تقومش أمشي للمدارس مكتب القبول مكتب القبول لا مش مكتب القبول لا الخدمة المدنية اللي هما بعد ما يعملوا الإعلان بتاعهم فإنت إذا كنت متخرج من كلية التربية مش الأساس بكلية التربية إنت ممكن تقدم في الأساس بس بيبقى العكس من كلية الأساس ما بتقدر تمشي تخش لكلية التربية نصيحة أنا دار أقولها لأخواننا أنا ما دار أقول لأولادنا إحنا لسا صغار يا دكتور أنور اللغة الإنجليزية في حد ذاتها يعني كجامعة ما بيد علمك إنك إنت تدعمل باللغة يعني إنت لازم كمان برضو لازم تدعب على نفسك وتدعب على نفسك شديد تدعب على نفسك شديد وكثير جدا جدا ولازم تكون زول صبور عموما هي من الكليات الجميلة جدا جدا برغم إنه الناس أنا بتقول لك مثلا والله يقول لتالتربية وأستاذ لا لا والله والله هاي جميلة جدا جدا إذا ربنا إن شاء الله وفغكم إن شاء الله يوفقكم كلكم إن شاء الله يا رب إنكم تعملوا فيها الدراسات العليا أنا عملت الدراسات العليا في جامعة السودان برضو في كلية التربية يعني ما غيرت إطلاقا من كلية التربية لجمال الكلية دي ولمدعة التدريس وشغفية أنا برضو كمان بالتدريس وحتى في الدكتوراه لما مشيت برضو عملتها برضو في جامعة السودان وبرضو عملتها في تدريس اللغة الإنجليزية وبصراحة هي من الكليات الجميلة جدا جدا يعني بصراحة يعني الناس ما ما تحاول تنفرك منها كلية سهلة وكلية جميلة وبتتعلم منها حاجات كتير وصدقني يعني بتوسع مداركك في حاجات كتيرة جدا جدا أنا أخلص يا دكتور أنور شكرا جزيلا دكتور حمزة طبعا اللغة الإنجليزية يعني حاجة عالمية والأستاذ على الإنجليز يشتغل في أي حتى أما أذكر لما كنا نعمل في الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبية كان يعني التدريس بتاع اللغة الإنجليزية واحدة من الحياة اللي بندخل منها جروش يعني بندرس لغة الإنجليزية كفارتايم كده مطلوبين دائما وعندنا مجموعة متخصصة للغة الإنجليزية للناس الدائرين عندنا النادي بتاع مخاطب لغة الإنجليزية في مجموعة الباحثين السودانيين كل الروابط دي أخوانا ناخدتها لكم في التعليقات على أساس أنه الناس يستفيد منها فائدة قصوة طيب أحمد موسى تخصصت عنك ميكانيكا الانجينير تفضل يا أحمد يا ريد لو شغلت الكاميرا عليكم والسلام شكرا على الفرصة يعني ما قصرت والله يعني حاجة يعني ما سهلة بالجد يعني حاجة يعني تثبت للناس دائما نطور من نفسنا ونطور من بلدنا يعني أكتر وأكتر يعني أنا بحاول يعني أشارك معاكم في القصة يعني أنا في الدواءة المحابية يعني يعني بحكي لكم بحاول يعني أخذ يعني نصائحي عن ماس برضو أشوف الرائح هنا أنا مهنس ميكانيكا أحمد من ابناء ربيب سماك كرتفان حاليا في السعودية في شركة نداء ضي ما تايب فقريت هندسة ميكانيكا بتعمعت كرتفان مثل كرتفان 2015 فقريت في الثانوي كان هندسية أنا أصلا من الثانوي الميل بتاعي كان بشنو في الأحياء فكنت بحب الطبي يعني بل تترك كده يعني من سنة ثانية من بدت الأحياء يعني السخصيات الحاجة فكنت برتح لها شديد يعني ما يليها لكن ديت أهو في سنة ثالثة ثانية بعد ذاك انتحنت هندسية وأحياء وكذا وجدت برجة الأحياء كويسة ثانية أقليا أربعة هندسية كانت يعني أقل منها يعني فلنسة ثانية تقريبا يعني جاء الموضوع بتاعي والله 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 قدمت وقدمت ليه الرغبات وشنو تعارف يعني الموضوع أنه الناس بتقدم هندسة أو طب في الغالب فهي فهي قامت جدا محندسة الميكانيكا وسبحان الله الميكانيكا كانت آخر الرغبات يعني أول كانت كهرباء مدنية كيميائية ميكانيكا إدفلت في آخر الرغبة يعني فمشيت المهم كملت في الغالب أخذت البكلاريوس بعد ذلك مع الفرص الضغيرة يعني الفرص بتاعت العمل اللي تكون في الغالب كده فمجيت يعني زي قام كده وستغلت هنا في فيزا كأني لائن أوبريتر في ما كينا مشغل بتاخذ في المصطع بتاع عصائر والبان كده وكده والمهم بعد ذلك اشتغلت زي يعني تو ويكس بس يعني في الموضوع بعد ذلك قمت تحولت للمجال بتاع الـ IT عرفت يعني اشتغلت في كدات أو حاليا شغال يعني كدات أو حاليا اشتغلت في Microsoft Dynamic AX التشتريكات كده يعني خليت المكانيك وقاسي شغال IT بالضبط كده شغال IT وشغال حاليا في Oracle Oracle برنامج Data database analysis والحاجات هل داء بسبب عدم شغفك بالميكانيكا ولا لأنه ما في فرصة بتاع العمل في الميكانيكا بشغال بأنه ما في فرصة ما تلقيت يعني فرصة في الميكانيكا وأنه أنا ما كان عندي الـ experience اللي هي بالتاخل أنا أنا أمشي أقدر أشتغل مثلا في الخليج أو أي منطقة أو أي مكان ثاني بالخبرة يعني ككل يعني عام وقال عشان كل يعني وقلت اشتغلت وجاسبت كنت اشتغلت بديت اشتغل في مصنع سكر كنانا اشتغلت فترة ببسيطة يعني بعد ذلك ولقيت فرصة يعني كان أنا أتعيم بوظيفة مهندس ميكانيكا وكذا وكذا لكن جاءت الفرصة بتاع تطلع برنا تعارف يعني كون كنك تطلع برنا أفضل من كنك تشتغل في السودان يعني كلنا معظمنا يعني بيكون انه نحن يعني جاعدين برضو كان في ميول زي مجال دكتور حمزة برضو في ميول للإنجليزي وبحب الإنجليزي وكنت بدرس الإنجليزي بالمجال يعني مش باشتغل في المعاهد عشان أدرس إنجليزي فكانت جزء برضو من الشغاف لحن مقدرت كلية الترقية يعني موضة ضعارض مع الفهم بتاع الأهل اللي هو بيكون إنه إحنا نقبرك هندسة أو طيب غير كده ثاني ما 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 بيكون عندنا طموح إننا نقبر أبنائنا مثل الحالي ثاني أو كده يعني دي دي صورة مختصرة كده يعني طيب بخش IT بخش بحاول الاغراتيب والله صراحة أو لكن أنا حاليا بفكر إن يعني أعمل فرصات في IT حرفت أظن أن الحاجة الحاليا في أقدر يعني شنو أثناشا معها مع إن أنا في الكمبيوتر يعني الشغل الممتاز يعني كريت كمبيوتر و ICDL و برنامج كده حرفت يعني كريت شهادات شهادات بس بتاعة الكمبيوتر وأهلتك وشغال الميكانيك بزرت كده المهم عندي شهادة بتاعة بكريوس المهم عندي شهادة أيوة بزرت أيوة شهادة بتاعة بكريوس إن أنت بكريوس شرف ومعارف لكن يعني شغلت في حاجة غير الآن أصلا يعني قضيت فيها خمس سنين في الجامعة ممتاز ممتاز طبعا هذه الحاجات المهمة الشباب تعرفوها الشباب سيحضروا الفيديو بعدين والموجودين معنا يا أخوان بعد مرات الزل يخش تخصص لحد ما يتخرج منه لكن في النهاية ما ما بيواصل ما بيواصل في التخصص ده نسبة للشغل الفرصة الموجودة عشان يقولنا مهم جدا جدا والله في رغبة في فرصة وفي مقدرة الفرصة بتتابعك بعدين بعد ما تخرجت تخطيرت التخصص خرجت من الجامعة الفرصة بتتابعك بعدين في سوق العمل فإنت الليلة الزول الدائري يختار التخصص ده لازم يكون عارف سوق العمل مشهد وكيف لي قدام نحن دعينا للجلسة دي الناس متخصصين في الموارد البشرية اللي هم الناس الـ HR الـ Human Resource منه وأستاذ رين فيصل ما ما ظهرت حتى الآن أتمنى أن تأتي داخل لأن عندها محاضرة مهمة جدا قدمت قبل كده عندك كيف تكتب السيرة الذاتية بتاعتك وكيف تجهز نفسك لمقابلة العمل في بتاعت بتاعت بتوري كيف أن المشهد بتاع سوق العمل اختلف يعني الناس يخوان اللي حيخشوا الجامعة 2021 في الأغلب حيتخرج 2025 أو 2026 ده لو ما حصلت أي قفلة بتاعت الجامعة ولا حاجة 2026 انت حتقعد لك سنة بتاعت خدمة حتقعد لك سنة بتاعت معارض تدريب ولا كلام زي ده معنى تتكلم على 27 كيف مش هتسوق العمل لو انت أخذت قرار بناء على الليل سوق العمل ده مرتبطة بالأكل والشراب مرتبطة بالتعليم مرتبطة بالعلاج ده أصلا ما في مفر منها مرتبطة بالأمن يعني في حاجة اسمها حرماسلو الاحتياجات الأساسية وده عالم بتاع نفسي أمريكي عمل له نظرية وره فيها الاحتياجات من الاحتياجات الأساسية للبشر فالحاجة الأساسية ده كل الناس أصلا ما بتمشي يعني أستاذة نحن دارين أسازة عساكر دارين عساكر أطيبة دارين أطيبة إلى آخره فنحن لازم نعرف إنه المستقبل شكله كيف طبعا الناس علوم الحاسب دير الموجودين نحن مما ظهرنا أصلا ما بنقدر ما تطلعون برى الشبكة شفتوا كيف فمهم جدا جدا يا شباب تكون واعين بإنه المستقبل فأنا دائر باقي الناس الموجودين هنا لو في طبعا يا شباب لو في أي سؤال الناس القاعدين جوا في أحمد محمد الخير خليل يمتحن حاسوب ياريت لو فتحت المايك وقلت عندك أي سؤال أي كلام في راسك نحن عاملين الجلسة عشانك أسأل تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله والله أنا عندي اسم شنو أنا في الحاسوب يعني كنت متردد أني أخش حاسوب أو أقرأ اسم شنو هندسة معمار ففي الحاسوب بس أنا ما عندي ماعرف يعني ماعرف بعدين أنا هقرأ شنو في الجام أو هشتغل يعني ما هشتغل هشتغل كيف أو الشغل هيكون طبيعة وكيف وكذا يعني ماعرف ماعندي خلفية عن الحاجة خلفية وازعة كده تمام إنت إنت حنت حاسوب وجبت كما النتيجة بتاعتك أحمد 90 و4 من 10 ما شاء الله ما شاء الله ربا إن شاء الله يوفوك بتعرف تلعب كشتين أحمد كشتين لا كيف ما بتعرف تلعب كشتين المهم لو بتعرف تلعب كشتين أو تعلمت في يوم الليان في لعبة اسمها الويست والويست دي فيها حاجة مهمة اسمها القبول يقول لك الزلد جاني في قبولي فأسيت تجدني في قبولي لأنه أنا أستاذ جامع بتاع العلوم حاسب آلي فبقدر أجاب لك على السؤال ده شوفت كيف لا شرف يا أبو أحمد لو دخلت علوم حاسب آلي ونحن بنحب جدا جدا الناس الشطارة زيك يخشوا علوم حاسب آلي أو يخشوا أي حاجة لها علاقة بتقنية المعلومات بصورة عامة أي حاجة لها علاقة بجمع المعلومات أو جمع البيانات زي ما أسي قبل شوية الباش مهندس أتكلم معكم مهندس ميكانيكي لكن أسي شغال في تقنية المعلومات الـ IT وشغال شنو شغال في جمع المعلومات وفي الأنظمة بتاع التخزين المعلومات وفي أنظمة معالجة البيانات وفي أنظمة استخراج البيانات وفي أنظمة التنقيب في البيانات وفي أنظمة حماية البيانات وفي الشبكات اللي بتمكن إنه الأجهزة كلها تتشارك موارد أسان إحنا كلنا قاعدين في الغرفة دي بتاع الزوم عندك فكرة كيف شغالة الزوم ده شغال كيف الزوم والله ما عارف والله لكن يعني يعني سيرفر نخش فيه كلنا عندنا جميل جدا كلام ممتاز ده الكلام الصحيح نحن كلنا متصلين بالسيرفر بتاع زوم السيرفر بتاع زوم عمل لنا مساحة افتراضية كل واحد فينا عنده ID الـ ID ده والله ممكن يكون الـ user name بتاعك او ايميلك او رقم تلفونك ده بيخليك تتصل تي داخل الغرفة دي يلا عشان الكلام ده يحصل مية بتاع الشبكات ونحن كلنا متصلين بالشبكة واحدة يسمع شبكة الانترنت مش كده كلنا عندنا نفس الـ access الآن أنا لما أتكلم إنت بتكون ساكت بتسمعني وإنت لما تتكلم أنا بكون ساكت وبسمعك لكن كده تعالي نحاول نتكلم اللي اتنين سوا اتكلم ايوا يعني اتكلم يعني ما اتكلم اتكلم شوف كيف واحد فينا لازم يسمع والتالي لازم يتكلم دي بنقول على الـ half duplex الـ half duplex negotiation ده بروتوكول ده زي البروتوكول بتاع الكلام العادي لما نجي يتكلم في الحياة العادية لكن انتقل لواقع افتراضي موجود هنا ده الكلام ده بيجي فيه التعليم الإلكتروني وبيجي فيه كمية بتاعت حاجات جاية يعني في عالم الإنترنت وفي عالم التجارة الإلكترونية وفي عالم الحماية بتاعت أنظمة الشبكات هل أصابك أي فيروز قبل كده في جهاز بتاعك؟ أو بتاعرف ليك زول أصابه فيروز؟ آآآآا الفيروس زي بشتغل كيف؟ الفيروس شفتا دي تستمتعا بإنك تعريفها هي شنو تدعم skilled كيف تعريفة إناها حصلت وكيف لoir تبقى ديكتور طبيب لكن بتاع الكمبيوتر بتاع أنظمة بتاع بيانات شفت الجمال ده كيف زي الأطباء بنمشي اليوم يقوم يخدوا السماعة بياه يهبشوا يمين وشمال ويقوم يطلعوا رشدة يقول لك يا اخو الله يا اخي تمشي تاخد لك كده نحن أسه برضو في الأنصر تحت الكمبيوتر وفي الحماية وكده لما نضرب فيروس بنمسكه في قسم كامل اسمه المالوير اناليسيس الماليشي السوفتوير البرمجيات الخبيثة بنمسكه كده ندخيله جوا مختبر ونقعد نطلع نشوف البرنامج ده والكود بتاعه شكله كيف وهل بيشتغل هنا ولا ما بيشتغل هنا بنعرف عن الأنظمة بتاع التشغيل نعرف عن لينيكس ونعرف عن ويندوز ونعرف عن اندرويد ونعرف عن الاي او اس جميلة يعني عالم جميل شفتت لو بتحب التعلم الكمبيوتر ده بغلبك لأنه كل يوم فيه حاجة اعلى ناس مرتبات طبعا الناس اللي بيشتغلوا في الـ practice بتاع الكمبيوتر الكمبيوتر الناس اللي بعملوا البرمجيات يعني اللي ريتهم ممكن تعمل لك الكمبيوتر game game زي بوب جي ولا فورتنايت العالم كله يستخدموا يتطلقت في القريشات بس النقاطة ماشا ممكن تعمل لك operating system زي زي الويندوز زي اندرويد الناس يا الاخيري الاخيري فعالم كبير الحاجة الجميلة في الكلام ده كله شنو انت ولابتوبك القدامك ده ممكن تكون قاعد في اي حتة وتشتغل لاي شركة في اي مكان انت ومدى تحصيلك شوفت كيف فانا بدعوك انك تستكشف عن المجال اكتر وتعرف عنه اكتر وممكن تتواصل معاي في المجموعة وعندنا مجموعة خاصة بناس تغنيت المعلومات والاتصالات تابع لمجموعة الباحثين السودانيين انا حاوريك يعني اسي طيب يعني اسم ترسيله في الهناية ولا كيف شايف قدامك هنا فيها عشرة الف وخمسمية نفر ديل غالبا يا اما ناس قدامك يا كذا بما فيها سجلسة لنا هناك شو العالم دي جميل كيف شايف دي فورص دي كورصات السمجانية ممكن تخوش هاي تتنمشي تقرأ فيها مقدمة عن السايبر سيكوريتي الامن السيبراني وانترنت الاشياء انترنت الاشياء دي حاجة جميلة خلاص ياخ التلفزيون يتكلم مع التلاجة والتلاجة يتكلم مع الموبايل التلاجة لو نقص فيها بيض ولا جبنة تضرب هي للسوبرماركت تقول لهم يا اخوانا جيبوا لي البتاع دا البيت لما انت تكون معا فيه يطف في الكهرباء براوه حاجات جميلة جميلة انت وخيالك تمام طيب لو سمحت عائد تمام شكرا لك وما ما قصر دي كلاه انا حرسي لك الله لو لو دارك ريان في الجامعات السودان احسن جامعة للحاسوب شكرا احسن جامعة للحاسوب شكرا سؤال شوية صعب ليه؟ لانه لما نجي نقول احسن جامعة نحن نتكلم على احسن اساتزة على احسن موارد معامل نتكلم على احسن بحوظ علمية ومجلات يعني علمية وكذا وبتكلم على احسن مكتبة اذا كانت ورقية ولا ولا إلكترونية لانه انت مجالك علم حاسب آلي في حاجات كثيرة بتقدر تقول التصنيف بتاع الجامعات بتاعتنا في السودان واضح انه جامعة الخرطوب هي الجامعة الاولى ما في كلام يعني لو دخلت كهرباء وتخصصت في هندسة البرمجيات بتاع علم حاسوب يعني بتاع IT في النهاية لو دخلت سكول اف ماس وتخصصت كمبيوتر ساينس والإنفورميشن تكنولوجي ده تراك بتاع IT لكن جامعة السودان برضو ممتازة وجامعة النيلين برضو ممتازة انت بعد ذا انت وخيارك ولانه نسبتك عالي وبيتدخلك وجامعة الاقرب ليك من البيت ولا كده لكن اخذ مني الكمبيوتر عبارة عن مجال بتاع تعلم ذاتي بس حاليا عندنا اللي هي بقول عليها الموكس الماسف اونلاين اوبن كورسز اللي هي الكورسات اللي بتلقاها في كورس ارا وفي يوديمي وبتلقاها في ايدراك وبتلقاها في المنصات المفتوحة دي تخش الكورس وتقرأ زي سيسكو اسي الرابط الرسلته في المجموعة تخش هناك وبتقربة نفسك يعني ممكن تطور نفسك اكتر من اسازتك وقدر ما تكون انت بتطور نفسك في التكنولوجيا وفي الانظمة وفي لغات البرمجة وفي الشبكات وفي غيره قدر ما انت بتدي نفسك فرصة اوسع داخل الكمبيوتر نفسه عندنا مجالات كثيرة مختلفة في ناس فيها قواعد البيانات في ناس في الشبكات في ناس في الانظمة بتاعت الحماية في ناس في الانظمة بتاعت التشغيل في ناس في حاجات متقدمة فوق كده يعني في حاجات اساسية وفي حاجات يعني فرعية بعد ذلك السيانة التخصص بتاعت الدقيق في حماية الخصوصية في عملية التنقيف في البيانات الكلام ده لاحق ليشنو؟ يعني قبل الكلام ده فيشنو في قواعد بيانات وفي انظمة التشغيل وفي شبكات ديل كلهم لما نكونوا حاجة اسمها البيانات الضخمة البيك ديتا ونجي نحاول نطلع منا معلومات جديدة زي الفيسبوك الفيسبوك ده بقرانة بعرفنا أنا عملت لايك وين وصحبي منو كنت وين وعملت تشيك ورفعت صورة وفيها معاي منو بيلملم بيلملم معلومات عننا وبعدين بناء عليها بيقوم بيرسلين إعلانات تكون اتكلمت مع زول ولا بتاع ولا لقيت زول وبعد شو يقوم يخترف عليك صديق في الفيسبوك الكلام ده فيه اختراق للخصوصية بعد مرات صح؟ أنا حدا هين نحمي الخصوصية دي يعني شو النحمية في أنظمة بتاعت بيقولوا عليها اكسيس كنترول بنستخدمها وفي اللي يقول نضيف لي البيانات شوية حاجات كده عشان الكمبيتر ما يفهمه والآخرين فعالم جميل جداً في الخوارزميات وفي الهيكلية البيانات حاجات جميلة جميلة جداً أنا أدعوك أنك تستكشف المجال يعني طعم إن شاء سؤال تاني طوالي يتواصل معي في الخاصة أن طوالي بكون معك طوالي خاص طعم الله يديك العافة وتحياتنا للوالدة وللجميع معكم ألف مبروك إن شاء الله يسألنا وك الله يبارك الله يحييك يا رب طيب يا شباب طيب الناس الموجودين هنا في زول دا يتكلم عن تخصص ولا في زول دا رسال عن تخصص من الناس الموجودين في زوم كذلك الناس في فيسبوك بس المباشر الرابط بتاع مجموعة الإنجليزية طيب بما إنه يا أخوانا لو في زول دا رسال ممكن يرفع يدو وشتخدموا الخاصية بتاعة ترفع اليد بتلقوها هنا دا في المشاركين اللي هو البارتسيبنس بتلقوا في رئيس هاند ولا ممكن تفتح الكاميرا وتأشير برضو من عارف قدر تتكلم ولا أكتب في الجات هنا دا أنا هستعرض معاكم بسي الجلسة دي ما منظمة مجموعة الباحثين السودانيين هستعرض معاكم ما هي مجموعة الباحثين السودانيين وكيف تلقوا فيها كل الحاجات الممكن تفيدكم يا طلاب الشهادة طيب أنا هاخدت لكم إنوان الموقع هنا ختيته في الزوم وحاخدته برضو في الفيسبوك للناس في تعليق ده هنا دا دي الحتة الموقع الرئيسي بتاعنا الممكن تعرفوا منه ما هي مجموعة الباحثين السودانيين وشنو الحاجات فيها دا موقع في جوجل سايتس تمام يقول إنو مجموعة الباحثين السودانيين هي مؤسسة سودانية علمية تطوعية غير حكومية وغير ربحية بتهدف لخلق منصة مشتركة للتفاعل بين المتعلمين والباحثين السودانيين لتأسيس ودفع زخم البحث العلمي والتعليم في السودان يتأسست في 28 دي سمبر 2019 لها 12 سنة عسي عبر جهود مجموعة صغيرة من طلاب الدراسات العلية في الخارج والباحثين السودانيين الشغفون من وصلحة الوطن وضمنه من العبد لله نورده في الله وتوسعت بسرعة حتى أصبحت 2019 أكبر منصة رقمية في شبكات تواصل الاجتماع بين السودانيين بما يفوق نصف مليون عضو مشترك الهدف بتاعنا ذلك نعمل فهرس للباحثين السودانيين في جميع أنحاء العالم ونربطهم ذلك نعمل تعزيز الصفات الأساسية للباحثين السودانيين تسجيع الناس إنهم يخرطوا في البحث العلمي يتبادل المعرفة والخبرة زي ما بنعمل الآن في الجلسة دي مشاركة الأوراق العلمية مناقشة التجارب والقضايا وتقديم الإجابات وتوفير منصة لدعم الباحثين ومناغشة الخبرات والتجارب المؤسسة مسجلة كشركة غير ربحية في وزارة العتل بالرقم بتاعها سبعة وخمسين خمسة وتسعين واحد وده صندوق البريج بتاعها لو زول ده يرسل وكذلك مسجلة في دولة نيوزيلندا البرامج والأنشطة بتاعتنا ودي حتة هنا الناس ممكن تمشي تقرأ أكتر عن التخصصات أي زول ده يعرف عن كيف يكتب ورقة علمية وينشرة في حاجة كاملة يسمى ورش مهارات الوفن إعداد البحثة العلمية ودي كان شهر كامل كل يوم كنا بنعمل محاضرات عن كيف تكتب بحث علمي وكيف تعتمد المراجع وإلى آخرية فحاجة مفيدة وكان مزول منها حبيبنا طارق مالك وشخصي وشاركوا فيها عدد كبير جدا من الأسادزة عندها موقع منفصل في سلسلة سمنارات يعني معناس حايزين على الجائزة نوبل عملناها بواسطة حبيبنا دكتور مصعب علي عوض الكريم وعندها بلايليست عندها قائمة في اليوتيوب ممكن الناس تمشي تشوفها عندنا مجلة علمية متخصة في الهندسة والتكنولوجيا وبيشرف عليها حبيبنا دكتور محمد الحاج والمحرر الرئيسي بتاع دكتور يوسف أب بكر هو بروفيسور في جامعة نوتنجهام بتاع طاقة في ماليزيا في ويرش المنتدى التخطيط الاقتصادي ودي يعني مبادرة من بروفيسور الصادق موسى وهو بروفيسور بتاع اقتصاد في جامعة مالتي ميديا في ماليزيا وكذلك فيها دكتور نعمة الله الفاتح الحامر وهي باحثة في المنتدى الاقتصادي للأمم المتحدة في جينيف ودكتور محمد عدوي وهو مدير مالي وأستاذ طارق مالي وهو محل الأعمال وفي مبادرة كاملة للتحول للتعليم الإلكتروني وهنا دا في ويرش الجودة والاعتماد الأكاديمي دي دكتور رسار عبدالوهاب القبيل تكلمنا عن علوم الحاسب كان عندنا وكنا صاب بنا في القيادة العامة فعندنا 112 محاضرة قدمت من ميدان الاعتصام وعندنا هنا دا بحاجة بتهمكم يا شباب حاجة كتيب طلع اسم المرشد للمنح الدراسية لو عستقدم للمنحة دراسية خارج السودان الكتيب دا بنفعك بيوريك كيف تكتب الكفر لتر وتكتب اللتر واتجهز الورق بتاعك وياتو منح موجودة وممكن تقدم لها كيف ولو في فيديو بيشرحه ليك وفي نفس الوقت بيوريك إنه لو في زول محدد ممكن تترجع ليه عشان تسأله أنا شخصيا اتخرجت من كوريا الجنوبية في ما هي سيرو الدكتورة فعملين جروب بتاع المنحة الدراسية لي كوريا الجنوبية وأنا عارف إنه كوريا الجنوبية ببيلر اليام دي للشباب كده دي سمينارات تحت الباحثين السودانيين دا كتاب عن الاتجاهات وطلعات المعتصمين حول مستقبل السودان دي ويرش كانت عملت حول بحوث الدكتورة كل الدكتور جيتكلم عن مجال بحثه الدكتورة بتاعته أخذها في الشنوب الضبط ولسا دي متنامية عند ناس واحد عملت دكتورة في الفيزيا من المشرفين في الباحثين السودانيين دي ورشة برضو قيمة عن المنحة الدراسية والدراسة في الخارج عندها قائمة في كتاب اسمه الدليل الشادي للثائر السوداني دي كانت عمل في أيام الثورة على أساس إنه الناس تشوف أفضل الممارسات في سلسلة اختيار التخصص الجامعي ودي بالنسبة ليكو يتعصي برضو مهمة في سلسلة بحوث الملاريا وكذلك صفحة شرحة تخصصات الجامعية دي هنا دا أنا حقودها عليكم برضو في الشات هنا دا وحقودها عليكم في الفيسبوك عشان تشوفوا يا شباب تمام وبعد ذاك في سلسلة مهارات البحث والمرشد حول امتحان الآيلت نحن ننصح بشدة إنه الشباب ينجزون في سلوداني منحة دراسية برا أفضل حاي يكون عندك امتحان يعني درجة كويسة في الآيلت سبعة ونصف ولا تمانية ممكن تاهي لك لأي حتة وكذلك عندنا زولة باش مهندسة سارة سيد أحمد دي قفلت الامتحان الآيلت جابت تزعة من تزعة وعملت فيديوهات توري الناس كيف يحرطوا درجة عالية في الآيلت في سلسلة اسمها التطوع ثقافة ومفاهيم ونحن برضو بننصح الشباب إخواننا يتواسي قاعدين يتطوعوا التطوع كويس يعني بينفعكم ويفتح لكم آفاقكم ده المنشط الصيفي كانت مسؤولة من الدكتور وميما هاجم عبد المطلب المؤتمر السنوي الباحثين السودانيين الكتاب بتع الدليل الإرشادي ده دليل إرشادي لطلاب بكيوش الدراسات العليا كتاب كامل عمله حبيبنا خالد عثمان الفيل ومعه كان ساعده ساسي شامضي وموجود بي دي اف ممكن الناس تنزل وتقرأوا في ليلة واحدة يتواها طلاب الشهادة دليل ممكن تقروا في ليلة واحدة في عندنا برنابيج تاعكاد هنا إرشاد أكاديمي وبحثي وفي الصفحة بتات الباحثين وده نادي المخاطبة اللغة الإنجليزية التابع الباحثين السودانيين وجود في الفيسبوك وفي نادي بتاع مخاطبة لغة فرنسية في حاجات عن التعريف في المركز القومي البحوث دي السمينارات للتوعية بكارونا وإلى آخره وعندنا سمينارات عن التربية الطفل كان بالتعاون مع مركز آمن لتربية الطفل في برضو سلسلة سمينارات صحية وطبية للناس البردو عندهم رغبة في المجالات الطبية وفي كورس كانت عمل لتعليم البرمجة للأطفال باستخدام لغة سكراتش فبرضو هنا دا بتلقوا الكورس كل الفيديوهات بتاعته كل الأيام وتقدموا الباشوانت اسمير غاني مؤتما وهنا دا برضو عندنا سلسلة بداها حبيبنا أستاذ ياسين حسن اسمها على دروب النجاح باستعرض السيرة الزاتية للعلماء والخبراء من أعظام مجموعة الباحثين السوداني بتلقوا فيها ناس رهيبين جدا في مشروع قيد العمل اسمه حالة البحث العلمي في السودان طبعا لو كان التقريدي طلع يا شبابس موجود كان انتم بتعرفوا الرانكين بتاع الجامعات السودانية بتعرفوا الجامعة الأولى والكلية الأولى والجسم الأولى التخصص يعني دارة خوش مثلا تغنيت معلومات ما هي أفضل كلية خوش فيها تغنيت معلومات ممكن ما تكون في جامعة أخرى تكون في أي جامعة ثانية لكن وين فدا التقريدي دا لما ينتهي إن شاء الله هيكون كده هنا دا في اللينكر الثالث أنا مشيت فوق هنا دا المجموعات الفرعية مجموعات الفرعية دي بتلقوا فيها كل المجموعات اللي قدتها قبل شوية تمام؟ بتلقوا فيها الرابط الطوالي الصفحة بتاعت المرشدة المنحة الدراسية المنحة الدراسية ذاتها تمام؟ وبعد ذلك بتلقوا في مجموعات بحثية متخصصة لو إنت أستعرف أكثر يعني عن الدماغ والأعصاب أستعرف عن التنقيف في البيانات البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء أستعرف المجموعة بتاعت المهندسين البحوث عن زكال الصناعي المختبرات الطبية دي بتاعت أساسة اللغة الإنجليزية إلى آخره مهندسين ميكانيكين إلى آخره نانو تكنولوجي الإحصاء نظم المعلومات الجغرافية والمساحة والحاجات دي وهذه هنا الكورسات المتخصصة الشهادات الاحترافية الترويج للعلوم التربة علوم التربة ميكانيكة التربة وإلى آخره فدي الموقع دي بتلقوا فيه كل الحاجات يا شباب وهنا ده كمان في رابط وهنا برضو في مجموعة بنواسا ومهمة لإرشادها النفسي تمام؟ هنا برضو بتلقوا من المشرفين على المجموعة الباحثين السودانيين ومهمة هنا تمام؟ وحتى بتلقوا المشرفين السابقين السابقين الناس القبل كده قد يعني كانوا في الإشراف عبر السنوات وكل سنة كل النازل من تخصصات مختلفة أساس الجامعات باحثين ومهندسين وإلى آخره ويعني بروفيسورات وإلى آخره فمرحبيكم وحياكم الله لو عندكم أي سؤال حول الموقع ده لأنه دي المورد الأساسي ده ترجعوا له ويته عشان تعرفوا التخصصات وكذا في أي سؤال يا شباب الموجودين هنا؟ أنا شوف الفيسبوك برضو لو في سؤال ولا كذا شباب لو في سؤال حمد النيل عندك سؤال تفضل الشباب الموجودين في زوم يا شباب تخصصاتكم شنو؟ أرون تخصصاتكم عشان النازل يقدروا يستفيدوا منكم؟ الناس اللي يمتحنوا شهادة ممكن يسألوا أسئلتهم يا شباب عبد الرحيم قلت ليه في أسئلة تجي في الخاص؟ دكتور أنوار أنا كبير لأنه شكلية ذكرت لأنه نعمل تماصر في الهند أيوة هناك سؤال عن تقريبا هو من سلوى تسأل عن رأي في الدراسة في الدراسة هندسة الحاسب والآلة في الحاسب أنا لم أعند علاقة في الهند أنا ممكن أندي فكرة عامة عن أو رأيي بصورة شخصية عن الدراسة في الهند تحديدا البكالاريوس إذا سمحت لي يعني بعد ذلك دراسة هندسة الحاسب الآلة موضوعا ما يعني ما يعني فيه لكن بصورة عامة يعني أنا رأيي شخصي عموما دراسة البكالاريوس في الهند قاعد أخذتها ينقوسين كده يعني البكالاريوس أنا أتكلم عن البكالاريوس ما أتكلم عن المجيسة ولا أتكلم عن الدكتورة فبالنظة لي الدراسة بتاعت البكالاريوس فبالنظة على حسب تجربتي اللي هي مع الناس هنا كانوا هم طلبة بتاعي بكالاريوس وهل حسب مشاهداتي أنا كالرأيي الشخصي أنا ما بنصح بيها درايي شخصي طبعا لأنه فيه اعتبارات كثيرة ممكن أنا أذكورها والكنار البكالاريوس لا يتعدى إنه هو درايي الشخصي اللي هو مبني على انطباعات ومشاهدات حقيقية على عيشتر مدة سنتين فيه اشكال بتاع communication دائما بيتم بزعت الناس اللي عشوا بيقروا في جنوب الهند تلاحظ إنه اللغة أو الآبسنت أو خلينا نقول البرانوسيشن بتاع الكنود في المناطق الجنوبية فيه مشاكل كبيرة جدا يعني أنا أتكلم عنه هو ما بيتكلم ولغة هو ما بيتكلم ولا أتكلم عن صعوبة فهمك أنت المتلقي يعني الجاي من السودان بتحديد الناس الجاي من السودان ففيه اشكال فليطالب يعداب جديد ماشي يقرأ بيكلاريوس عشان ما يتعرف عليه مجال وأول لو مرة يدخلوا وأول لو مرة يتعامل معاهم بيبقى هنا الموضوع صعب فأنا بنخلق المشاهدين بشوف الناس اللي بيقولوا بيكلاريوس أو الناس اللي درس بيكلاريوس في الهند بشوفهم ما احترامنا طبعا بشوف إنهما سينتفك لكده عشرين يعني لما انتغاررنا بالناس اللي بيقولوا بيكلاريوس في السودان بتلقيه فرق واس فرق شاسة يعني المقارنة دي أنا أقوله بكل وضوح إذا أنت حدفك إنه أنت تتشرب الصياس نفسه اللي قدمت اليولا أو إذا كان حدفك إنك تليم إلمام معقول بالمجال محدد بتاعك فدايما الأفضل لما أنا غارم بين الهند والسودان أنا أفضل أنا بشوف إنه أفضل بيكلاريوس يتعامل في السودان حتى بعد ذلك ممكن نزول بعد ما هو يدرك تماما ما هي الحاجة الدرسة وأساسياتها وحاجاتها دي ممكن يمشي بعد ذلك بعد ذلك يقرأ في الهند الكلام ده ما نقصا في التجرحة بتحت الهند ولا غضحان فعلا على الإطلاق أنا أتكلم عن قدرتك على تشرو الأساسيات حق الموضوع وهي غد تختلف من شخص لشخص لكن عموما على حسب تجربتنا بشوف إنه فيه إشكال دائما بتاع communication بيأدي لتشويش بحصل للطالب ده بيأدي لإضعاف إمتلاق الطالب ده للمهارات الأساسية ومفاهيم الأساسية بتاعت السيينس أو بتاعت الميال اللي هو دخل فدائما التجارب بتكون إنك إنت يعني أنا أفضل أشوف أشوف كده إنه أفضل زول بزادة ناس المستهدفين الهند أفضل إنهم يعني يدرسوا بكلاريوس في السودان أول يفهم الأساسيات ويامعاتنا ما كعبة أنا مثال أنا أدرسها يعني عشان الناس برضو في السودان بيقول لكم الله يا إخنا السودان بيدرسونا ما بعرف تاريخ ويدرسونا حياتها لحد ما الكلام ده صحيح وبنسبة كبيرة الكلام ده ما صحيح أنا تجرؤ بتالشخصية أنا مشيت في الهند هناك أجنت نفسي إنه أنا متفوق على الناس اللي معاي اللي هما بدام في مصر متفوق علينا بحياات كثيرة جداً وهما معا عندما لكن ذات في الجانب الـ ويغط نظرم نفسية نصوت مدرسة بتشتهر به مثال الـ ويقول بهịch质وري أكتر يعني هما ناس بيركزوا معه الحكومة أكتر من بقايات التعالي ولكن ذات في المجالات بتاعت السيينس في هذا الحيات الزيت فنحن في السودان يتفوق في الحياة فأفضل ليك أنك إنت أو لأي زور درائي الشخصي طبعا أفضل أنه يعمل بكالاريوس في السودان يعمل بكالاريوس في السودان بعد ذلك لاتر أنه يمشي واسق الخطة يعمل مصر في الهند وكذا بيكون حقك فائدة كبيرة جدا لأنه مصر الهند بيديك جروعة ضخمة جدا وبيخليك أنك يعني زياب قولوا كذا بين الناس عندك وضع شوية ومتقدم عليهم فدرائي عموما عن الدراسة دراسة البيكالاريوس في الهند لأنه في الناس يترسل لك طالب أو يترسل لك هو شاب هو في مرحلة المراهبة فدنفتح على عالم وهو الحاجة في مشاكل في هذا الهند دي واحدة وده الشي الأساسي أن خلنا نعبو ذلك الكلام دي وثانيا برضو في الحياة ياريت كل الناس لو بيسمعوني ينتبهوا لي يا أخوانا نسمعاتي بغشة أكثر الدول اللي فيها مشاكل وفيها يعني ممكن تلقى ناس يقولك نحن بنجيب لك قبول في الهند ونحن بنجيب لك قبول في الحتة الفلانية أتفعلي بشي الفلان يعني أنا قبل كم يوم تواصل معي شخص قال لي يا أخي أنا في زول قال لي حاجب لك قبول مقابل 2500 دولار في الهند طيب أنا لما سألت وقبت له يا أخي طيب 2500 لماذا؟ للجامعة، للرسوم، لماذا؟ للليلة الألفين دي شي لزولة كأتعاب هو يعني يعني كأتعاب هو يعني بلي القبول وال500 تمشي لي الجامعة فدي الحياة الناس ينتبه لها يا أخوانا مائزة جدا أنك أنت ممكن تتواصل مع الجامعات في الهند كويس؟ في جامعات كثيرة فيك لكن دائما لو دائر تميك شور أنه أنت الجامعة الماشي ليها دي أو الدار تقدم ليها أو الدار ترسل ليها ولا دقي ديها تمشي طوالي في وزارة التعليم العالي في الهند بتلقى لسه بتاعت الجامعات في موقع اسمه الـ UGC الـ University Grant Commission تلقى فيها لسه في الجامعات التي هي accredited بالنسبة للحكومة وجامعات محتربة فالناس ينتبه بالذات في حتة الحكومة، شايف الناس كلهم يكونوا بس نمشي الهند لأنها رخيصة ممكن أن تقع في تراب، ممكن أن تحصل لك خدعة العمر فأناس بس نمشي الهند هذا الموضوع جاد جدا 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 ما تنساك ورازول يقول لك أنا أجب لك قبول قد أجب لك قبول في كل يوم ما تربع قد أجب لك قبول فيك تركب الطيارة وتمشترك نفسك لكن تقعد السهل تقعد تحصل وللأسب حاصل وللأسب أقول تانع بيحصل من سودانيين بالأسب، يعني فإنت خليك ذلك سمارت عندك الإنترنت عندك المكاين أنك تفتش الجامعات نفسها فمستخدم الحاجة تمام، فعلا يا ابنائنا وبناتنا اللي بتحن الشهادة والأولياء الأمور اللي بردو بكم متابعين إخوانا يعني سهولة القبول ده مؤشر على إنه في حاجة ماياها الناس مجموعة الباحثين السودانيين دي فيها ناس سودانيين في كل جوعة العالم أو كل الدول العالم فممكن تجي تسألوا وعندنا مجموعة خاصة بالقبول والتسجيل ممكن تطرحوا فيها الأسئلة بتاعتكم والناس أجاوب ليكم نحن أسي في مجال البحث العلمي دي عندنا الكمية بتاعت مجلات ومؤتمرات وهمية ساي بس بيأخذوا قروش من الناس فبيجوا الطلاب والباحثين بيسألوا يا أخوانا المجلة دي أنا جاني فيها قبول ولا قول إليه حول قروش رايكم فيها شنو؟ طوالي الناس بيخبرتهم بيقول الله دي كويسة ودي ما كويسة وكده ده نسمع من أمجد، أمجد مامون السلام عليكم عليكم والسلام والرحمة ازيك؟ دكتور رانواركاش تعال الله يديك الصحة والعافية أخي ألف ألف مبروك الله يبارك فيك يا دكتور افضل عرفنا بينفسك وورينا متحنت شنو نسبتك شنو كده؟ اسمي أمجد مامون في ولاية الخرطوم درست في مدرسة المنار السعنوية في الرياض تخصصيك عن أحياء وجبت ستة وتزين وستة من عشرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دي أعتقد إنها كانت نسبة بتاعة أول الشهادة في زمنها نحن أنهي الناس تمام متحنت شنو كدعم أكدب من الكسرة تمام؟ قلت لك إحنا أكدب من الكسرة آه يلا ألف مبروك والله ما شاء الله عزيك الله ياركي يا دكتور يتفضل يعني أنا لجيت منحة اسمها UWC اسمها يعني United World College المنحة دي عشان الزول بتمشيها بتمشي بتقريه سنتين في مدرسة داخلية بتقريه نظام اسمه آي بي بروغرام الانترناشنال بكالوريا آآ انترناشنال بكالوريا آي بي بروغرام ما شلو؟ 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 United World College UWC دي في سنغافورا؟ عندهم هم هي في 18 مدرسة في 13 دولة في العالم تمام أنا لسه ما شعلوني يعني لكن في المراحل بتاعتينه الاختيار لسه تام يعني 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 في الاغلب حد كبيرت دولة يلا هم بيقدموا يعني عندهم زي الانترناشنال كوميتي بيوزع الفرص للدول تمام بتعرف ناس شعلون فيها وقروا فيها وكذا؟ آآ بالزول بمشي بتقريه سنتين اللي هو بتقريه بالنظام بتاع العبيدة آآ بعد ذاك الكليات ذاتها الUWCD بتوفر منح للطلاب بتاعنا منح اسمه ديفيس سكولرشيبس ومنح تاني متفرقة آآ فمثلا ديفيس سكولرشيب دي عمعات أمريكية كتيرة بتحاول تشيل كله الطلاب بتاعنا الإي بي بروغرام دي القدموا يعني بشيلوم وقرروم يعني في منح وكذا لكن برضو يعني بتعتمد على انه يعني يعني هناك كنت مشت استغلت كيف الغراية بتاعتك الدرجات تاعتك كانت كيف هناك عشان المين حد يستمر عشان المين حد يستمر آآ يشيل المخاطر يعني يمشي أيوة دير حدتين دير إنت باقي ليسي من نبرة صوتك وكلامك يا أمجة إنك زول واعي ما شاء الله مسؤول آآ ما شاء الله عليك يعني شكلك مصول ومعي شكرا يا دكتور طبعا يا أمجة الحدة الوحيدة اللي أنا بنصح فيها الطلاب إنهم يكونوا أنانيين ما يفكروا في زول تاني إيه الفيتر بتاعتك اختيار تخصصك الجامعي دي ليه؟ لأنه دي الحاجة اللي حد باريك باقي عمرك آآ خصوصا لو كنت شنو لو كنت من النوع الشليق يعني دخلت الجامعة طلعت من الجامعة طوالي اشتغلتها اشتغلتها ليس سنة ولا سنة قمت على الرسة عرسة طوالي قمت يجبت لك طفل بعد سنة فيه م تاني؟ آآ 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 خلاص حياتك قدر ما أنت بتعمل ليه خطوة قدر ما أنت لو كان عندك شغف بحاجة تاني ولا لو كان لازاك أمك ولا أبوك قالوا يخش علينا طيب ولا هندسة ولا بتاع قدر ما أنت بتبعد من حياتك الأساسية الدائرة يلا أنا ذاته أنا عشان ذاته يعني التخصص اللي تعيين يعني لسه ما مائل على تخصص معين لسه مرحلة بتاعت الاكتشاف أنه نحن في الدراسة بتاعتنا بتاعت الثانوي ما زي النظام بره يعني ما بكون في موجهين في المدارس ويوجهوك ليه مثلا تخصصك اللي أنت دايري شنو أو التخصصات أشكالها كيف أو كده ما بتكون عارف فإنت اختيارك لأنه كنت داير أحياة ولا هعسوب ولا هندسية ولا داير تخش أدبي لكله بيكون انطباعه ما بتكون عارف لسه جوة التخصصات شنو بس أنا بيجيزات وما عارف لحياة هل أنا فعلا داير مثلا الأحيادة تخصصاتها معين يعني طب أسنان بيطرة يعني حاجات التخصصات الطبية فالزول يعني لسه داير تخصصات طبية ولا هندسات لسه الزول ما عارف فأنا قلت الثانية تخصصات تكون اكتشاف للحياة تستكشف فيها تعرف فيها ممتاز يعني ممتاز جدا في نفس الوقت فيها مخاطرة لكن يعني مع احتمال بعد ذات زول ما يجيب الحاجة اللي بتدخل التخصص هل هو دايره بحين انه هنا هو نسبة ممكن تدخل التخصص هل هو دايره طيب يعني المشكلة شنوها لو دخلت ومشيت جربت وما دخلت التخصص هل يت دايره شنو يا مشكلة مشكلة شنوها مخاطر بس حيث شفت ما حتنجح في حياتك لو ما خدت مخاطرة اه ما حتنجح في حياتك لو ما خدت مخاطرة ولازم تعمل انا مرد رأيه كده نسل هنا الحياة مخاطرات بالضبط لكن في حاجة فيه لكن انت رأيك كده لكن فيه لكن شنو فيه نايك فيه اي لكن في الموضوع لا لا في لكن الحمد لله والله يغسعين بك وفخورين بك وداري انك تمشي لجدام دي فرصة ممتازة جدا حتى هيت كوان ممكن توري تلقي الضوء للشباب الباقين عن عن الورد يونايتد اسمه ايه يونايتد وورد بالضبط تقوم توري الشباب تخد في الباحسين السودان تعملك بوست انه اخوان انا دي الحتة دي وانا قدمتها وممكن تقدموا كده تمام مم ممتاز عليك اللي خليك معنا عشان تسمع باقي التخصصات احتمال تلقليك تخصص دكتور محمد الحاج لكن انت بشوف يا دكتور ان الزول شي لدي المخاطرات يعني كيف يا اخي انا الزول ده انا اكبر مغامر يا اخي لقدامك ده يا اخي اه انا مغامر كبير يا عمك وعملنا قبل كده استطلاع في الباحسين السودانيين قلنا انه في محد يسمى محد قلوب ده بعمل احصائيات في امريكا يشوف استطلاعات الرائية العام وكده فقام من ضمن استطلاعات العمله عن اكبر مخاوف الشعب الامريكي الامريكان ديل بخافوا من شنو فقام قالوا انو والله نبرة واحد بيخافوا من السعابين نبرة اثنين بيخافوا من الخطابة الجماهيرية يعني وقفوك قدام ناس يقول لك انظم نبرة ثلاثة بيخافوا من الموت يعني الموت نبرة ثلاثة شوفوا الكلام ده كيف الله نبرة ثلاثة فقلنا يا اخي بونان على الكلام ده خلينا نشوف في مجموعة الباحسين السودانيين السودانيين ديل بيخافوا من شنو اكتر شي لك انت تتخيل يعني المخاطر اللون بالضبط قالوا احبوا المجازبة ولا المخاطر ولا كده عشان كده احنا قاعدين قابلنا مكانك سير يا عمد لازم الناس برضو بيتقول يعني اللي هو الناس البوريما الحاجة دي اصحابي او كده مثلا يقول انه سنتين كتيرة وحط ضيع جزء من عمرك كشنو دفعتك كيف الباش مهندس متذكر القرهندس الميكانيكا كان يتكلم هنا ده في البداية انا خشيت مدخل اوكي في واحد هنا ده تتكلم باش مهندس انا ما بذكر اسمه قرهندس الميكانيكا جاءوا على السودان خمسة سنوات ويشتغل شوية في كينانا ويشتغل وين واسهو في السعودية شغال في الاي تي خلى الميكانيكا بخمسة سنوات اي شوفت كيف فالناس اللي بتلك يخذنوا والله سنتين كتيرة وما سنتين كتيرة قل ليهم اسألوا الناس القدامكم المش المستقبل القدام سنتين ما كتيرة صح سنتين دي لو اتا كلها قضيتها بشان تعرف اتا داير شنو تخصصك انت عملت حاجة كويسة في حياتك تمام؟ اي واسه اسنع دكتور محمد الحاجة نحنا قلنا اي زول كتب جنب اسم والتخصص بتاعه بالبن قوزين اه اه انت زاتك عين هنا دا وممكن ترسل للناس في الخاص يا امجد احنا فخورين بك والله الفي مبروك يا اخ شكرا شكرا يا دكتور يخليك متابع معنا في الباحثين السودانيين نحنا فخورين باكم ذاتنا نحنا يا دكتور الله يكتور انا بديك قلب دكتور لو سمحت ممكن مراهلا اتفضل اه طيب انا هو دنيلا النور كنت بدرس في تبنيالا و بسبب بعض الارجالات والحاجات اللي حصلت يا هو اتنقلتها الان ادرس منها مدفوقة تقريبا 10% في مصر وانا ما عايز اتنقل مكان تاني نعم المنحة وين في مصر الوافدين في مصر اوك اه يعني انا ما عايز اتنقل يعني مسلا كوريا ولما ات разработئي منتكم لو فيه منه كيف يعني التفاصيل طيب مسؤولته بتاعki عن موقع الموكع السودانيين والا والا والام التفاصيل احضرت مدرف المتخرى تمام ما في مشكلة ده الموقع عن احنا شيرناه الموقع بتاعنا على الانترنت نعم وقد تيناه في الاسم شنو ده قد تيناه في الشات وحن نضيفه للتاني هنا ده في حاجة يسمى البرامج وانشطة المؤسسة في الموقع ده وفي المجموعات الفرعية دي بتلقى فيها تفاصيل كاملة عن المنح الدراسية والمجموعات تحت المنح الدراسية يعني اتا لو حددت هناك دائر كوريا تحديداً مجموعة خاصة هنا ده بالمنح الكوريا شايفا منح الكوريا السودانين لما تخذوا المجموعة دي بتلقى ناس يا ايما تخرجوا من منح كوريا يا ايما ناس قاعد يقروا حالياً في المنح الكوريا يقول رجل تقدم كيف والأوراق المطلوبة وتعمل كل التفاصيل تمام؟ نعم فالموقع عن برسل لك رابطه أسيدي جيد جيداً إن شاء الله موفق يا حبيبنا إن شاء الله أسلام عليك طيب دكتور محمد الحاج حبابك يا أخي سلام عليكم سلام عليكم السلام الله وبركاته أنا وبركاته العافية كيف صحتك قلنا كل ذول يوري يمتحن وجاب نتيجة شنو ودخل تخصص شنو وبعد كده واصل التخصص بتشتغل فيه شنو إلى آخرين تفضل الله يسلم أقدك العافية ومرحب بجميع المشاهدين وبي إخواننا الطلاب الخريجين بحييكم صراحة يعني زول بتخرج في السودان في الفترة دي مع وضاحقة البلد والجامعات المقفلة كل مرة ومدارسة مقفلة فيعني ربنا إن شاء الله يقويكم ويبارك ليكم في وقتكم وتوفقوا جميعاً لنتقروا التخصصات اللي عندكم رغبة هي والتخصصات إن شاء الله بتوفيقكم أو بتسهل لكم مستقبل حافل بالإنجازات إن شاء الله أنا يسمى حمد الحاج مهندس ميكاترونيكس خرجت ميكاترونيكس إنجينيرينج في جامعة نوتنهم دراستي في الثانوي عندما درست نظام بريطاني فدرست شاء الله أو A-Level أو A-C-A-C بعدين درست A-Level فيعني النظام بريطاني طبعاً ساهل جداً الثانوية بالنسبة لي كانت ثلاثة مواد فزيكس ومات وآيتي فبعما خلصت A-Level مشت الجامعة طوالي بعدين قريت ميكاترونيكس إنجينيري في جامعة نوتنهم في ماليزيا ما عارب بس يعني نتكلم عن التخصصات كده ولا في مقدمة تانية الفروض أشرح لينا من الميكاترونيكس ذاته هي شنو لانو فيز وسائل في الفيسبوك ما هي الميكاترونيكس وبعد كده التخصص بتاعك القدام طبعاً ميكاترونيكس أنا بمناسبة عن ما قدمت الجامعة قدمت بس جامعتين جامعة نوتنهم في ماليزيا وجامعة ملايا خذت ميكاترونيكس خذت صراحة لسبب عاطفي كان الإسيم شكله جميل وحاجة كده زي نقوله فانسي فده كان السبب ما كان يعني السبب لكن كنت عارفين عادة درس هندسة وعن نزال محب الهندسة كتخصص الميكاترونيكس بركز على الانظمة الكهروميكانيكية أو الإلكتروميكانيكال سيستيمس بركز على الانظمة بتاعة التحكم الدراسة بتاعتها وكيف تصمم وتشغيلة وكده بركز على أيضاً الأنظمة بتاعتها الروبوتات الذكاء الصناعي النيورال نتوركس فهو مجال بيشمل عدة مجالات أو تخصصات في الهندسة الميكاترونيكية والكهربائية والإلكترونيات هندسة الكمبيوتر فالشمولية اللي في ودودي حان حاجة برضو حاجة عجبتني جداً كمقرر على مستوى الجامعات في الغالب الجامعات بتكون مقرر الميكاترونيكس بيشمل المواد الكورة والأساسية مواطق الميكانيكية الميكاترونيكية زي يعني التهمو ديناميكس، التهمو ديناميكس، الميكانيكس بصوليد، ثيامو فلويد المواد حاجةً تزاين وخلصات هذه بعض المواد الأساسية في الأساسية الميكانيكية الغالباً لي تدرسها بإضافة لأنه تدرس بعض المواد في الرياضيات يدرس مواد الهندسة الكهربائية لا شك يدرس مواد في البرمجة، في الكمبيوتر برغراميخ حيدرس.. بعدنك لما نتقدم على السنوات الأخيرة في الدراسة بتاعته زي السنة الرابعة والخمسة غالباً حتكون في مواد تخصصية يعني بس لناساً من الإلكترونيكس نحنا يعني كان دل نظام عندنا في الجامعة فكان في عندنا مواد حق معمل في عندنا مواد حق مشروع التخرج خاص بالإلكترونيكس كان عندنا مواد خاصة بالروبوتيكس في مادة كان عندنا نيرون نيتوركس أو الشبكات العصبونية تقريباً ما عارفت رجبتها بالعرب شنو لكن فيك عندنا مواد في الهندسة التحكم فهي مزيج فعادتنا زي السنة بتخرج في ميكترونيكس بيقدر فيما بعد تخصص كمعجل سيرا وكعمل في مجالات كثيرة شديدة يعني ممكن يشتغل في مجالات في قطاعات صناعية المختلفة ممكن يشتغل في قطاع الإنشاءات والقطاعات الهندسة المدنية ممكن يشتغل في التصميم حق الإلكترونيك سيركيس مثلاً أو الدارات الكهربائية ممكن يشتغل في نظمة التحكم حق المصاريع ممكن يشتغل في نظمة الاتصالات ممكن يشتغل في حتات كثيرة شديدة أنت بتكون دارس عندك الهندسة الأساسية في بناء عليها بتكون الفرص المتاحة قدامك كثيرة شديدة طبعاً عموماً يجب أن تختار التخصص بفوض يطلع على المواد بحاجة مهمة شديدة ويسأل الناس الذين قادوا في الجامعة والخريجين منها في الجامعة هنا ويتقدم إليها لكي نتعرف أكثر على كان التخصص لا ملائم بالنسبة لي أو لا بالنسبة لي بعد المكترونيك سنة التخصص بتاعي هو المواد والطاقة المتجددة هذا التخصص اللي أنا أكمل فيه كماجستير ودكتورة بعدين في مجال العمل حالياً ويعني بحاجة غاية أتعلمتها من أنور لكن أعز أقول أن مع احترامي لجميع التخصصات الثانية لكن الجماعة التخصص الطاقة المجددة هو التخصص اللي مفروض الناس تدرسون لنا هذا التخصص اللي فيه للسوداء محتاج له جداً هذا التخصص اللي فيه فرص عمل ضخمة جداً فيه فرص ضخمة للابتكار لرياضة الأعمال لأعمال الخاصة، لدراسة في الخارج، لعمل شراكات، لتطوير المؤهلات تحت مختلف جوانب الحياة، فذو التخصص اللي فيه تدرسوا وأنا حاولت أنه أسهل عما يتخذ القرار، أنه لازول عزيز بس مجال طاقة مجددة فأنور لبس لو ممكن أعمل سكرين شير طيب، أنا عملت في المنصة بتاتي، عندي منصة يسمى كليليني لجفر أفريكا، هي منصة متخصصة في الطاقة المتجددة في أفريقيا وبتسعى أنها تنمي مهارات الطلاب والباحثين وتخلق قدر عالي من التوعية بمجال الطاقة المتجددة في المنصة دي عملنا الصفحة متكاملة، مجموعة أو مرجع تعليمي كامل في الحقيقة لأيز ولا عايز يتعرف على مجال الطاقة المتجددة ويبدأ يدرسوا بدءاً من الشهادة الأولية اللي هي البكالاريوس وانطلاقاً لحد الدكتوراه فما بعد فهذه الصفحة بتاعت الموقع أتليل كليلينيجفرافريكا.org كوروورد سلاش رينيوبلاينروجي أدوكيشن قمت بتلقابت في الشات وديل فيسبوك حققته هنا حققته، طيب حققته وسعر ما خلص الشرح لأنه فاتحة للسكرين شير فالصفحة دي فيها الآتي فيها أول حاية ربع أقسام أول قسم الأول يكلم عن الدراسة حكية البكالاريوس بعدينيك الهائر الدكتوراه بعدينيك الكورسات الأونلاين التي ممكن يأخذها بعدينك مراجع أخرى للناس المهتمين بصورة عامة والباحثين وكده فالصفحة الأولى اللي هو اسمها starting university degree دي فيها قراصة يعني النصائح الممكن أن أوجهها أي زول عزيز بلس مجال الطاقم الجديدة في مرحات البكالاريوس فبتكلم فيه عن أول شي كيف يختار التخصص الجامعي شون حياة اللي ممكن الزول يعتمد عليها المؤشر الموجهات الرئيسية بعدينيك بتكلم فيه عنه الطاقم الجديدة هي مجال شامل يعني ممكن الزول يدخل له عبر الهندسة والاقتصاد أو العلوم أو غيرها أو تخصصات تانية بعدينيك في كل تخصص زي الهندسة مثلا شنو المجالات الهندسية زي ممكن يدروسها عشان يتخص الطاقة المجددة وشنو الوظائف بعدينيك اللي ممكن هو يشتغل فيها سواء في الهندسة أو في مجال الاقتصاد والإيكانوميكس أو في مجال العلوم أيضا بعدينيك قمت بعملية استقراء يعني ممكن تقول حوالي 200 برنامج على مختلف جامعات في العالم بتاعة بكالاريوس عندها علاقة بالطاقة المنجددة واختمت منها أحسن 43 برنامج كلها متخصصة في طاقة من جديدة على مستوى مرحلة البكالاريوس وختيت هنا كلها كل برنامج فيه الخط الصورة بتاعة الجامعة بعدينيك انت ممكن تضغط على الصورة بتاعة الجامعة وتلقائيا الموقع هي وديك للصفحة بتاعة البرنامج داك ومسلا في زور عزلوس جامعة الشارقة يضم ضغط عليهم حتى تفتح له الصفحة بتاعة البرنامج حقهم اللي هو هنا اسمه Bachelor of Science in Sustainable Renewable Energy فطوالي الصفحة بتوريك البرنامج وشنو بالضبط على الساعات الدراسية الرسوم المناح اللي تتقديم وهكذا قول مسي انت لا عايز تدرس في دينمارك مثلا هنا في جامعة اسمه NTNU ضغط عليها طوالي الموقع سيفتح لك الصفحة بتاعة البرنامج داك او لو عايز تدرس في يعني مثلا في هونغ كونغ او عايز تدرس في معارف في امريكا او في اي جامعة تانية فهنا دي 43 من احصى البرنامج على مستوى العالم اللي هو الممكن لو يتم بمجاة طاقة مجددة انه يرتع عليها الصفحة التانية بعدين هي صفحة اسمه High Education صفحات الماجستير والدكتوراه بتكلم فيها عن الماجستير والدكتوراه هل هما مناسبين بالنسبة ليك ولا لا كيف تختار برنامج الماجستير هل تدرس تدرس MBA ولا تدرس ماجستير عادي شنو الفروقات بيناتهم بتكلم فيها برضو عن البرامج البحثية وطبيعتها والمواد اللي فيها والبخوثة اللي ممكن الزور يشتغل عليها بعدين بتكلم أيضا عن برامج الدكتوراه ولو زول عايز تقدم على مرحلة الدكتوراه هل الدكتوراه مناسبة للنسبة ليك ولا لا وشنو هي الأهم والجهات هم حالتك تقول زول كنا عالي هكذا بنفكر يدرس ويقدم على دراسة في مرحلة الدراسات العليا أو الدكتوراه بعدين في صفحتين تانيات هما واحدة بتتكلم عن الكورسات الأونلاين دي مهمة جدا برضو لو زول عايز ياخد كورس قصير مثلا مدد سبوعين أو شهر إذا عرف فيه على جانب معين الجوانب للطاقة المجددة بناء على لو بيقدر يحدد إذا المجال ده مناسب بالنسبة لي ولا لا فقمت أخذ تأتي مجموعة من الكورسات وكلها مجانية فعزول ما عنده أي عزر أنه ما يحضر أو ما يشارك في الكورس ضغط على الرابط حق الكورس القائم بيفتح لك الصفحة ومتسجل فيها وتبدأ تأخذ الكورسة تطلع أكتر على المجال ده فمعنين في صفحتين اسمها مراجع ثانية دي برضو فيها مجموعة من المراجع العامة زول ما سأنا عايز مجلات ثقافية لتطلع أكتر على المجال حق الطاقة المجددة والحياة الجديدة فيه والتطورات الحاصلة أو زول عايز بعرف على المنظمات الشغالة في المجال ده عندها معلومات موثوقة دي برضو كلها يعني زول وكل ما طلع عليها أكثر بيقدر ياخد فكرة أكبر عن المجال ده وطبيعة الشغل فيه والتحديات الموجودة وشوال التخصصات اللي بتكون مفيدة متخصصات بمناسبة اللي في السودان متقدر أنها محتاجين نطوير جدا تخصص الإحصاء statistics لأنه من أهم التخصصات وهو الركيز الأساسي أصلاً لتطوير أي مجال لأنه لو ما عندك بيانات معلومات كافية وموثقة وتقدر تحليلها بصريقة صحيحة ما هتك تتخذ أي قرارات فتخص الإحصاء والأساسي من أهم التخصصات صراحة طيب أنا بس كان ما ما عايز أطويل فأحس أخر رابط وحأخذته الآن في الفيتشات لو مثلا الناس ممكن تطعي عليهم وإزاكم جداً جداً يعني ما شاء الله عليك يعني You made the case عملت الـ Renewable Energy وإنه الناس المفروض يخشوا فيها وكده طيب في برامج السودان الناس هو عسى أغشة جامعة ولا كلية في السودان هل في حيثة ممكن يغشها؟ على مستوى البكالاريوس ما في برامج متخصص لكن زلو ممكن يدرس زي ما وضحت لك الموقع عدة التخصصات ممكن يدرس هندسة ميكانيكية هندسة كهربائية هندسة مدنية حتى هندسة معمارية ممكن يدرس بيزنس ممكن يدرس اقتصاد لأنهو التخصص هذا كطاقم الجديد يدرس بيزنس بعد ما يتخرج لكن على مستوى مرحات البكالاريوس في مجالات عديدة كلها ممكن يتوديك للتخصصات هناك لازم كتب في جامعة المشرق هذا أحمد داود قال في جامعة المشرق هناك طاقة متجددة يا أحمد بكالاريوس هو يا أحمد أو الماجستير ميكاترونيك ميكاترونيك مثل في جامعة المشرق موجودة نعم طيب أحمد ستتكلم لنا عن سوفتوير انجينيريك أنت قرأت هندسات برمجيات طبعا السلام عليكم الحياة عليكم طبعا يعني زر بيشوف محمد حاجي وشرف المبسط والجميل كده أحمد داود نطرد يا دكتور في الأوبين لكن سوفتوير انجينيريك أنا قرأت هندسات برمجيات نظم كرونية يعني في طبعا في السودان هنا في اثنين هندسات برمجيات هندست برمجيات تبع كلية الكهرباء وكالترونيات هندست برمجيات تبع علم حاسو يعني الفرق بين اعتهم أنه هندسة برميات نظم كالترونية هي دريبة جدا OOMيكاترونيك هي بتتعلق بين الاسيستم والسوفتوير انجينييريك مدموجة في مجال واحد وفيلد يعني في فيلد واحد في السودان تكون قاعدة في جامعتين في السودان جامعة الثغانة وجامعة الخرطوم أما software engineering التبع computer science قاعدة برضو في جامعتين الآن جامعة النيلين وجامعة جامعة السودان فالفرق بينهم أنه هناك جسد بيهتموا بس بالsoftware بيقولوا life cycle وحياة بالشكلة والبرمجة أما هنا في software engineering and electronic system بيقولوا الsoftware بلقص أنه كيف الروبوت وكيف يعملوا الروبوت كيف يدرسوا الدراسات الطاقة المتجددة كل التفاصيل قاعدة عندهم مثل embedness أو مثل mechatronics تمام أنا بالنسبة لك الsoftware أنا ببضو ممكن أكون دخلت زي محمد حاج الاسم كان جميل جدا في الوقت دخلت في هندسة برميات وعرفنا أنه التطور كله في ناحية تحت البرميات فبعد دخلت اكتشفت أنه مجال جميل جدا جدا كل يوم أنت عندك حياة جديدة وعشقة جديدة ومتطر هندسة برميات زي الجوكر أنت من خلاله تمشي أي مجال المجال الطبي أو المجال الهندسي الهندسة الطيران أو المجال الهندسة مدنية أو كل الفيل لأنه كنت جوكر محتاجك أي مجال محتاجك لتطور له الsoftware لأنه عرفنا أنه الآن أي مجال عنده علاقة كبيرة جدا بالكمبيوتر أو العلوم الحاسوب فعلوم الحاسوب الآن أصبحت يعني جزرات جزة من أي مجال فأنا ممكن أقول أنه الآن كل المجالات بقت المسافة بين الزي الشعرة فبقت مترابطة تماما وممكن من خلال الدراسات العلم يمكن أن تطلب من مجال لمجال لكن نصف برمجات من أجمل المجالات التي تسمح لك أنك تعكس الهوية بتاعتك وبتاديك شغف أنك تقدر في كل جديد في ذلك أنا حسي متخصص بالزكاة الصناعية طبعا دفعا رومر المفروض كان أعرف نفسي أنا صحيح بداية نعم طبعا أحمد أحمد داود ومحمد الحاج وحمزة كلهم بيشتغلوا في الطاقم بتاع الإشراف والمبادرات تحت الباحثين السودانين لهم الشكر وبرضو دكتور سارة عبدالوهاب ونحن نشكر الجميع أخوانا على السيرفيس ساعتهم نازل بيقدموا خدمات تطوعية مجانية أن نحن البلمنا كلنا هو محبتنا للوطن لمجتمعنا ولوطننا ونحن دا نخدم فحاجة مهمة جدا يا شباب أن نحن هنا دا متطوعين من أجلكم من أجل وطننا وإن شاء الله رب يتقبل مننا نحن ما دارين منكم أي حاجة غير أنكم تعملوا مستقبل أفضل بالنسبة لكم فخدتوا الكلام دا في بالكم يعني مهم جدا جدا أنه أنه تقدموا بعدين تقدموا للناس البعضكم زي ما الناس الأسل تقدموا لكم أنه تقدموا للناس البعضكم في حاجات بتكون مرتبطة بالخدمة المجتمع دي جميلة جدا جدا في زول سأل عن عن سيسيولوجي سأل في الفيسبوك أنا ما متخصص سيسيولوجي لكن أسي حاليا عندنا علم جديد في علوم الحاسب اسمه ديجيتال سيسيولوجي نفتكيف دراسة الإنسان والتكنولوجيا والرقمنة فحاجة جميلة جدا وبيعرفوا فيه التفاعل بتاع الإنسان وكيف بيشتغل في وصاية التواصل الاجتماعي وعلمي نفس الوصاية الاجتماعية يعني الفيسبوك دا سيدي الليلة زول ما يجي داخل الفيسبوك ويخد تليه صورة جميلة والحالة بتاعته إنه والله مبسوط وتلقاه وكاتما فيه بهناك في أرض الواقع كيف أن نحن بنعمل شخصتين شخصية في الواقع في الأوفلاين وشخصية في الأونلاين في الفيسبوك وكذا فدي حاجات دارة دراسة يعني نعرف الزلده بتصرف كده الغنماء دي جنت زي نقول ففي علوم كثيرة جميلة أسي في علوم الحاسوب في برضو ماجستير جديد طرح من قبل جاوعة ستانفورد اسمه علوم الحاسوب والموسيقى كمبيوتر ساينس وميوزيك فبيدرسوا يعني شوفوا الكمبيوتر والأنظمة بتاعتنا الجميلة كيف خلت الناس تسأل الأسئلة عميقة سؤال زي ليه الموسيقى سمحة ليه الناس بتسمع موسيقى يعني ليه أي زول بيسمع موسيقى الماء بيسمع موسيقى بيسمع حاجة فيها تون فيها فيها نغمة مش كده إذا كان يعني تلاو فيها نغمة ليه ليه الحاجة دي حلوة فالناس بتحاول تستكشفها عبر الكمبيوتر فأسي أنا شايف فيه برضو فيه الالكتريكال انجينيرينج ده أبو بكر الشيخ أبو بكر يا ريتي آخي لو فتحت المايك وريتنا ما هي هنتس الكهرباء دي القبلة بتاعت الأوائل بتاعت الشهادة في الغالب أبو بكر تفضل وشايف برضو في عندنا بيتنا ريم محمد النسبة بتاعت 98 و واحد من عشرة بيولوجي أحياء برضو ده الناس مع منك يا أخوان ممكن تفتح المايك وتتكلموا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا ألف مبروك الله يبارك فيك أخو ريم بيك والله امتحنتي من وين يا ريم مبدين أنا طالب ومتحنا IGCSE ما شاء الله الشهادة تبعك يلا بيحسبوها لنا 98 واحد من عشرة لكن في سودان أخوان يتكلموا 7 مارك وهنا تتحسي بليزي 22 ومتحتي من السودان أم من برر السودان آين هنا ومتحنا من السودان من بيتش في ديكيش ماشا الله عليك ماشا الله إنت السينير بتاعك في الإي جيدي محمد الحاج بتاع الرينيوبل طيب ورين التخصص الدائرة أنا التخصص أن والله ها أقراه it's medicine but كان عندي فكرة أن أعمل double major لكن أحاردني ما توفرت لي في سودان ف كنت دار والله أقراه and at the same time he جمع غريبة شوية لكن كنت دار أخذ medicine و international relations وعلاقات عالمية أعمل ليه عشان الفيوتشر كريير بتاعي يكون شنو عشان الفيوتشر كريير بتاعي يكون شنو يعني في مستقبل تشتغلي في الWHO أمم المتحدة أنا growing up I've always been good at biology يعني هيكون عندي فرصة كبيرة أن أتفوق في المجال الطبي لكن في نفس الوقت دام كان عندي دافعية إنه public speaking ambassador work فقلت مثلا لو قدرت أتوافق بأن أجمع المجالين ممكن أبقى ambassador كدكتور إن شاء الله أوكي ممتاز تكوني زي ناس دكتورة ناهي الطوبية مش كيدا أي ممتاز ممتاز شاء الله ربني يوفقك يا رب أمين بكل أسف ما متوفرة في الجامعات السودانية as far as I know It's only available لو في نفس الكلية مثلا لو كلية أدري داك يدبل مجر in two things within our faculty لكن different faculties you can't Okay Okay إن شاء الله التعليم العالي بتاعنا في يوم اللي يام يتطور ويكون فيه double major ويدي فرصة للناس to pursue their passions أو their يعني multiple passions في حي يسمع multi-potentialized بتعرفيها I can I think I'm a very example I'm a very example for that Okay اللي هو زولة عندو أكتر من passion في الحياة وفي الحياة كان اجزال فيهم كلهم Yeah أنا what made what gave me this idea إن أنا كان 2018 كان في ورشة عالمية في الصين كان في سبعة طلاب هنا ممثلين السودان أنا كنت واحدة منهم في الصين هناك كان للproject حقنا تيشو كولتور هما كانوا there many projects في chemistry في virtual reality في intelligent robots لكن the field that I want to it was تيشو كولتور يلا الشغل الابراتوري وشغل it was basically mostly medical work it really interested me لكن في النهاية إحنا بعد ما قدمنا الفروج حقنا وكلو لازم يبدأ بحث معي في وتجي تقدمه شغل التقديم مع الغوص في الريسرح الطبي والمجار الطبي ده it really captured my attention يعني I want to figure out more and then show the world what I had to do hopefully I'll be able to achieve that one day yeah I'm a very extroverted person ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طبعا الناس اللي بيكون يعني الشخصيات مفتحة بيتكلموا قدام الناس يعني بيكونوا مرتاحين جدا ديل الشخصيات بتاعتهم قول على الاكسترو وكمان الناس اللي بيكونوا دارين يكونوا قاعدين كده في الظلام مبرمجين في ظلمة كده قاعدين الشاشة مضويف ديل ممكن يكونوا الانترو ودي برضو واحدة من السمات بتاعت الشخصية بتاعتك الممكن تساعدك في اختيار التخصص بتاعت المستقبلي لو ما دار تقابل الناس كتار وتتكلم وتجاود يعني الاكسترو ممكن يكونوا زي الأسادزة الأستاذ بيقيف يتكلم في القاعة مع مليون نفر وطلاب تلقاهم في البداية دار يختبروا الأستاذ دمو إلى آخرين فهذه حاجة جميلة جدا جدا والله بدتنا إن شاء الله نتمنى لكي كل الخير ونتابع معاك لو في أي حاجة ممكن نقدم لك ورينة في مجموعة الباحثين السودانيين الناس السينير سلق دامك وخليك مفاصل مع دكتور محمد الحاج تحديدا نقولي محمد أنا والله كت I've been interested in scholarships لأنه يعني I've worked really hard I didn't want to put my efforts to waste تقريبا لكي تقريبا شايف there's a lot of speculation إنو إحنا هنا في سودان ما بنقرأ IGCZ ما بنقرأ أكتر من A-levels وإي S والمواد السنوات التحضرية ما قعد يكون عندنا لأنه إحنا بس بننتهي في year 11 يلا I've heard إنو ما هيكون عندي فرصة كبيرة للتنافس بال-IG حقتي هل بس الموضوع عشان الفرصة إنو تركيا ولا عشان عشان إنتي دارة تركيا لا هي طبعا في النهاية فرص ورغبة يعني أزول لما يكون داري ملوك صراحة ما بيكون داري ملوك بعيد في النهاية لازم الدنيا والبيئة الحواليان ويتأثر عليه في النهاية دولة إسلامية يعني بتلقي إنتا زي كناك even though I'm extroverted لكن برضو ما بيحب أمشي بعيد من الحاوط حقية I thought it was a very good option it's also close by يعني و and there are very يعني الفacilitations حقتهم they're very well funded فأيزو مثلا في النهاية بعد at the end of my my major at the end of my studies it will be very easy وإن أنا أتصاعد دراسين أوكي عند المجموعة بتاعت منحة تركيا عندك فكرة عنها والله أنا لحد الآن قاعد أقدم بس يعني أي شهدات عندي قاعد أحاول ألم لي ما في بداية المشوار بتاعت التقديم لسه بمنا في البروفايل حقي ما وصلت أساسا لأنا نمشي أفتج الجماعات أوكي طيب لو إنتي أصلا الفرصة المتاحة قدامك هي المنحة التركية يبقى تخش المجموعة دي دي مجموعة تابعة البحثين السودانيين فيها قريبا 30 ألف نفر وفيها ناس خلصوا المنحة التركية وفيها ناس السحاليا في المنحة التركية قاعدين يقروا من أنك تسألهم وفيهم ناس زملانا وأصدقائنا ممكن تسألهم ويوروكي أنا حقود تلك الرابط هنا ده في الشات تمام أحمد أمجد أمجد يتفضل عندك إضافة تفضل يا أمجد يا أستاذ نور الشبكة كويسة نحن ربطنا قطعت نحن يا أخ كويسة كويسة قطعته أستاذ محمد الحاج يتكلم عن الطاغ المجدد شبكة محمد أيها تمام أو طبعا حاجة مضحكة لكن نقول لك برضو أنه محتاجين طاقة مجددة قطع دائرة زال لأنه يعني لو في في الـ واحد يعني كان عنده اللي هو التخصصه عنده كان زي يعني تخصص ثاني بقر عنه لكن ما بقر عنه في الكلية يعني مثلا أن أنت تخصص مثلاً الزوال الخشية الكلية بتاع الطيب لكن برضو في نفس الوقت كان قاعد يحضر يوتيوب بقرأ عن التخصص مثلاً بتاع computer science مثلاً هل هل في ناس هنا يحكوا لنا عن التجربة؟ أنا التخصصي هندسة حاسب وعملت المايستير والدكتور في computer science لكن بقرأ في علم النفسي كتير بقرأ كتير أخذت كورسات كتيرة جداً بتاع علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الطفل وعلم نفس الحيوان يعني زول حاجات كتيرة جداً عارف إنه الكلاب بجاء اكتئاب مثلاً وهو بس ما بقدر يقول لك إنه عنده اكتئاب يعني لكن هاي جميلة جداً زول بحب العلم ده وبدأت تقرأ دكتور وبدأت تقرأ بدأت تقرأ بعد ما انتهيت من التخصص بتاعك ولا أصنع ما إنت بتقرأ في التخصص بتاعك كنت قاعد تقرأ عن هناك برضو والله في حاجات بتعريفة يعني لما انتكبر شوي يعني مثلاً أنا درست في مصر الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا دي مؤسس دابع لجمع الدول العربية معروفة بالأكاديمية البحرية قريت فيها همزة كمبيوتر تمام؟ بعدين قمت دخلت مسابقة يسمى الأولمبياد العربي المعلوماتية وقمت مسلت السودان في الأولمبياد الدولي المعلوماتية مسابقات تعد كمبيوتر ساينس شفتها؟ لما مشيت كوريا استضمت بحاجة اسمها العنصرية أنا في السودان قاعد والبلد نقعد نقوم عليه كيفنا وشايف إنه دي بلدي ومعرف مشيت بلد ثانية فجأة كده استضمت بإنه النازل هموجيني السوصايتين كلهم متجانسين لونهم كله لون واحد الكوريين ما في كوريز مانور يا كيم يا لي يا كدا يا ريو يعني عندهم أسماء محددة في النهاية خمسة ولشكتة أسر كبيرة فعندي زميلي في الجاعة يعني قام قال لي أخي ممكن ألمسك يعني بعايل لي في يدي كدا قال لي ممكن ألمسك قلت أخي المسني يعني جام حبش جلدي كدا قال لي يا أخي أهو صوفت قلت لا يا أخي صوفت إنتا قال لي لأ الجيشير بتاع سمك فبديت أسأل أطرحة نفسية أسئلة بتاعتينه ليه زولتاني بعيلك بنظرة مختلفة دي ما حاجات نفسية العنصرية والفهم بتاع العناصر والمجتمعات والجروبس وكدا فبديت أجرى عن علم النفسي كثير جدا جدا وعرفت إنه دي من العلوم المهمة جدا إنه الناس لو ما أوير بيها يجروها يعني لو ما تخصصتها حقه تقرأ وتكون عارف لأنه النفس دي فيها حياة كثيرة والنفس دي الله سبحانه وتعالى أقسم بها يعني ونفس وما سواها فدي حاجة ما سهلة شفت كيف وللي الذي قعد أقرأ في علم النفس ومواصل وكل يوم وبتاع ومؤخرا بي تقرأ عن الاقتصاد عندنا مجموعة فرعية في الباحثين السودانيين اسمها المنتدى الاقتصادي المنتدى الاقتصادي فيه ناس يعني مدراء بنوك ومدراء شركات وناس شغالين في البنوك المركزية وناس سهزة الجامعات في الاقتصاد نقول ببروفيسور الصادق وبروفيسور علام النور وكده فالاقتصاد دي نحن عنده نازمة اقتصادية في السودان الكهرب تقطع والبنزين ما فيه والعيش ما جوتا فنحن ناس أصلا المجال بتاعنا ما اقتصاد لكن أسهي في مشكلة اقتصادية فلازم نفهم المشكلة دي شنو شنو التضخم وسعر الصرف وتدهور العملة وليه المفروض نعيد نطبع العمرة مرة الكلام دي بقينا دالي نفهمه قمت لقيت ليك انه فيه تقاطع ما بين علم النفس والاقتصاد اسمه علم الاقتصاد السلوكي بهيفيراليكونوميكس فيه مناس واخدين جهازة نوبل ليه ان احنا بنشتري المنتج ده وليه ما بنشتري ده ولو استصمم ليك حملة بتاع التسويق كيف تصممه وكيف ان احنا بندفع قروش كثيرة في حاجات ما عندها خيمة وفي ناس طلعوا كتب ظريفة يعني في واحد فيه جائزة اسمها جائزة نوبل للسخرية اسمها اي جي نوبل اي جي فدي بتاخده فيه بحث البحث ده يعني لو فوسه بالجائزة البحث بتاعك يكون مضحك يعني تقول كلام يضحك الناس لكن بعد ما يضحك الناس خليهم يفكروا شفت كيف ففي واحد بتاع اقتصاد سلوكي ياخد الجائزة دي والبحث بتاعه كان كالتالي بيقول انه الادوية المخشوشة السعير غالي بتساعدك على الشفاء اكتر من الادوية المخشوشة السعير الرخيص كلام مضحك يا ادوية مخشوشة يعني لكن الغالية بتساعدك انك تشفى اكتر من الرخيصة بعد ما تضحك بتقوم تفكر في انو الكلام ده ليه فبتاع تعرف كثير عن المخشوشة كيف تسعر حاجة لو عندك منتج عاسة تسعره طياد له لو سمع بعله السعر يا دكتور طياد له لو سمع بعله السعر أي نعم طبعا عندها برضو يعني أنا الصيدلة طبعا من الحياة اللي برضو بتكيف لها أنا من الحياة اللي بتخليني يعني أفكر كتير لو عندك صداع كيف تبلع لك حبة وبعدين الحبة دي لما تبلع تقوم تمشي لحتة محددة وتقول الحتة دي يخزكتي خلاص الألم يقوم يجيف دي حاجة صراحة يعني ساحرة يعني يعني كيف تشوف العلم ده كيف جميل إنه الحبة تمشي للحتة بتاعات المحددة فأنا نفسي يكون في بعض الصياب له هنا يكون معانا ناسا في المجالات الطبية عشان برضو يورروننا مجالاتهم دي وشنو الفئة لحياة الجميلة بس عندي إضافة دكتور نسيت أقوله بس حية بسيطة أنا طبعا تتذكر الدورة التدريبية اللي عملنا للموجهين نعم فإحنا قلنا أنتكلمتوا معاهم بعد الدورة التدريبية بإحنا قلنا لهم دارين ياخ الموجهين دي يكون عندهم يعملوا كهرير إدفايس للناس يكون بعد تهني امتحانات طوارب التالتة أو أسناء تانية لتالتة شأن يخش علمي يخش أدبي ممكن يزول يكون شاطر لكن يحسن لي أدبي من علمي فقلت لهم يا ريتخ لو قدرنا نعمل إن شاء الله كورسات عملتها هنا يعني نتغبل الفكرة بجينا نشرح من تانية لتالتة يكون في يعني بوينت هنا يكون في زي كورس كده كيف تختار التخصص بتاعك علمي أو الأدبي أحياء أو هندسة أو حاسوب أو تنون ذات الخصص شنو فكانت تتكلمتها مع الموجهين فكانت النغاش ده وصل أما انتصرنا بين أسمنا الوزارة في تتبقى النغاش أنه الحتة دي مهمة شديدة فهم صراحة ما تنخطين لا بالهم فإن شاء الله غايته بعد ما طرقنا الحديد الكلام اللي بتتكلم عنه أحمد داود يخونا فيه مبادرة جديدة اسمها جوجل فور ديكيتر سودان وانحنا فريق متطوع بينحاول ندرب الأسازة بتاعنا السودان كله على الأدوات التعليم الإلكتروني التابعة لجوجل فأسي هما بدوا انتوهم المجموعة الأولى دكتور شايناز عبد الرحمن ومعاوض باش مهندس أحمد في السودان وكان أول مجموعة دربوهم هم الموجهين بتاعهم الثانوية في محلية انبدة في الخرطوم فأسي هو بتكلم يعني بيحكي في الحكاية دي وانه الموجهين عندهم دور في الحتة دي وإن شاء الله يعني تصل لنتيجة ما عبد الرحيم عندك حاجة تريد تضيفها والله لو سمحت لاي الحتة تحت التخصص انك انت بتكون بتقرأ في يعني بتدرس في مجاله وعندك حاجة تتانية بتمشي كلا دي عبداله تهبش فيها يعني الشغط دي أنا كان يعني مجزة معنا الحاجة دي ولكن هاتكلم عن عن اللي تلقى عدد عمله أسلي يعني برحمة الدكتور أنا حاليا بعمل الدكتورة هنا في مجال اللي هو في الإيرت سينس تحديدا في مجال السويل والسويل عند علاقة بالوست مانيجمينت اللي بدفنوا فيها النفايات النووية وكده لكن في نفس الوقت دايما لما أي راجع بحاول دايما باستكشف حاجة اسمها الـ Data Science اللي هي يعني في أكد أنا لقيت نفسي يعني 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 ما عارف أو أصفه أقول شنو أكد أنت طبعا فاهم ما نقولين بالمواد بتاع Data Science أيوة نعم الخواصف بتاعة المواد والبتاع وإنه الكمبيوتر بقدر إجراء إجراء ويخزن ويطلع لك بيانات و أيوة بالضبط كفا أكتر من الإنسان بكتير أكتر من الإنسان بكتير واللي هو يعني هاو إنك أنت تستخدم الكمبيوتر بإنه أنت تمنج الـ Data وعشان في النهاية تصل لـ Points سيقدر تعمل منا Decision اللي هي في النهاية أنت هاو تو يعني إنك كنت تستخدم الـ Data فدي يعني دي حاجة حاليا أنا بجانب التخصص بتاعي اللي بعمل في كل ريسيرش حاليا اتجهت لأتجه إنه أنا أستوعب الـ Data Science وأهمية الـ Data Science في الحياة العام مرتاعتنا واللي هي يعني حسب الـ Classification في الـ United States أو الـ Ranking بتاع اللي هي دي من الطب يعني هي number one طبعا الكلام ده في أمريكا number one الـ Data Scientist هم بيأخذوا أعلى مرتبات وكذلك هنا في يوروب وكل الشركات حاليا في العالم بيتميل لأنه لازم يكون عندها Data Scientist اللي هو زول المتخصص في إنه يعني تريد behind the Data عشان ما يقدروا عشان ما يساعد الشركة بينا تعمل position كويس كذلك الجامعات برضو عندها الناس بالشغل في Data Scientist اللي هي في النهاية لشان ما تجي تحاول كيف تسوق التخلصات بتاعاتها المجالات بتاعاتها وده أعتقد أنه نحن في السودان برضو محتاجين للحالي مشكل الـ Data بتاعاتنا برضو يعني محتاجين حقو نحن الحاجات اللي هي من ضمن نغاش نحاول نوري الناس شنو الحاجات الممكن يعني هي ما موجودة في السودان لكن إذا فتش وليمينح ممكن يعني يمشوا عليها يعني مثلا زي الـ Data بتلقاه من الـ Hot Topics حاليا لكل الناس تحاول التمشي وإسا حاليا بدت الحاجة دي يعني نزلوها في مستوى بيكلاريوس كل يعني معظم الجامعات حاليا تقريبا لحد سنة الفعدة بتأخذ من مستوى الدكتورات نزلو للمنصر شوية السنة دي والسنة جاية بدوا في برنامج البكاريوس تحديدا في كندا فعليت النص بلو تنتبه في تخصصات أنت ممكن يعني ممكن زول وهي الـ Data Science تحديدا يعني غلم ممكن أي زول يخش له أو ممكن أي زول يحاول يقراه ويدرس من أي خط لأنه في النهاية هو يعتمد على التكتور أو على التكتور التكتور بدأت الزول نفسه فدي من الحيات المهمة جدا ولأن أي حاجة مرتبطة بالData وأي غرار الزول يتخذ مرتبط ببيانات فليجب نفسي بحاول أقرح الحاجة دي ودار أحاول أتعلم فيها فهو لو شغال في حاجتين متوازيات لازم تكون ما عليك للمصرح والثياس شوية لازم تكون بيروقراط المعنى أنه أنا حاليا بدرس في تخصص معين عشان ما أأخذ الدكتور ما مفترض التخصص الثاني الجانب يأخذ من زمني بصورة مخلة تأثر على التقدم بتاعي في المجال الأساسي بتاعي لازم أكون أنا توفيل في بالجانب فعشان الناس بعدين ما يحصل لتخضط بين الشغل بين الحواية بتاعاته أو الحاجة التانية والشي الأساسي هو ما الشي فلازم يكون تكون أنت عندك نوع من التجلوكراسي حتى أن تقدر بنهاية تجد الحدف الأساسي بتاعك يعني بجانب الثقافة العام في المياه التي تجد بجانب قدرت تعبول في المجال في الحتة طبعا أي زون فيكم سيأخش أي مجال إذا كان طاقة شمسية أو إذا كان طيب أو غيره وهجيونا الراجعين لأنه العلم جاء عشان يقعد بتعرف في المشاريع البحسية على مستوى العالم يعني أكبر مشروع تم تمويله هو المشروع بتاع إنه الإنسان يخد رجله في الفضاء يعني نيل أرم سرونغ ده لما خدت رجله في القمر كده في الغناية وصور عالم أمريكا ده كان أمريكا صرفت قروش أصلا ما طبيعية ثاني أكبر مشروع الدعم هو الإنترنت والإنترنت دي جاد عشان تقعد وتشوفتوا براكم كيف العالم تغير بتاع في الإنترنت والعلم بتاعة الحاسوب والإلكترونيات والكهرباء وكذا أكبر علم أثبت إنه والله قاعد في كل المجالات هي البيانات لأنه الخوارزميات والإحصاء والزكاء الاصطناعي وتعلم كل الكلام يعتمد على البيانات فأي زول بيقى في مجاله علم البيانات بيساعده أو علوم البيانات بتساعده في أنه يفهم مجاله ذاته بصورة أفضل أي زول فعلوم البيانات الديتا ساينس واحدة من الحتات الممتازة جدا وفيها فعلا سالاريس عالية يعني ليه لأن أخوان نحن نولد بيانات قاعد نولد بيانات نحن دخلنا الفيسبوك في بيانات طلعت بنقول على الاتار الرقمية بتاعتنا عملت وعملت وفي كوكي تسجلت مني والآي بي أدرس بتاعي كل التفاصيل دي كلها بتتلمى كده بيقوم الفيسبوك يفهم إنه والله يا أخي الزول ده بيخش الساعة كده وبخش القروب الفلاني بيدعمل مع الحاجة الفلانية نخد للي إعلان وين نخد له في الحتة الفلانية لو في حاجة عند اي انترست بيقوم يخترح لك يا أخي هرايك تصاحب الزول ده هرايك تخش القروب ده هرايك تعمل لايك في الصفحة دي إلى آخر الفيسبوك يا أخوان لأي مستخدم بيخش بعرف عنك 54,000 نقطة بتاعة بيانات 54,000 54,000 دي أنا أراهنك لأمك لأبوك لأختك لأخوك ولا مرتك ولا لأي زول بيكون عارف عنك 54,000 ولا نفسك دكتور هيت زاتك طبعا بتكون ما عارف إنك بتحب الحاجة دي شفتوا كيف الآيفون لما يدعم ستيف جوب الناس قال لي يا أخي من لحي يشيل لك تلفون زكي ويدفع لي ألف دولار ويتطلع في البداية قال لهم الناس ما عارفين هم دائرين شفتوا كيف لأنه كانت ثورة قبل كانت نوكيا ومعارف شنو فجأة جاب الآيفون وعمل تحول كامل في العالم النازل بيدوك حاجة إنت احتمال تكون دائرة يتزاعدك فدي علوم البيانات وعلوم العلوم بصورة عامة بتديكم فرصة في مجالاتكم التانية إنكم تحسنوا الهداة بتاعكم تمام السؤال بتاع شنو الأكتر حاجات فيها قروش المجالات الطبية يعني مثلا داس في الموقع بتاع US News وUS News دا واحدة من الرانكين يعني بوري الجامعات أفضل جامعات ياتوا واحدة وبتاع يعني من الاندكس الساعة الجامعات فعندهم اندكس لأنه أفضل أفضل رواتب دا ديلا خصية التخدير ناس التخدير الجراحين بالكلام دا في أمريكا طبعا لكن ممكن يعني منه تعرف تلحاص شنو تمام بعدين ناس النساء والولادة ناس الجراحين بتاعون الأسنان وإلى آخره دي كل مجالات طبية ديلا السايكاتريست اللي هم ناس العلم النفس والطبيب برضو وطبيب أطفال شوف لحد نبر عشرة متكلم على نيرس خوان المجال برضو مجال ممتاز جدا جدا شفتوا كيف نيرس 11 أو 12 دا في أمريكا في أمريكا اللي هو المهندسين بتاعهم البترول وذي هنا دا يعني لاحظوا هنا دا في الطبيب بتاع الأسنان دارين إنك تكون عندك دكتورة دكتورة تمام لما جيت لمهندس البترول قال لك بكاليريوس بس وذي المرتب هنا بتاعه مرتب بالسنة الإيتي مانجر بس بي بكاليريوس لاحظتوا يعني ما بالضرورة تعمل دكتورة في الإيتي لكن لو بقيت الإيتي مانجر بتاخد لك 14000 دولار في السنة وإلى آخره الماركتين الفاينانس المحامة إلى آخره الناس المبيعات الصيادلة فده موقع ممكن الناس رجع لي وتشوف كان حاجة في تريك كانت تشارك برضو مع الطلاب والطالبات اللي امتح من الشهادة في طبعا مواقع بتقدر تعرف عن نفسك أكتر يعني انت شنون الماجر البنفع معاك في الجامعة ممكن تمشي تشوف يسألوك يا ختة بتحب مثلا تشتغل في تقعد إلى آخره في أسئلة كده ودكتور رئاسيين تشارك معنا الرابط بتاعنا هاخدته لكم هنا الموقع بتاع personality test عشان تختار منه التخصص بتاعك تمام اسمه the type finder personality test فهين ده بتقدر تعرف تخوت والله يا الحل السؤال ده أنا ده محايد فيه لالكلام ده صحيبي مسني لما مسني لآخر في النهاية تطلع لك نتيجة والنتيجة دي بتوريك النوعية بتاع الشخصية بتاعتك والمجالات اللي بتنفع معك خليك صادق في الإجابات أعمل التست أكتر من مرة عشان تتأكد انه فعلا الكلام ده يعني يوصلك لكن في تريك تاني برضو صريف عشان أنا أقدر أعرف نفسي والحاجة الممكن أنا نفع فيها أشوف لو أنا دار أشتغل في الطيب مثلا الطيب أفضل جامعة والأفضل مستشفى بتاع الطيب في العالم هو مستشفى جونس هوبكنز في أمريكا أقوم أمشي هناك أختار لي أي زول من الإصطاف الشغالين فيه وأشوف القراية بتاعت القراية في الجامعة القراها تمام أشوف هل الدرجات بتاعتي ننصل هنا طيب أنا دار أخوش مجال IT ولا computer science نفسي إن والله أنا أشتغل في جوجل ولا في فيسبوك أقوم أمشي الصفحة بتاعت الوظائف بتاعت جوجل ولا فيسبوك أشوف الوظائف المطروحة أختار لي وظيفة منها أشوف طالبين شنو والله يدار ينزل مبرمج بلغة بايثون ويكون عنده معرف شنو ويقدر يحل المشاكل والبتاع عندهم اختبار للوظيفة دي في اختبارات أونلاين يعني اختبار بيقول على information interview أو يعني interview أونلاين ما بتلاقي فيه زول أسئلة بتجاوبة أقوم أخوش جو أعمل الاختبار ده شوف هل بقدر عليه ألا ألا بقدر عليه دي حاجات كثيرة يا إما بتوريك التماء بإنفع معك شنو يا إما بتوريك بإنفع معك شنو دي خطوات ممكن الناس يستخدم عشان تعرف أكتر مهم جدا طيب فيه أي سؤال هنا ده تخصوات وكساب الهندس الكهربائية ميادة عادل ميادة ممكن تفتح الماء تتكلمي ميادة ورين امتحنتي من وين ويبتي كمو هدا الصوت عندك ما شغال دوسي دوسي العلام تعد الصوت الشباب وشابات غير الباشن ترسي what is your passion ده أمين العمرابي إخوان برضو في عندنا محاضرة برضو مهمة عن إنك تلقي شغف كيف دي مهمة جدا الناصر جعل لها في مجموعة الباحثين السوداني ممكن ترجع لها برضو مهمة جدا التخصصات تعت الكهرباء البعريف أنا في خرطوم مثلا هي ثلاثة اللي الباور والكنترول والتالتة شنو باور كنترول شنو الاتصالات وبرمجيات الكمنيكيشن وهندسة البرمجيات لا هيدا لا كيسم الكهرباء لا كيسم الكهرباء هاي في خرطوم هاي في خرطوم لا ما بس كلا عن جاعة الخرطوم بس كلا عن عامة 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 بس بس باور تحكم عامة باور كنترول بس آي السلام عليكم عليكم السلام ميادة اللي امتحنت هندسية من مدرسة اسماع عبد الرحيم النموذيجية و جبت 96-91 ما شاء الله ما شاء الله ألف مبروك الله يبارك كلو ناس عندهم نسبتهم وزمنهم ألف مبروك يا ميادة اللي امتحنت هندسية ايوه هندسية اوكي مرسا وعندي رغبة في تخصص الهندسة الكهربائية لكن عايز عارف معلومات كتر عن تخصص وعندي كنت تقولي شو أصلا جاءت الرغبة من وين لو انتي اه والله زمان كان في المدرسة عندنا يعني بدون خلفية عن الإلكترونيات وعن الحاسوب وعن الحاجات دي فلقيت انه أفضل التخصص هناسي معاي هو الهندسة الكهربائية من الهندسات يعني اوكي رغبة لكن بس طبعا اختلفت حسا التخصصات اختلفت والقراء في الكليات اختلفت من زمان وبس كنت ذالعرف يعني اوكي طبعا بكل أسف أنا ما مهندس كهربائي وما شايف لي زولتان مهندس كهربائي هنا لكن عندنا زملان كتار جدا وحتى من أوائل الشهادة واعتقد النوم من أسماء عبد الرحيم في ذاته في ناس دخلوا كهرباء الخرطوم وأنا بعرف واحد منهم يعني ما من أسماء عبد الرحيم من مدرسة لكن دخل هندس الكهرباء وتخرج من من كنترول وتخرج بفيرس وعدك حول بقى مهندس برمجيات السحالي انه زول ده مهندس برمجيات أنا بعرف كويس ف ما موجود معانا بكل أسف في الجلسة السحالي أنا هندسة كهرباء أنت قريبت هندسة كهرباء أي يعني حسنا وري ميادة طبعا هنا في السودان لو أنت تحتاج في السودان على جامعة الخرطوم في تفريغ عن جامعة السودان أو جامعة الجزيرة أي جامعة عندها سystem مختلف تهندسة الكهرباء جامعة جامعة السودان لديها هندسة الكهرباء بس هندسة الكهرباء فيها خصوصية وهي باور يتحكم ومفصولة منها في المجال قسم منفصل في جماعة السودان في الجنوبية أما جماعة الخرطوم عندها هنزة كهرباء 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 جواها الفيلد بتقري هنزة كهرباء وبعد ذلك من الرابعة بتتخصصي بعد ذلك انت عاوزة تحرينهم عن تصالات داخلية تحكم باور والفرق بين الباور والتحكم الباور طبعا دائما هو الشغل يعني الشغل بتاع التركيب اللي يعتمد على المولدات والأشياء زي دي التحكم هي فيه الإسكادة وفيه يعني التحكم قرفة التحكم كيف توزع فيه شغل كثير جدا بتاع الزكاة الاصطناعية برضو ممكن وفيه جزء بتاع تحكم أنه من عن طريق البرنامج يسمى إسكادة تقدر يتحكم مثلا تحكم في الباور تمشي كيف يعني عبارة عن فرقم بس كورصات بسيطة جدا وممكن في جاعة الخرطوم فقط تتخصصي من هندسة كهرباء التخصص هندسة برمجيات نظم كترونية اي فيلا بعد ذلك هندسة برمجيات نظم الكترونية دي تختلف هندسة برمجيات أنه عنده علاقة بالميكا التروني يعني أنت تقري برمجة وتقري حياة تهربة يعني أنه في زي ما قالت التورة أنور أنه الآن العلم كله ماشي على البيانات فهندس كهرباء كانوا في فرق بياناتهم ويقلوا أنه فيه بعد بينه وبين البرمجة فقاموا جابوا مجال مختلط يسمون هندسة برمجيات نظم كترونية يعني بيقرأ أربع سنين هندسة كهرباء وفي السنة الخمسة بيقرأ حياتي على برمجة لنقدر إربط بين المجالين لكن طبعا لو أنت عاوز تقري برسودان الكلام ده بختلف تماما أنه برسودان عندهم تخصصات أكتر مننا عندهم مثل ميكا كترونيك جمعة السودان طبعا عندهم ماجستير بتاع ميكا كترونيك ما عندهم لا في البكاروس برسودان عندهم تخصصات أكتر أسي في الفيسبوك في باش مهندس أمين أمين العمرابي وقال ممكن أن يجاوب علي سؤال في الكهرباء هو في الكهرباء لكن ذكر نقطة مهمة جدا لازم أذكرها لك لكنه في منح دراسية في هولندا ل أيوة أيوة لدراسة الكهرباء فممكن تقدمي فيها وقال إنه الزول يفتش أنا سيعمل لك شير هنا لسكرين عشان تشوفي الجلسة بتاعتنا وهو هنا ده أمين عمرابي شايف قال ليك جوجل بليس جوجل استادي في النيدرلاند سكولرشيب فديب تظل إليك المنحة ورسلت له في زوم عشان يجينا داخل ما عارف اللي سووا أنا طبعا طبعا برضو مهندسة كهرباء طيب يا محمد محمد ينته برضو مهندسة كهربائي صح؟ محمد كوراي محمد كوري محمد 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 كنت دفعة سوء ودخلنا كنت دفعة كنت دفعة أليس ومشاء الله يعني عنده انترس كبير في البرمجيات حتى في مجال برمية لأنه ذاتي كان عندي سيم انترس للبرمجيات فكان كنت أعرف في المجال طيب كويس بعد شوية قمت تحكي لينا برضو عن الاسم إنو أنا مستني أمين إيجي داخل قل دائر خمسة دقائق ويجي داخل الزوم على أساس إنو يحكي عن الكهرباء لكن مين وايل خليكي معانا ما هي هذا وكلين إدت عن الهندس الزراعية دي هندس الزراعية دي قبلوني فيها لكن ما دخلتها والله عبا شوان طبعا خسرت خسرت يعني دكتور كبير والله لا هندس حقا دكتور ولا أي شيء غيرتوا كلها بس يقولوا تمداقشاتهم جازفت طيب قسم الهندس الزراعية طبعا فيه ناس كتيرين بيكونوا معارفينه قسم يعني أو ما معروف نوعا ما لأنه فيه يعني اختلاط أو الناس أغلبا يعني ما مهتمة بالمجال طيب قسم الهندس الزراعية بادي بدفت عن الخطوم سنة 1973 يعني هو نوعا ماه قديم فاتأسس لأنه هو الأول الكوادر بتاع أنه كانوا عايزين مهندس مختصين في مجال الآليات الثقيلة الآليات الترككات والآليات اللي بتشتغل بنظام الحيدروليك والآليات اللي عندها قدرة كبيرة والأنظمة اللي هي الأنظمة الزكير بتستعمل في مجال الزراع عشان انك انت تقدر تزيد بيها الانتاج بطروق هندسية حديثة فوالله قسم سمح بيدمع ما بين البيولوجي والكيميا والفيزياء فيه علوم كثيرة ويعني فيه النولوج فيه سمح والله أو بتقدملك نولوج كويس لكن مش لكن هو المجال المجال الهندسة الزراعية يعني ما مشهور هنا في السودان لأنه أساساً بدأ في جامعة آيوة سنة 1903 في أمريكا يعني أمريكا هي الوحيد الدولة الوحيدة المستحوزة على المجال بكميات كبيرة لأن أمريكا هي دولة الزراعية كل الآليات الثقيلة مشتارة في أمريكا طبعا ومتصمع في أمريكا أو اليابان فما في دولة بتناخص معها أو ما في دولة مثلاً كده وهم بعيدين في المجال فهما يعني أساساً أمريكا دايماً بتصنع مثلاً آليات زي جون دير الآليات بعد كيس كلها بتصمم في أمريكا وتصمع في الهند فهم بنسبة تقريباً 90% أو 80% مستحوذين على المجال داي ممكن يعني أكتر حاجة دين لكن إنه والله المجال مستحوذ علىه من قبل آخرون مستحوذ علىه لكن بش مهندس طبعاً المجال ده يعني هو لأن أمريكا دولة الزراعية شغال مهندس زراعي وين بتعمل بيشنو؟ ورينا أنا اشتغلت فترة في مجال الفود بروسسينج أنا اتخصصت الفود بروسسينج اللي هو شغل المصانع اللي هي تابعة المعالجات الغذائية اتخصصت في المجال ده ممتاز جداً ممتاز جداً شايف أمين برضو جانا داخل أمين بجمعين إزايك حبابك السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله أخينا من الدوحة طوالي لهولندا أي حالي أنا في هولندا ليس أربع سنين ما شاء الله ما شاء الله طيب السلام عليكم أخوكم أمين عمرابي مقيم في الدوحة أو كنتم مقيم في الدوحة درست دبلوم هندسة كهرباء في الدوحة قطر وبعدما اتخرجت اشتغلت كان زي سنة وحوالي 2017 جيت هولندا جيت هولندا لأنه كان قدمت لي شهادة البكريريوس أنا صاعد بكريريوس فالحمد لله أدوني منحة مالية 50% بتغريبة النبلغ كان زي 5000 يورو للسنة الوحدة سنتين تصعيد ويعني السبب كان ما عشان عشان إنت متهيد ولا لا كان السبب عشان إنو إنت جوازك سوداني فيعني حتى كان اتخلعت هنا أخيرا جوازنا طلع منه فايدة فأم هو يليشًّنو believing المرغبة السامحة هنا فعلًا يعني بيهتموا بالدول النامية فستلمت المنحة وبعد بعد وكنت خريقت لك sele extensions مطلق الوحدة وبعد طوالي الواحد ứ الليل سيطلnormal Wir than most efficient كالمرتي وهل revealing هل certain هل أخيرا شغل كالمرتي بقية بيعمل هل عمياذة سؤالة إنو تستغي شنان كهربا دي شنو اكسامة شنو كده ممتاز جدا أنا متخصص في الـ Power Automation أوكي Power Control Automation باسيكلي إحنا we're focusing on الـ Control Systems يعني الـ Control Systems بتاع الـ Power Automation اللي هو بيكون معظم شغلك على الـ PLCs بحاجة هي حتتقراها و حتتخصص فيها الـ PLCs اللي هي Programmable Logic Controllers تمام؟ عبارة عن كمبيوتر عامة كمبيوتر بتحكم بالـ Programming لغة الـ Programming بتحكم في المصانع فـ In Advanced Level بعد شوية شوية يعني لما تمشي لي قدام هتكتشفين إنو انتي طيب أنا ممكن الحاجة دي أتحكم المصنع ذا نوكي أتحكم فيه وريموت لي مثلا حاليا جزء من شغلنا أنا متخصص فيه قسم السيرفيس في الشركة حقنا في الـ Food Processing طبعا بسبب الكربرة ما من قدر نمشي ما من قدر نمشي للمصنع فبقى شغلنا كله ريموت لي بنخش ريموت لي على المصنع بنتحكم في الـ PLCs زي ما قلت لك الـ PLCs هل متحكم في المصالح هل بتتحكم في الـ Convair Belt هل بتتحكم في الـ Logistics في أي شيء من A إلى Z فإذا حاب التخصص بتاع الـ Automation أنا بنصح به جدا جدا هو تخصص ممتاز اللي هو له علاقة بالـ Controlling وله علاقة كمان يعني ده الـ Main تخصص الحاجات الجانبية له كمان الـ Networking لأنه المصنع كمان عشان تتواصل إنتي بالمصنع في الـ Networking حاصل عشان المصنع ذاته مكون من Convair Belt الـ Convair Belt الـ Convair Belt هل هي منها مين وفي منها زي ما قلوه Master و Slaves المaster و Slaves لازم يكون في بيناتهم communication فكمان فيه communication خاشة في الموضوع فتخصص جدا جدا كبير يعني فيها اتصالات وفيها شبكات فان اتصالات وفيها شبكات لكن شنو ماينر يعني هي ما تخصصك في النهاية قلت لي بس كل اللي عليكي حاجة Enabler حاجة مساعدة حاجة مساعدة بالضبط لأنها عندها ناسا لكن في نفس الوقت قلت لازم تعرفيها لأنه حد فيلك شديد في الـ في الاسم وشنو في الـ في الـ Service اللي بتقدميه للمصنع في Internet طبعا فجدا جدا جدا منصح بالـ Power Automation يعني بتركزي فيها و It's really really interesting فإذا عندي كايسرة طوالي قدام الموضوع الأساسي اللي أنا جاي عشان الحلقة هنا في Zoom إنه هولندا أنا خطيت اللينك في الـ Chat بتقدم منح زي ما قلت عليكم أنا جاي من الـ واحدة من المنح ديل هتلاكوا كمان في بعض المنح بتقدم زي 5000 يورو فـ Give it a try أبدو حياتكم حياة جديدة تعالوا يعني تعلموا لغة جديدة يعني You never know المستقبل داستي لكم شنو وين يعطي واحدة في الـ Scholarships زي لتفيقي أمي It depends يلا أنا طبعا شان كلام ده كان في 2017 If you go to Holland Scholarships بسمها شنو تمام يلا الحاجة السمحة إنه الجامعات أول الحياة طبعا جامعات عالمية جامعات أمستردام جامعات أينت هوفين دلت كلها جامعات في عندي الطب العالمية الدراسة بالإنجليزي طبعا إلا إذا حابب تقرأ بالهولندي يضو موضوع ثاني الحاجة الثانية إنه أوتوماتيكلي حتى زي ما ما قدمت دي معظم الجامعات ما يعني ما ما بضمار لك مليون في المية أوتوماتيكلي بقولوا لك أوت عشان جوازك سوداني أوكي خلاصة حنديك الملح الفلانية أوت عشان كده 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 حنديك الحاجة الفلانية يعني الناس بالجدة بيشوفوا ذكرتني النقطة بتاعت الراجل القال وصى أولاده قالوا أولادين لو مت كفينوني بعلم السودان قال أيوه فقالوا ليه وليه قالوا عشان الملايكة تعرف إنه أنا جاي من السودان بالسودان بس نفس شي هي نقطة طبعا بلدنا أحسن من كده كثير إن شاء الله مستغلتا يكون أفضل يعني بي اللهم أمين لا دي كمان بترجعني لنقطة كمان مهمة يعني بعد التعليم المناسب والخبرة المناسبة إذا حابت طبعا مثلا زي حالتي أو إذا حابت باقي إخوان إنك تستقر في هولندا أوكي مرحبا بك زحابي بترجع طبعا و دي كمان حاجة مهمة إنه لازم في النهاية الواحد يرجع ويبني بلده يعني أحاول نبنيه يكون عندك خبرة حقيقية بالضبط أي خبرة حقيقية دي الحاجة السامحة هنا وبعدين بطلع برضو بتطلع على شعوب تانية وثقافات تانية ولغات تانية فح كوريا في حيات كثيرة ما كنت بعريفة ولا بتدعي إنها بعريفة الغربة بتوريك يعني حيات كثيرة وبتعلم وتصغل شخصيتك وكده يعني صح 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 غير إنه بتعلمك بتغير من شخصيتك يعني بتوريك شخصيتك الحقيقية بالضبط بالضبط وبتوريك كيف تتعامل مع الناس بالطريقة المناسبة يعني لأنه إنت حتقابل بتجد حتقابل ناس يعني ما نكون بس إيجابيين حتقابل ناس عنصريين حتقابل ناس شكت ديار علم شكت ديار علم ده مثلا شك شنو؟ شكت ديار علم بالضبط أيوه صح 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 فبتجد ذاتهم يعني غير كده كمان الشركات هنا بتحاول تساعد المتنمي فيك بتديك وقت إنك تعمل الماجستير لو عايز تعمل الماجستير تعمل شهادات زيادة مهما كان التخصص بتاعك شنو يعني شكت دي كمان حاجة جدا مناسبة نرجع لموضوع الـ Power Automation هاي زي ما قلت لك من صح به شديد فأنا يعني يهو أول أول ما اتخرجت الحمد لله الواحد يعني اللي قلت لك شغل بالتخصص ذاته والد تخصص جدا واسع مجالاته كتيرة شديد غير الـ Food Processing عندك عندك مثلا المجالات بتاعت الـ اسمه شنو الـ Automative ناس العربات يعني غير العربات في تانية تخصصات بتاعت زي ما قال أخونا في الزراعة يعني خصوصا الصناعة كمان يعني في شركات كتيرة بتكون شنو محتاجة لتتخصص على الـ Automation يعني فده ده أنا غايته بنصح به وده طبعا ما عدم تقليل من الـ Telecommunication والNetworking بذاتة الخصوصات جدا مطلوبة يعني شغالين ما بتتم إلا لما نجيب المتخصص بتاع الشبكات يكون متأكد إنه في تواصل بين الـ Computer الـ PLC اللي هو بتاع الـ Automation تمام والـ Convair الحزام الفلاني اديك مثلا مثلا في مطار الخطوم مطار الخطوم الحزام بتاع الشنو تمام مهندس الـ Automation اللي هو أنا واجبي إن يتحكم فيه أشغله لكن أنا ما ممكن أشغله إلا بمهندس الشبكات يكون متأكد إنه في الشبكة واصلة أنا وظيفتي أتأكد الكهربا واصلة التحكم البندرة يتحكم فيه كده تماما أوكي تخصص الشبكات ده ما تخصصي لكن يستحسن يكون عندك شنوك مجال في الشبكات في الحاجة دي في الـ Telecommunication ببضل فحاجة جدا مهمة ممتاز مياذة عندك تقول داني شكرا يا سيد ممتاز 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 والعلوم السياسية والعلاقات الدولية دي كل هذا هو الترجمة دي تخصصات ممتازة جدا جدا يعني واحدة من الحاجات الكويسين فيها السودانيين لكن ما بيقروها بيشتغلوها لكن ما بيقروها الترجمة الترجمة دي مجال إنترقونيريال ممكن الزول يشتغل براوي صالح ويعمل المكتب بتاع الترجمة ولا يشتغل في الأمم المتحدة بذكر كان فيه أشهر مترجم في الأمم المتحدة كان ماخ جايزة ورشن سوداني كل السفارات العربية في الدول الغربية بتلقي فيها سودانيين مترجمين شغالين والمترجمين بيمسل شريحة كبيرة جدا من المقتربين في السعودية وغيرة 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 وفيه ناس في السودان شغالين مترجمين فوريين أنا باعرف منهم زول هو أستاذ تعالوغة فرنسية في مدرسة وفي نفس الوقت مترجم مع بعسات كثيرة وكده الزلد يطلع له ثلاثة أربع عمف دولار في الشهر قاعد فيه السودان زملانه كلهم يعني هاجروا واغتربوا وهو قاعد في السودان أصلاً قال له ما بطلع من هنا شفتوك؟ في مجالات وقد تكون مناسبة يعني أسي المجالات الهندسية المجالات الطبية للظروف الاجتماعية في المدى البعيد أنا بذكر عندنا بروفيسور سعاد صادق بدري سعاد صادق بدري دي بروفيسور في اللحفات وهي بطاقة وبيئة وهي بروفيسور في اللحفات من عائلة بدري المعروفة فبتقول لي أنه يعني في بنات كتار بيخشوا الطب والصيدلة في اللحفات وكده ويتخلجوا بجاي يعرزوا بجاي يخلوا القصة شفتي كيف؟ فالطيب ده ما بقدر يعني يمارسوا في بيتهم لازم تكون يتبموا السشواء في عياذة ولا كده مش كده فبتقول لي داماً بنصحوا بنصحوا يعني أسي من المجالات الناشئة في العالم كله في عالم العمل يعني اللي هو الاوتسورسين التعيد يعني أنك تشغلي ذول الكول سنتر أوضح مثال يعني تخيل الكول سنتر بتاع الشركة الزين ولا سوداتل ولا امتين لما انتظرك بيروت عليك ذول الزول ده وين انتي ما عارفوا يلا الشركات مثلاً زي STC في السعودية زي أريدوا هنا في قطر ولا بودافون دي بعض مرات بتقوم بتشغل ناس في دولة تانية شركات زي فودافون في انجلترا وناس يسمونو ذي الشركة الـ Virgin بتاعت أمريكا بيشغلوا الناس في الهند بدوروا لهم والكول سنتر يعني الكول سنتر بتاع بنك خرطوم ما بتضروري يكون في السودان ممكن يكون في حتة تانية حتة فيها الكهرباء وعمالة رخيصة وكده يلا الحاجة دي زادة تطورت بيك فيشنو في يعني انت ممكن تشغل لك زول السكرتيرة معاك تعمل لك الشغل بتاعك أونلاين ترتب لك الكماعاتك ترد لك على الانتصالات إلى غري ما بتضروري تكون قاعدة من نفس حتتك في حتة تانية هدي حاجات ممكن هزول يشتغلها من بيتهم لو هزول عاين للـ Long term قدام هناك مجالات زي التربية تربية لغة انجليزية تربية رياضيات ممكن هزول يدرس دروس خاصة يدرس بعرف شنوية لآخرية ففي حاجات بتكون مرتبطة بأحلام الشباب هم بعينه أسي بار اختاروا تخصص أسي شايفين شباب أسي لكن هزول عاين اللي قدام هنا بعد خلصة سنة بعد عشرين سنة أنا ممكن يكون وضعي كيف هلان دار أكون مدرس دروس نعم طبعاً هو في أمسرة كثيرة اللي يعني دكتورات ومهندسين ما تعدك بتعتميد يعني ما ممكن من هزة أقول إنه لما نعرس حيكون ما عندي وكيف مثلاً فما حاقدر إلا أخوش تخصص أدبي أو تخصص كده يعني وحسب رغبة الزرق الهمية بتاع الجلستنا ديها ميادة هي بتقطبتها عشان توقع ليك الكلام ده ما نحن أسي ناس بالنسبة لك كان أنا مشينا المستقبل نحن قدامك بالخبرة بنوريك إنه لو إنتي الكارير بتاعك مهم في حياتك ممكن يجي لحظة باللحظات يتنازل عنه للأسرية والكلام دي بالنسبة للرجال والنساء في وقت واحد يعني أسي مثلاً مهندسي البترول دين ناس بيشتغلوا شهر برة وشهر جوا الناس الكباتن بتاعون الطيران والكباتن بتاعون البحر بتاعون البحر تحديداً كبتن بسقلة وقبطان بسقلة باخرة بيطلح 3-4 شهور بعيد من أسرته وما ممكن أسرته يكون طوال قاعدة معاه في الباخرة مش كده الناس دين اللحظة من اللحظات بيتحركوا من مسألة يعني يكونوا هم الكبتن السائقة الطيارة ولا السائقة الباخرة لأنه يبقى مدير يشتغل في إدارة العملية نفسها فالزول دا لو فكر من ورا هناك وكان قيراً مثلاً إدارة عمال ولا إدارة نغل دولي ولوجيستيات سلاسل الإمداد الزول دا كان ممكن يكون مدير لنفس الشركة دي من غير ما يخش في الكارير دا في حاجات ممكن تكون حبي يا ناسي أنا ممكن أنا كان نفسي أقرأ طيران طبعاً ما قرأت طيران لكن هل توليت هل انتهى خلاص الكلام لا 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 في الوقت اللي بيكون عندي قرارة جوامش أقرأ طيران ما هي في النهاية إشنو زي رخصة السواجة بتاعة العربية بتتدرب بتعمل لك ساعات وبتاعة بتاخل شهادة لقيت زول دا رجازي بيركبك طيارة ودي تسوقها لو بيركبك كمان لقيت لك فرصة بتاعة التدريب بساعات وبتزيق الأخرى ففي حاجات ما عندها زمن لكن الزول لازم يكون ثوتفول لازم تفكر بصورة يعني تفكر ملياً في الخطوات اللي هتأخدها عشان العشر سنوات الجاية من حياتك هتكون شكلها كيف لكن دكتور أنا الشيخ بالعشر السنين الجاية دي هي عنده ممكن اكتر من المسار يعني ممكن يكون المسار يختار هذا يكون حتى لو ما عارف المستقبل بتاعه فحسي يعني انت ممكن تختار على حسب الألماط التي تذكرت قبل تجيبت اللينكات بتاعة المواقع الرسلية لهم في شاتنا لانه ذيك بتحكم على الشخصية الزول فممكن انت شخصيتك تكون ميل على المجال الهندسي وتختار مثلا المجال مثلا أدبي وتنجح حتى لو شخصيتك مع لانه ظروفك سمح لك تنجح فأنا شايف انه التفكير المدى البعيدة هو ورضو صعب لهم يعني مهما كان هذه الأهمية يا أحمد أنا عندي أربعة أطفال أكبرهم ادبال عمره 12 سنة لما كان عمرهم سنة وسنتين لو واحد منهم مش على الكهرباء يعني موش الهندس الكهرباء يعني الكهرباء دي دار المسا ولا مش على النار إنت بتمشي بتقول ليه ولا يا ولد بتمعدوا منا ليه؟ لأنك إنت شايف يعني إنت ضقت الكهرباء قبل كده وشوفت ناس ماتوا بالكهرباء ينطفل ما شافه فإنت بالتالي بتحاول تتشارك التجربة بتاعتك وتوري على أساس انه انت في نهاية القرار بتاعك يا ميادة ما في زول في الدنيا هيقدر اقنع ميادة إنها تخش حاجة همات يا نعم ميادة ممكن تاخد قرار بناء على معرفته بالحاجة دي أيها يعني إنا حلمنا فيسنا كناس أكبر منك حلمنا فيسنا لو قولنا ما ملقناك المعلومات هنا في الوقت داخلنا مجلسك لا 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 مجلسك مش كده؟ هذا اللايب مفيد جدا يعني ماذا صرته الله يديك العافية الله يديك العافية يا رب محمد محمد كوري ايه يا دكتور رنور بس أنا كنت دار عقب على نقطة أنت ذكرتها يا دكتور رنور لو كان في نصيحة بالججدة أنا أقولها لميادة إنها هي دائما إذا داخلها في المجال الهندسي عقنا في نوع من المجالات والمجالات الهندسية بدت يعني تضاي خلاص حتى تنتهي أكبر حاجة ظاهرة حاليا اللي هو مجال البترولي مجال البتروليسي حاليا خلاص انتهي العالم كله حتى الشركات الكبيرة ناس شرل ناس توتال هم متوجهين على مجال الرينابلين هم ذاتهم بي ويأخذوا الأصول بتاعت الرئيون والألجاج عشان يبدوا فيها برضو في مجالات يعني مثلا ناسي زي مجال الـ AI أو الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي حاليا شركات زي جوجل وكدا بدت إنها هي تعمل البرمجيات تخليها أوتوماتي يعني أسي مثلا بيقول إنه بعد 30 سنة أو 40 سنة تاني ما فيزل حي كتب كود وما فيزل حي كتب كود بالبيثون وكدا فهي كلها تكون أوتوماتي دعم طريق كمبيوتر فهي في مجالات كثيرة يعني حتسكون داينغ وحيصر بيها يعني حتتتغير فهي لازم تراعي الحاجات دي وإنه هي تخد إنه المجال دمسه مستقبل حيكون كتب أنا ذكرتني كان زمان طبعا الجامعات السودانية كان ساعات محدودة يعني ما بتشير طلاب كتار فكان الطلاب السوداني في مصر وفي الهند أكتر في الجامعات أكتر من الطلاب السوداني في جامعات جوى السودان ذاتهم فالطلاب في مصر دي عندهم حكاوي كتيرة ونكات كتيرة في واحد يتخرج من زراعة في مصر ومشروع التخرج بتاعه والحاجة القراها كان عن دودة نوع من الدود بيصيب القطن طويلة التيلة والمهم قطن الزودة لما يتخرج كان الدودة دين قرضت ذاته من العالم شفت كيف؟ بيكت ما موجودة فأسي أن إحنا في مجالنا بتاع الكمبيوتر والبروغرامي وكده في لغات برمجة ماتت تماما بيكت ما موجودة وزي ما تفضلت إتا الـ Automation والMachine Learning والبداء في حاجات خلاص بيكت زي يقوله plug and play حتى إنه من الاستقراءات بتاعة المستقبل في زول اسمه Nicholas Necroponti نيكولوس دا هو المؤسس لمحد الميديا في محد مالسي الشوتز الأمريكي دا المحد المراوحة في العالم فنيكولوس دا قبل ثلاثين سنة كان يتوقع قبل ثلاثين سنة يتوقع إنه هيكون الكمبيوتر عبارة عن موبايل وإنه هندعمل معه عبر الشاشة بتاعة لمس كلام بتخيط سنة كم سنة تزعين أيوه هو في الموتر الأول في 2014 قام الصدافو في تد قالوا لها خد تتوقعت قبل تلاثين سنة وحصلت فعلاً أها بعد تلاثين سنة من 2014 رائق هيحصل شنو يعني قال لهم علم الدماغ والحصاب حيكون تطور بطريقة إنه بكون عارفين كله نيرون وأي سينابسس في البريم بتاع البني آدم بتعمل شنو بتوصل شنو وأي بيان أي معلومة بتخوش وين تتخزن زي في الهاردسك بتخزن فيها تبيت جوا فبيبقى إنت لو عاسي تعلم بروغرامين عاسي تعلم لغة صينية عاسي تعلم رواية تشكسبير بتجيب لك حاجة زي اليو اس بي زي الفلايش درايف كده تخدت بس هاي ولا تبلع لك حبة حبة فيها اللغة البرتغالية أول ما هضمت إنت طوالب تنظم برتغالي ده كان المستقبل حيكون شكله كده وفي ناس إيلون ماسك وغيرهم بيقولوا أن المستقبل محايا في المريخ وفي ناس ناس الفضاء والسبايس والبتاع بيقولوا إنه في حياة أخرى وفي ناس اللونجيفيتي ناس اللي بيقولك إنه أن إحنا قاعدين نموت السي في عمر قصير سيدنا نوح عاشوا 1050 سنة 950 سنة ليه أن إحنا بنموت في ستين وسبعين وثمانين وتسعين وحتى مية افترض إنه نعيشنا أقل شي ميتين تلتوية سنة ففي علم كامل بتاع الإمورتالتي ده فيه ناس شغالين بحوث يعني فيه اتجاهات كثيرة إنت بس الزول يعرف نفسه هو دائر وين وهما حيكون عندك طموح تعرف نفسك إنه قلت ما عاسي سهلك بس إنما يتدار التقدم كمان للعلم أكيني كأنك باشا للحاجة دائمنا الضبط أنا بتكيف جدا إن الزول دار يخش طيب عشان مثلا يوقف حاجة يسمى مرض باركنسونس ولا يوقف السرطان ولا يخترع له في الصيدة وكذا إلى آخرين مش كذا؟ بالضبط إلا كلامك صح دي بتأكد على فعلا في مقولة بتقول بمعناها إنه يعني اشتغل وراء الباشن بتاعك ما تشتغل عشان تجيب قروش لأنه كان اشتغلت عشان تجيب قروش هتكون بزاة تخلص يومك وتأخذ الراتب وخلاص لكن لو حكت مثلا الباشن بتاعك مثلا الباركنسونس ولا أي حاجة تانية كده هتمشي بيوم هتبدع في الحاجة دي هتلقى الحل وحتكون ده التواصل لزيادة وأكتر فحاول دايما أمشي وراء الباشن بتاعك أو بتاعك وشوفي إنتي بتحب شنو أو إنتي بتحب شنو أنا بس دار أعلق على كومنت كان مكتوب في الصفحة هنا نوها علي كتبت رأيكم شنو في مستقبل الهندسة الطبية ده بتجع لي زي ما قلت قبل يا دكتور إنو الحاجة دي مش إحنا رأينا شنو إنتي دي هل ده الباشن بتاعك هل إنتي دي حاب التخصص ده هل يعني تحاب الحاجة دي أو لا لأنو بياريت له ما نخوش على حسب يعني الناس شايفة شنو مهندس ولا دكتور خلاص ده كده يعني الحكاية نبقى على كده بالعكس يعني زي ما قلت الناس ممكن تبدع في تخصصات تانية اللي هي حابة الأدبية والمهما كانت أدبية ولا علمية فلكن أنا كجواب كرأي الشخصي في الهندسة الطبية طبعا حاجة جدا ممتازة ويعني خصوصا في الزمن ده حاليا ذكرتني بمقال كان قرأيته الأسبوع الفات فيليبس طبعا الهيدكوارتز هنا في أينت هوبين في هولندا فأنا متابع الستوكس حقته فماشاء الله يعني ربحوا ربحوا أعباح خيالية في منتصف هذه الأزمة يعني بسبب الهما متخصصين في الهندسة الطبية فبالجد أنا شايف الهندسات الطبية في الزمن ده بالزاد بتنجح نجاح باهر يعني فده ده رأي الشخص يعني والله يتعارف التخصص ياته السمح وكده واحد قال له هم بحب القروش قلت له خلاص مشي أقرأ بنوك في أكاديمية المصارف دي ويشتغل في بنك وقتشوف لك قروش كتيرة خلاص طبعا ما معنايت هتشيل منها جنيه في بيتكم لكن هتشوف قروش يعني هل تحبها بس خلي جنبها قاعد جنبها الشاهد في الموضوع يا أخواننا الزور يعني بالضبط وداري يكون وين لو بتحب القروش ما في مشكلة شوف الحياة اللي بتوديك للقروش دي التخصصات بوديك للقروش وكل التخصصات بتوديك للقروش صح صح لكن كل التخصصات عندك فيها شعف عشان كده شوف الشغف بتاعك ويصد الشغف دي اخد فيها اخد فيها زمنك ما تستعجل أنا والله التقديم قرر ولازم اكتبها التخصص يا أخي لو قعدت السنة كاملة سنتين كاملين وما دخلت جامعة أحسن ليك مما تخش تقعد خمسة سنوات وبعد ذلك تقول والله يا أخي الله دي ما الحايل كنت دائرة أه والزولة الدخل أوله ثانية ثالثة ورابعة التخصص ده ما تخصص ولا بنفع معه يا أخي ما في مشكلة كويت أطلع منه وأدخل في التخصص اللي انت دايله لأنه دي باقي حياتك دي حياتك انت في تخصص انت ممكن تضيف له وفي تخصص هتكون معامل فيه زي الآلة زي الرجل الآلي بتشيل هنا وتاخد هنا روتين بس بالنسبة ليك أكل عيش بس بيجيت بتاع معاي زي ما يقوله في السودان أنا احنا دايلين واحد منكم يخش في تخصص ويفضع فيه مالاش بس عني سؤال وضع لي الزول مرات بيكون يعني في المرحلة بين السنوية وما بين الجامعة دي بيكون مرات عنده انترست دار يعمل دار يقرى الطيبي يبقى دكتور في نهاية دار يبقى سوشال ميديا مانجر ودار يبقى اوغنائز ودار يبقى امباسدر ودار يبقى اوغنائز ودار يبقى اوغنائز في بتكون اوبشن كتيرة ومرات حتى الرغبة حق الزول ما بتوافق البرسناليسي حقه ما بتوافق الصفات اللي فيه يعني حتى لو عنده رغبة ما بقدر يمشي فيها لكن الدماء عن القرد القدرات الكافية ففي اللحظة دي مثلا شكرا 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 أنا صوتي واضح يا دكتور نور طيب أنا متحنت الشهادة سنة 1996 يمكن في نفس الدفعة بتاعتك يا دكتور نور مش كده نحن دفعة واحدة أولنا كان عبدالله جحفر عبدالله جحفر 1996 تقريبا طيب الوقت داك أنا كلام دا بوجهه هسا لأظنه في طلاب صغار كده أو الجماعة دا بيستمعوا للموضوع دا نعم امتحنت جبت تلاتة وسبعين وستة من عشر الوقت داك كانت كثيرة جدا يعني بحسابات المستوى الشهادة السودانية والتفاصيل كنت امتحنت علمي أبوي قام قال لي يا ولد تخشكوا لتطيب طبعا كرغبة أي زول في السودان يقرى طيب وهندسة مرحبا 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 ونجبت تلاتة ونجبت تلاتة 74 وسبع من عشر نعم ايوه ايوه فقمت قلت له يا ابا اذا عايز تقرقوا لتطيب بنتا امتحنت الشهادة وخشكوا لتطيب انا ما عايز تقرقوا لتطيب فقام قال لي خلاص خش الكلية اللي انت راغب فيها وبعدها مسؤوليتك انا هنتقل من النقطة دي لخبراتي الان انا طبعا الان يعني استاذ جامعي ليه 18 سنة وبعمل معاينات للطلاب اللي هما الداخلين للكليات كثير جدا نحن نسأل الطالب في لجنة المعاينة كيف انت اخترت التخصص دي فبتكون كثير جدا من اجاباتهم انه والله دي رغبة خالي رغبة عمي رغبة أمي رغبة أبوي فأنا اي طالب بيقول ليه كلام زي دابا برد ليه ويقول ليه خلاص تمشي انت ترجع البيت تجيب لنا أبوك يقرأ لانه أبوك هو الراغب في الكلية فما بيعرفوا ويردوا يعني فنحن عندنا يا دكتور طيب بعد ذلك يا دكتور أنور خشيت كلية الاقتصاد جامعة من درمانة الإسلامية لانه الوقت ذلك كانوا بيشترطوا في الدخول لكلية الاقتصاد في جامعة الخرطوم انه زول يكون ممتحن أدبي وشايل مادة الجغرافية ونحن كان متاح لنا نشيل الجغرافية لكن انا ما شلتها فخشيت بالكاميستيري والفيزيكس والبيولوجي كان متحنتانا فيهم وخشيت بهم كلية الاقتصاد وخشينا قسم الإحصاء واختارونا لانه نحن كلنا نكون دارسين سينس حتى نخش قسم الإستاتيستيكس وقضينا السنوات الدراسة وبعد ذلك الماجستير في جامعة الخرطوم يمكن قبل 15-16 سنة كده وبعد ذلك الدكتورة في نفس المجال في قسم الإحصاء إذا بالنسبة لأولادي الهدس بيستمعوا دي إذا لم تجد ما تحب فحب ما وجدت إذا أنت بقيت قدام خيار إنه والله نسبتك دي بتدخلك مجال محدد ولقيت نفسك دخلت فيه حتى لو ما رغبتك بعد ذلك بيقيت مهنتك وبيقيت مستقبلك وبيقيت كده تحبه ما في خيار ما في خيار تاني بعد ذلك لما نخشينا كلية أتذكر في 96 آخر 96 وبدأت 97 جينا لقينا نتيجة الدفعة لقدامنا معلقة في البورد نفس الحكاية يعني يعني إن لم ينجح أحد إنه القسم بتاع الستاتيستيكس ده حاجة فيها ديفيكلتز كتيرة إنه الطلاب ما قاعدين ننجحوا بسهولة أنا كان عندي ماقولة مشهورة جدا في اليوم داك الجماعة قالوا لي القسم الصعب دا حتى ننجحوا وقلت لهم شوفوا القسم دي إذا قبل كده ما نجح فيه أي زول أنا ما بقرأه والله لكن إذا نجح زول واحد بس يكون التاني الرازي كلام ممتاز مش كلام ممتاز فخشينا بعد ذاك الحمد لله ودرسنا والله هو بعد ذاك الواحد تحصل على تقديرات كويسة ومش في المجال وكذا عشان تقرأ أي تخصص في الجامعة أنت بتحتاج لحاجتين الرغبة ودي أهم من المقدرة هما حاجتين الرغبة والمقدرة يعني أنا ما ممكن أقرأ مجال أنا ما راغب فيه وما ممكن أقرأ مجال أنا ما عندي له قدرات يعني فرصة متاحة ولا لا لأنه في ناس بيكون داريق روح مجالات ما موجودة في السودان في ناس بالنسبة ل أنا طبعا إذا كانت الفرصة متاحة طيب إذا أغضفت لهم الفرصة يبقوا ثلاث حاجات الفرصة الرغبة والمقدرة في ذول بيقرأ في كلية هو قادر يقراها لكن ما عنده فيها رغبة في ذول بيقرأ في كلية هو راغب فيها لكن ما عنده ليها قدرة وده للتنين والفعل بلتني ما حينجحوا أنا بقول لي أبنائي ديل إنه إنت عايز تقرأ مجال بعدا بالمناسبة ما في حاجة يعني في مقولك كده ليس هناك مهنة حقيرة إنما هناك صاحب ومهنة حقيرة الكلمة دي والبي مايند يعني ما في حاجة يسمى مهنة عبانة إنت بتتعب المهنة وإنت بتقوية يعني فيها طبعا فاشلين جدا جدا وفي ناس دارسين تخصصات يراها بعض الناس إنها تخصصات يعني أي كلام وفيها ناس ناجحين جدا فإنت اللي بتنجح التخصص وإنت اللي بتختار تخصصك بشكل جيد وإنت اللي بتجهد فيه وإنت اللي بتبني قدراتك المرحلة بتاعت الجامعة دي آخر مرحلة أنت ممكن تعمل فيها كبس لحياتك أنت بتلاقي فيها يعني هسي أغلب طلابنا الخاشين الجامعات الآن بيكونوا درسوا الابتدائي والثانوي أو اللي هو الأساس والثانوي درسوهم في منطقة قريبة جدا من البيت وبالتالي ما بكونوا أخذوا خبرات وتعرفوا بناس من خارج المنطقة اللي هما منها أنت بتجي الجامعة بتلاقي ناس من الخرطوم بتلاقي ناس من الشمالية بتلاقي ناس من كردوفا من دارفور من البحر الأحمر من القضارف وسنار بتلقى ثقافات مختلفة أنت بتبني حاجتين الشغل الأكاديمي الجزء الأكاديمي من تخصصك والجزء الثقافي اللي هو أنت حتتعرف على السودان كله وطمعا لو سافرت برسودان بقى كمان حتعرف لغات تانية وعلى الناس تانية وحاجات كثيرة فترة الجامعة دي فترة خصبة جدا أنت بتكون زول متفتح أنت بتكون زول بادي يا دوبك فيفترض تجمع فيها أكبر قدر ممكن من المعلومات عن تخصصك وعن شخصيتك لأنه لما تطلع من الجامعة تاني ما بتكون عندك فرصة لأنك أنت تبني شخصيتك بيكون شخصيتك خلاص اتبنت في الجامعة طبعا بيبتكون فيه إمكانية لأنك أنت تصحح تاني إلى جدام لكن الأفضل أنك تكون يعني تستغل فترة الجامعة في أنك أنت تصل لأكبر قدر ممكن من المعلومات والأودية طيب يا دكتور رازي قل لنا الناس اللي حصدل بيشتغلوا شنو يعني إنت اخترت الدري بتاع الأكاديمية والريسيرش وبتدرس الجامعة وكده لكن هتعني شنو الأفضل بالنسبة للإستاتيستيكس طيب حقيقة الإستاتيستيكس ذاته بالمناسبة وأنا ما اخترته أنا جيت الكلية اللي جيت فيها والكلام ده برضه أنا هقوله من الإكتبيريونس بتاعتي أنا جيت الكلية اللي جيت فيها ثلاثة تخصوصات اللي هو الإكنوميكس والبوليتيكال سيئنس والإستاتيستيكس فلما جيت قالوا لي يا أخي أنت حتخش زمان ما كان الموضوع بيجي من مكتب القبول زمان بتخش الكلية بعد ذلك بيقسموكم مش كده يا دكتور رانوار بيقسموكم داخل الكلية فداخل الكلية قالوا لي عايز تقرأ شنو فأقوبت لهم يا أخي أنا عايز أقرأ بوليتيكال سيئنس قالوا لي أنت جايب درجات كويسة في البيولوجي والفيزيكس والحياة دي فأحسن تقرأ استاتيستيكس وإذا ما نجحت في مجال الستاتيستيكس في ثانية أو ثالثة أنت ممكن نرجعك البوليتيكال سيئنس العايزة دي لكن إذا خشيت البوليتيكال سيئنس ما بندخلك البوليتيكال سيئنس مرة تانية سبحان الله البوليتيكال سيئنس دي طلعت هيل أهم في النهاية أقول لشنو أيوة بعد ذلك خشيت المحاضرة كان أتذكر قدمها لنا البروفيسير صديق ناصر عليه رحمة الله ربنا نتعلمه برحمته كان ذول جميل جدا أول حاجة عالم وعجبني فكرة أنه ذول كبير وشعره طوال كده مسرحه وبدأه فقلت أخي خلاص المجال ده معناه مجال كويس طيب مجال الستاتيستيكس ده واحدة من حاجاته للناس العايزين يتخصصوا فيه إنك إذا قرأتو حتكون داخل في أي تخصص ثاني يعني أي تخصص بقراءه الزول يجب أن تكون دون نوليج في الستاتيستيكس يعني أسر رسيرشيز ما في رسيرش ممكن يقدموا الزول بدون ما يجو فيه بدون ما يجو فيه استاتيستيكس أنت ممكن تكون استاتيستيشان تخصصك قيور استاتيستيكس تشتغل في مجال الاستاتيستيكس فقط ممكن تكون رسيرشيز أو أسيستنت رسيرش أسيستنت لناس في مجالات تانية ممكن تشتغل في البنوك الاستاتيستيكس الآن بيقدم فيه صب ديسيبلينز يعني تخصصات داقلية أغلب الناس الآن بيفهموا أن الاستاتيستيكس هو الموالد والعوفيات فقط أو هو خاص بالبابلوشن استاتيستيكس أو الديمغرافيك هو الديمغرافيك هو المناسبة مجال جميل جدا جدا وأنا تمنيت أن أتخصص فيه وما قدرت هو مجال جميل جدا وفيه شغل يعني كبير من ضمن التخصصات اللي في الاستاتيستيكس ممكن تتخصص في الابلاي استاتيستيكس اللي هو دا الاقتصاد الإحصاء التطبيقي ويتخصص في الماثيماتيكال استاتيستيكس دا الشغل بتاع البرابلاتي والإنفرانيشال استاتيستيكس والتخاصيل دي ممكن تمشي في مجال الإيكونومتريكس اللي هو الاقتصاد القياسي والموديلينج والنماذج وكده وهسي بالمناسبة إهمالنا نحن للإكونومتريكس هو الخطان الآن نحن في المشكلة الاقتصادية اللي هون نحن القاعدين فيها بعد كده ممكن تتخصص في دراسة في مثلا شغل قياس سوق العمل الأوال الإنيرجي كل الحاجات دي عندها استاتيستيكس التفاصيل دي في مجال عظيم جدا في الاستاتيستيكس اللي هو اللي هو مجال تصميم وتحليل التجاري برضو دا مجال يعني عميق وانت ممكن تشتغل فيه دراسات كثيرة جدا وفيه دراسات كده ممكن تشتغل في البنوك ممكن تشتغل في الشركات ممكن تشتغل في المستشفيات وبعدين وزارة المالية دي يعني دكتورنا الكبير أبراهيم البدوي هو خريج قسم الإحصاء من يعمد الخلطون في السنة اللي تولدت في عين تي أنور ما شاء الله شغال الحكاية دي وانا نظر ما شاء عينك سامعينك ايه فمجال الاستاتيستيكس مجال الآن السابقة في الدياتا ماينينج اللي هو الدياتا ماينينج دي بيقولوا لها شنو التنقيب في البيانات دي الحتة العمل تقريبا التنقيب في البيانات في البيك داتا داخل فيها كثير في البيك داتا ايوة ايوة فتقول لها مجالات للاستاتيستيكس بعدينك في 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 صوفتوير كثيرة جدا ممكن تساعدك في أنك انت تعمل تعمل ما هو الفوركاستنج دي اللي هو انك انت تعرف التنبؤ لا التنبؤ كده بيعتمد على الهيستيري بتاع الدياتا بتاعتك كان عاملة كيف وكده يلا دي كلها مجالات انت ممكن تشتغل فيها وتكون فيها زول يعني ناجح وما شي اي بلانينج اي بلانينج ما مبني على على استاتيستيكس وعلى داتا دفئ ده ده فاشل وما ممكن تكون ناجح لأي سبب يعني اي تخطيط بيتم في في البلد يجب انه يأتيم على بنان على استاتيستيكس الآن في امريكا دي الهسي ماسك العالم ده كله امريكا دي الآن ما فيها اي حاجة بيعملوها بدون استاتيستيكس يعني ما في استاتيستيك الريبورد ما في تقرير إحصائي ما بيتخزوا اي قرار يعني ناسي بايدن ده أول ما استلم سلمه طوالي كل الاستاتيستيكس بتاعت الهيلث سيكتر الاليكناميك سيكتر كل القطاعات دي استلمه في الاستاتيستيكس عشان انت لما تعمل إحصاءات سليمة بيكون القرار اللي انت تتخزه بيكون مبني على بيانات موثوقة وكذا المجال بتاع الاستاتيستيكس ده مجال عظيم جدا ومجال كبير ويعني هستانا في المحاضرات لما درس الطلاب بيقولوا لي يا دكتور كديح عندنا سؤال انت بتعرف كم في المية من الاستاتيستيكس بقول لهم اتنين في المية فبيقوموا بيقولوا لي يا دكتور طيب إذا زول عنده دكتور بيعرف اتنين في المية فانحنا ناس الاندرقراد فقمت بتقول لهم يا جماعة ما هول علم ده في النهاية لاسا ما عنده ما عنده بيتش يعني ما في ساحل وكذا المجال كبير وكلام فيه كتير وكذا إذا في ناس هل تحب مجالك ده دكتور رازي ها بتحب مجالك ده بتحب اللحصة خالص اقول اقول حاجة ثانية دكتور رازي اقول انا ما اشتغلت ولا بشتغل في اي وظيفة غير احصاء ما ولو زنوني ذهبا انا غير تخصص اذا اللي هو الشغل التدريسي والشغل الفني بتاع انك انت تكون طبعا بالمناسبة انا قضيت فترة من تاريخ العمل بتاعي كنت رئيس لقسم الاحصاء في الاحة الطبية اللي هو المستشفى العسكري كل مستشفيات السودان القضير تحت المحكمة ورجعوا لقسم السجلات اللي هو يتبع لقسم الاحصاء رجعنا لل الملف بتاع الزول للعيان ويقين ان الطبيب كاتب كل التاريخ بتاع المرض بتاع الزول ومديوا مواعيد انه يجي فيها وزول غاب من ثلاثة مواعيد للطبيب وبالتالي الاحمال تم من اسرة المتوفي وليس من الطبيب وطلع الطبيب براعة كان يشوفوا دي مثلا دي حاجة بسيطة مش في ناس كتيرين جدا بيفتكروا انه والله يزول الستاتيسيشن ده في المستشفى بس يسجل الزول العيان دخل طلع كده لكن مرات بيجي قضايا فيها 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 اديات وفيها مشاكل وفيها كده وبعدين الشغل بتاعة الوراسة والتايمين بتاع الناس اللي يموتوا في حادث من الذي توفي اولا الولد ولا الاب والحاجات دي لازم تكون مسجلة بشكل دقيق ويرجع عليها للمستشفى ولكده يعني حتى في القانون الجنائي برضو يعني في علم الجرائم والتحقيقات والكده اللحصة عندها دور كبير جدا خالص خالص يعني يعني انت مثلا الليلة مثلا التيمبرتشا التيمبرتشا اللي هي في السودان درأيات الحرارة مثلا في السودان هنا عندنا لازم تكون عارف اكتر شهر سخن 200 اكتر شهر بارد 200 شهر 4 مثلا عندنا في السودان هنا هو في المتوسط اعلى درأيات الحرارة في السودان مثلا يتكون عندنا في شهر 4 الفلوتس الحصلت في سنة الفاتة دي برضها ما كانت ما كانت ما كانت ما كانت السندر ستورم برضها بيحصل لها البرق بيحصل لها كل الحاجات دي ممكن يحصل لها الدراسة بمكن يحصل السيميوليشن لحاجة ممكن تكون حاجات دقيقة كده انت ممكن تعمليها في مسألة الكيوين السيستيم اناليسيز اللي هي دي بيقول عليها تحليل نماذج صفوف الانتظار صفوف العيش صفوف البنزين صفوف الاستادات اللي يخش هذه دي كلها ممكن تخش في علم اليحصاء الارايبال ريت السيرفيس ريت متين تجيب شباك جديد في البنك متين تفتح شباك جديد متين تقفل متين تقليل عدد الموظفين بتاينك متين تزيدهم الناس اللي يشتغلوا بالليل الناس اللي يشتغلوا بالنهار لما نكون عندك السيستيم اناليسيز مثلا لو عندك مثلا مريض خاش المستشفى بتأخر في قسم الأشعة ولا في الصيدلية ولا في المعمل دكتور مثلا أوش هنطلع من قسم الحوادث بياخد ساعة والساعة دي هو بكون يتوفق بالماء التيم هو بتأخر فلما نتعمل اناليسيز بتكون عارف انه زمن القضاء في العشعة قدر زمن القضاء في المعمل قدر شنو يعني بتكون بتعمل تريسين يلا كل الحكايات دي ما بتتم إلا بإدات اللي اللي في العالم لو لاحظتوا حصل ليوا في مسألة الكورونا تذكروا انه مسألة سعر البرميل بتاع الأويل نزل وصل لسالب تسعة وتلاتين تذكر يعني في فترة الكورونا دي شهر خمسة الفات كان إذا عايز برميل بتاع أويل بدوك البرميل وبتفعليك تسعة وتلاتين دولار دي خسائر كبيرة فالستاتيستيكس بتديك بتديك كتير جدا من بتأمن ليك يعني وبتخلي الخطأ بتاعك يكون أقل ما يمكن وطبعا ما ممكن تبني استاتيستيكس ما تجد كيف لك بدون ما تكون خاطئ في بالك الأخطاء والأخطاء والأخطاء الأخطاء الأخطاء طيب أريح أن أرجع لك دكتور رازي لأنه الاستاتيستيكس مهمة وطبعا مفقودة في السودان حاليا وقدم فكذين نسمع من شيماء 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 عملي أميوت لنفسك وتفضلي تعرفين بنفسي السلام عليكم السلام الرحمة أنا شيماء مامون امتحنت شهادة سودانية مترجمة ما شاء الله ليه شهادة سودانية بالانجليز بالانجليز أي وعلمي هندسية داخل جبت شنو درجة جبت 89 و4 من 10 الله عليك المبروغ الله يبارك فيك أنا أخش سودانية وحب عندك زبونة دار تخوش سودانية ودار تعرف الفرق بين علوم الحاسب وتقنت المعلومات تقريب موزو تقريب موزو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم مبروك لكل النجح الله يبارك شكرا ربنا وفق وإن شاء الله والله أنا طبعا جولة قديمة يعني من جيل أنور لكن على زمن ناوري كان كنت أخويا الكاشف ما لازم يعني رفنا كبر ناس هنا يلا شوفي طيب كانتنا على زمننا كنا بندخل بيور لكن شايف حاليا بقى ما الأول بتحددي كمبيوتر سينس كل الحاجات يعني هي الأشمل بتكوني فاهمة أي كلام الآن حقوه عن حقوه حقوه عن الشغل بتاع ناوريجي تكون عندك فيه خلفية لأن يعني مجملا بتدعلمي زي ما بقوله من أين الكتف يعني لما يحكي عن برمجة انت بتكوني فاهمة ما بتضرول تكوني فاهمة لغة البايسون تحديدا أو لغة مثلا جافة تحديدا أو سي هاش تحديدا لكن فاهم أي مؤطور الآن بمشيه بسمح فنال بيتكلم عن أي تكنولوجيا جديدة بيكون عندي خلفية كيف بتشتغل بيتكلم بيتكلم بتاكلي بتاخلي كورسات بتاع إحصى تطبيقي وإحصى وصفي وكل الإحصى والأحتمالات بتدرسيه بتدرسي كمان في التراك في البروغرامي بتراك في البروغرامي بتراك في بتدرسي يعني زي مجل بالدوكم كل حاجة الباس بتاعه وطريقتها تماما كيف تشتغل في كورسات بتاع يعني يكون عنديك تقريباً إمساة دراسة لكل حالة في الكمبيوتر ساينس كمان بتخضي كورسات بعد زي ما نسميها معمارية الحاسوب كيف بتشتغل من الدخل الحواسي دل بتخضيه في الكمبيوتر ساينس على عهدنا خراحة ما بعرف كنا كانت خصوصاتنا الكمبيوتر ساينس حالياً بتتكلمينك عن ايك الكمبيوتر ساينس تخليص الصوت بيغيب سارة الصوت بيغيب شوية كده ما عرف لي أنا متعالجيني مستيبل والليان وراء العيال شغالين بل كيزاتهم كلها محملين علىها كثير آه أوكي تمام، طيب أنا أقول لك شي ما عن الـ Information Technology أو تغيب آيو أنا برضو بتاعني أصلاً كمبيوتر انجينيرين وعملت الباجستير والدكتورة في كمبيوتر ساينس آيو بيجيت اليوم اليوم بيجيت رئيس قسم الـ IT في جامعة في السوران آيو استخدت المعلومات ما لهم علاقة كثيرة جداً بالرياضيات الداخلة في الهندسة وفي العلوم الحاسب دين بيكون أكثر في الجانب الإداري يعني كيف يعني التكنولوجي بس ما بالضروري المعمارية بتاعت التكنولوجي آيو تمام؟ بيكون عندهم فهم بتاع بيزنس في الموضوع برضو يعني الكليات الرائدة في تغنيت المعلومات ممكن تدرس فيها حاجات لها علاقة بالإدارة تدرس فيها عن الـ Business Models وتدرس فيها عن رياضة الأعمال وتدرس فيها حيات زي دي آيو كنت كيف؟ فبيكون فيها مجالات اللي علاقة بالـ Business أكثر من المجالات اللي علاقة بالـ Science بيكون عندك علاقة بالـ Manufacturing وبالـ Firmware ما هو الكمبيوتر ده؟ في حاجة كيدا في الطبقة الفوق آيو اللغة اللي بنتكلمة كلنا وكلنا بنفهمها آيو اللغة تانية بتاعت الـ Hardware آيو آيو في لغة بتاعت الـ Firmware يعني جوة الـ Hardware زاته في صوفتوير مش كدا؟ آيو نفي الغالب بيشتغلوا فيه المهندسين بتاع الحاسب الآلي بيشتغلوا في الـ Embedded Systems آيو قنصيمة المدمجة يعني السيثير ما تشوفي ليكي الموبايل بتاعي ده 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 ما فيه بروسسر صح؟ آيو فيه بروسسر الـ Processor والكمبيوتر بتاعك فيه بروسسر آيو الـ Processor ده زاته ده 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 زاكرة مش كدا الزاكرة آيو الزاكرة الزاكرة القريبة لكن الأسرع واحدة آيو وبعد ذك بتاني الـ Ram وبعد كدا فيه الـ Hard Disk آيو بعد كده في الحيات الأكسترنال مثل فلاش والهارت ديسك الأكسترنال وغير 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 فكيف الحيات بتدعمل الديزاين بتاع زادة دين ناس الانجينيرين كيف بتتبرمج دين ناس الساينس اللوجيك بتاعه لما انتجي كيف تتباع يعني مثلا ممكن اشتغلت في مجال المبيعات بتاعت التقنية بتاعت الكمبيوتر والسيسمس وقواعد البيانات لو كنت تغريجت على معلومات تخرجت بتاع شنو؟ تخرجت تقنية معلومات ممكن تشتغلي بالمبيعات والتسويق للحاجات دي لانا كنت فاهمت جديد بتاع التكنولوجي نفسها وهنا صرف عارفة الحوجية بتاعتها لسوق لما نجي نبلينا أي برنامج أي سيسم جاك زورغا لقدر عمل لي مثلا موقع إلكتروني ولا عمل لي برنامج محاسبة للشركة بتاعتين ايضا في حاجة مهمة جدا بتحصل أول خطوة بنعملها بنقول له يا أخي انت دائر شنو؟ السؤال ده بيترجم في المجال بتاعنا لحاجة اسمها requirement engineering أنا أعرف المتطلبات بتاعته المتطلبات دي هو بحكي له يقول له أنا والله يدار لي برنامج يعمل كده ويسوي كده ويطبع عليه تقريره بتاعه الكلام القاله ده بتاعتقنية تلمعلوات ممكن يترجمه بـ بيعمل الموقع أو عليك نور يعني يقولوا بطريقة بالطريقة بتاعته بعد ذاك الـ requirements بتشيليها بتديها لزول بعمل ديزاين وفقا للهاردوير اللي حيشتغل فيه الحاجة دي زاته التكنولوجي يستخدمه ويقوم ينفيزه وبيجوا ناس الـ software engineering يعملوا عليه تستنج يتأكدوا إنه شغال وشغال بالطريقة بتاعته وإلى آخره شوفتي كيف ففيها فيها أكتر من المجال لكن ده ما يمنع إنه الزول بتاع الـ IT ممكن يشتغل الشغل بتاع الـ computer science وبتاع الـ computer science ممكن يشتغل بتاع الـ computer engineering ده في حالة واحدة لو ما في سوق لو كان الوظيفة المطروحة ده ينزل بتاع الـ computer من غير ما يقول الزول تجوه حيعمل شنوه ونحن بكل أسر في السوق حدنا داك السوق الكبير البنكتر نفرّق فيه ما بين الزول الـ software engineer وما بين الزول بتاع الـ IT والزول بتاع الـ computer science والـ computer engineering ايو ايو لحد داسي ما ظهره تلقي ناس كهرباء شغالين ناس IT ناس IT ايو ما في شغالين بتاعهم الشبكات وناس شبكات شغال كده هل يحصل فعلا ايه؟ بالنسبة لي لأنه ما في سوق السوق هو اللي بيبين اللي بيوضح الفروق ما بينهم يعني فيه ناس الواحد بتلقي وتخرج من computer engineering ومش اشتغل مثلا في شركة مانوفاكشرر بتاع تكنولوجي مثلا زي ناس intel ناس IBM ناس ناس الـ Microsoft ناس الـ Xbox الاخري فده الزول فوالي ما شو يشتغل في المصانع ويشتغل جوه في الـ systems ده واضح انه الزول ده بيعمل الحاجة الفلانية الفلانية والتسميات بتختلف طبعا والعلوم بتداخل انتي دار تعرف الفروق من ناحية اكاديمية ممكن ترجعي لناس الـ IEEE الناس الـ ACM هم اللي بيخطوا المقررات نفسها اللي بتدرس في الجامعات بتاعة الـ IT والـ computer science وكده لكن في النهائل حيحكمك هو souk الشنو الحاجة المطروحة اللي انك تشتغلي فيها من ناحية مع تدريجات الـ IT على الدرجة و وبعدهاgerكة université أيواء... ثم مواصر وبعدها نصلحا وأكون كده أيوو فعلا انت ممكن تكون شغال مهندس طهربةة ولكن عشان زي ما قلت Is souk wired H 64 أو العدد الموظفين اللي عندك في الشركة في زماية لك ما عندك زوج مزغول عن IT أو الكمبيوتر انجينييرنج فإنتا غصفاً عندك لازم تتعلم الحاجة ده عشان عشان الشغل يمشي عشان مثلاً واحدة من الأمثلة بتكون إنه الـ Automation System بيكون واقف ما عشان إنو أنا عملت حاجة في شغلي لا عشان في مشكلة في الـ Process Memory بتاعت الكمبيوتر فبشغل الـ IT ده أنا ما شغلي فأنا غصفاً عمي عشان ما عندنا زوج متخصص في الحاجة دي فأنا لازم أتعلمها أكون عارفة أقوم أصليحها عشان الشغل يمشي هم حاجة في المجالات بتاعتنا بتاعت الـ Computer Science والـ IT وكده اللي هي اللي بيقول على القابلية للتعلم ذاتياً المهمة جداً إنه قلت لو عندك القابلية أنك تتعلم براك تقعد في اليوتيوب تهب الشكيدة بتاع وتقوم تنزلي برنامج يعني أوريكي من الحياة كنا بنعمل أيها ما إحنا طلبة بنخش ونعمل download.com تمام؟ أيو أي برنامج بيلقانا قدامنا بنزلوا ونجربوا وبعدين بعد ما نجربوا نقوم في أسنان ما بنجري في البرنامج أنا هعمل لكشير الـ Screen عشان أوريكي حاجة مثلا كنا بنعملها أيو هعمل لكشير Screen لكل الـ Screen تمام؟ فأسنان هجوم أعمل alt control delete شايفينها؟ شايفين شايف الحاجة اسمها الـ Task Manager دي دي عندك في الـ Windows ممكن تشوفيها أيو دي البرمجيات الشغالة السحاليا أيو أيو وبيجي أشوف الـ Performance يعني البرنامج ده ماكي قدر شنو من الـ CPU ماكي من الميموري شغال بيعنا الـ RAM بتاعته الدسك بتاعته إلى آخره أيو أشوف السيرفسيس الشغال أسي حاليا والـ Priorities إلى آخره ده عشان أفهم شنو أفهم والله يغل البرنامج ده بيأكل من الميموري قدر شنو بيأكل من الـ Processor بتاعي قدر شنو وأقوم لو عملت برنامج تاني أفضل من ده هل ممكن أنا أبرمجه أحاول أعمل reverse engineering يعني أشوف البرنامج ده ده ما الـ Output بتاعه بعمل كده بدخل ليه صورة بيحول ليه extension بتاعه أنا لو كتبت كود كود ده بيحول لي صورة من صورة لصورة هل الـ Resolution بتاع الصورة لما تطلع بتكون أنظف ولا البرنامج دهك أفضل دي رغبة بتاع التعلم ذاتي انتي دي دائرة تتعلمي مش الدونة في المدرسة ولو في الجامعة والشيت والامتحان بتاعنا لا لا دي ما عنده علاقة أيوا أيوا فلو عندك رغبة في التعلم الذاتي فالكمبيتر المجالات تعتدي حبابك حبابك عشرة أكيد هتبدعي فيه إن شاء الله شكرا لك إن شاء الله دكتور ما عليش بس بعجزنا عندي بس نقطتين تعليقا على كلام الغازي كان قاله قبل النقطة الأولى اللي هي يعني بالجدنة اللي بتتفق معه في النقطتين دي النقطة الأولى اللي هي النقطة المغدرة لما يتكلم عن النقطة المغدرة مهما كانت المغدرة العلمية أو العملية أنا حابب أضيف على كمان المغدرة المالية ما تخد في بالك مثلاً عشان التخصص نام موجود فقط مثلاً في أوروطة ولا في أمريكا أنا ما حاقدر أمشي معناته أقوم بلهجتنا أكسر الحنك في إنتنيكب حاول خد النية ويعني بس حاول يعني you never know ممكن تصدق ممكن زي ما قلت لك فجأة تلقى تبحث عن هولندا حتى تلقى المنحة الكتيرة دي أنا ما كنت عارف من 학يديني يمنحة 50% تخفيض في منحة 100% أنا لو كنت عارفة عن النقطة قوىLI كان كنت حاجبة لو أمشي إحتمال ما تلقى تلقى منحة 100% يعني لتخفيض 100% فلكن مثلاً هي دول مثلاً ألمانيا ..توقع يعني ألطى إимер Sea نعم نعم لا لا مهلا ليس ما عمليس والمائك بتاع المائك فتح بس حسناً مثلاً هنا في ألمانيا ألمانيا 100% تقدم تعليم مجاني في جامعات محترمة مرموقة لكن باللغة الألمانية فبرضو حاول يعني شنو إتهي لتعلم اللغة المهم ما تقيف عشان تقول مثلاً بخضرة المقدرة المالية ما موجودة فأنا حقلي بتخصص ثاني مهما كان وين يعني بدون أي اجتحاد في المحاولة بالضبط اي بالضبط اي فدي نقطة جداً مهمة نقطة تانية القالة بكار كمان نقطة الـ Data Science دي كمان في مجال الكهرباء أساناً كمهندس بتاع كهرباء الـ Customers حقيننا مصانع الكهرباء أو المصانع الـ Food Process عامةً أو أي مصنع عامةً يعني فيه اللوع اللغة بالـ Automation والـ Automated Field النصنع ما بيشتغل ماكسمم مدة الأسبوع ما بيستحمل إلا ويكيب إذا ما في Data Science شغاله فاهمك الزكر؟ يعني ماكسمم أنا ممكن أشتغل ليك بدون Data تجيني لمدة الأسبوع أكثر ممكن ده خشل زي ما قال الدكتور لازم أنا محتاج لي Data عشان أعرف أن الـ Product حقتي عملت كم Product الليلة عملت كم جهاز باز الليلة كم warning جاني في الـ Computer كم وكم 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 لأنه الدراسة دي بتتشال من الـ Data Science تمام زميلي وبيقوم بيحول لي reports بيقدمه للشركة عشان تحسد من خدماتها، تحسد من الأجهزة، تحسد من الإنتاجية إلى آخرين وده تخصص أنا أستكى مهندس كهرباء بدأت أخذ خيوة أرد المسر لأنه بتجد ده المستقبل، ده الحاضر والمستقبل يعني بتجد حاجة مهمة ولازم الواحد يعني يعني تتعفي بعد تمام شكرا جزيلا، طيب في سؤال هنا ده في الفيسبوك في الـ Mua من أحمد بيرير بيقول يا دكتور أفضل مجال هندسة البرمجيات ولا هندسة الطيران؟ هل تفضل داري جاء بليون؟ الأزيلة الزيدي، يعني في المجموعة بتجي كثير يعني وبتجي كله سنة في الناس بمتعهم شي هذا ما في مجال أفضل من مجال، لكن كمان يعني الزلو داري قارن، لازم قارن، ليه تفاحة بتفاحة هاي دير بعيدات من بعض هاي يقول مثلا، أفضل التفاحة الأخضر ولا الأحمر ولا الأصفر، دي ما كلها تفاحية أفضل البيض اللونه ما عارف غامق ولا اللونه فاتح أفضل الفول السوداني ولا الدكوة، في النهاية بروتكت واحد لكن ما ممكن تجيب لك مجالين مختلفين تماما وتخارن بينهم صعبة جدا انت داير شنو، ده هنا ده البيوري المجال الأفضل، يعني ما هو كل مجال أفضل للزول اللي بيحبه وناجح فيه، مش كده؟ انت داير شنو، أول حاجة، ده السؤال المهم اللازم تجاوب عليه قبل ما تختار التخصص بتاعك، لأن لو اختبت التخصص، وانت ما عارف داير شنو، فأي تخصص كويس، وأي تخصص زي ما قال دكتور رازي، بيتحبة، وممكن تنجز فيه، إنت باريكو. عليكو السلام، فضلي. عليكم السلام. معكم أهلا، أبي الدكتور حليم النو، صاحبة الدكتور الرازي. يا هلو مرحبا، لاي زيب. يا أهلا، أهلا. ما شاء الله، بقيدي لا من دخش الجامعة؟ الحمد لله كيف؟ كبرتين يا أبيتي، أصدل، أصدل يا أبيتي. امتحنت يا أهلا؟ أيوة امتحنت السنة، وجبتها 85. ما شاء الله، إن شاء الله. طيب، أنا كنت أعود أستفسر من البيوتكنولوجي. أمك يا أهلا، أمك ما جابت 85. ولا أبوك إيكا. خضر لي، خضر. أستفسر من البيوتكنولوجي ومن العلومة فيها أبحاث يعني. أيوة. أنا كرغبتي، أنا كشغفتي، أنا والحاجة اللي أتميز بها، أنا زال أحب الأبحاث الشديد، أحب أن أكتشف حاجات دليلة. يعني لما كنت في السنوي كنت عملت أبحاث على السرطانات، والقاتل البيولوجي، وكان بمشي مستشفى الملك فيصل التخصصي، وبعمل أبحاث هنا. فطبعا ببيوتكنولوجي ده فتشت رقيته في السودان دماغ. فعوز أشوف يعني هل ممكن أنا أقرى حاجة برسودان، أو أفتش في الدول البرة. زي ما قال دكتور أمين إنه الواحد يسعى بره طبعا. فعوز أشوف هل في حاجات بتوري يعني في مجالات، يعني أنا ممكن أقراها وتودني البيوتكنولوجي بعدين في التحضيرات وكده. طبعا أنا قريبات دي إحدى تلي وسائغي كده ظريف عن البايو هاكرز. طبعا نحن عندنا في الكمبيوتر في القراصن الهاكرز يتعوننا ديل، لكن البايو هاكرز ديل ديل يا هم الأسي ممكن يكون هبشوا وطلعوا لنا الكورونا دي احنا ما عارفين. كل الناس بيحاولوا يلعبوا بالحمضة النووي وأسهل مع النشوء بتاع الكريسبر. طبعا ده ما مجالي بس معرفة عامة. فأنا أتمنى إن لو في زول من المجالة تعال التقنية الحيوية موجود معانا هنا ده في الزوم ولا في الباحثين السودانيين في المجموعة متابع يجي يجاوب على الأسئلة بتاعت بيتنا ألا. لأنها مهمة. إخواننا طبعا دي أيام مفتوحة. ده أول يوم. نعم. ده أول يوم لكن بعدها سيكون في أيام تانية. تفضل يا باشواندس محمد. مجال البيوتكتنولوجي طبعا بالنسبة لأن نحن عنده ارتباط كبير بيننا نحن. لأنه الأجهزة اللي هي بتشتغل في مجال الأبحاث الزراعية والشغل بتاع التعديل الوراثي اللي تفريبا عندنا فيها مجال كبير. المجال ده سمح شديد يعني هو مجال طبعا اللي هو تابع البيولوجي. المجال ده سمح شديد وللأسف برضو من المجالات الما مشهورة شديدة. المجال ده سمح شديد ومجال ده سمح شديد ومجال برأة عالميا مشتهر يعني بعالميا بره من المجال. المجال ده سمح شديد ومجال ده سمح شديد. المجال البيولوجي و什麼 الجل Bella المجال البايو... لا مش البايويوناتكس... البايو تيكنولوجي وهو ينقسم لقسمه اللي هو المدكال بيوتيكنولوجي اللي هو بيكون مخصص أو بيقروه ناس الخطيولات الطبية يعني انت تقري بيوتيكنولوجي لكن عم طريق المختورات الطبية انت بتتخصص هذا اللي هو الهندسة الهندسة الوراثية والكلام ذا بالنسبة ل drain المجال البشري أو الطبي بالاعمة اللي هو ناس البيولوجي بيقروه في كل كانت بالنسبة للنباتات وبالنسبة للاحياء التاني اللي هو الحشرات والحيوانات وتعديل الوراث بالنسبة للأبحاث فهو متقاسم برضو عندنا ناس شمبات زراعة برضو بتروه البايوتيكنولوجي بالنسبة للفود بروسسينج اللي هو التعديل الوراثي في الأوضية والبايوتيكنولوجي في النباتات اللي هو بيكتشف أمراض للنباتات المعينة فهو بتلقيه في كم جسم في كله يعني في كم كلية وكل كلية ماخدة أسبيك معين أو مجال معين منه فحتلقيه في المختبرات الطبية وحتلقيه في كلية العلوم الأحياء وحتلقيه في ناس شمبات زراعة بالنسبة للنبات وبالنسبة للحيوان وبالنسبة للميدكال اللي هو في المجال البشري التصنيع الوراثي بالنسبة للمجال البشري والطبي في الهندسة الطبية بتلقوا ولا لا بيش مهندسة الهندسة الطبية هم ما بيقروا التعديل على البايوتيكنولوجيزات هم بيقروا الأجهزة والمعدات التي بتستخدم وممكن يشتغلوا معهم في مجال البايوينفرماتيكس وما بيدخلوه بس المهندسين الطبيين بدخلوه بمهندسين الطبيين والكمبيوتر ساينس والهما الناس الماثماتيكس بيشتغلوا كلهم في مجال البايوينفرماتيكس طيب في السودان عندنا هما لما انتقرى بايوتيكنولوجي تقريبا ما في كليات في السودان لكن لو قريتوا في السودان أو أخذتنا عنه شهادة في السودان فلو سافرت بره بيعتبروه كأنك انت قاري علم أحياء يعني ما كأنك انت قاري بايوتيكنولوجي أيوة نعم بايوتيكنولوجي هو جزء كبير من العلوم الأحياء لأنه هنا عندنا التكسيمات مقسمة في السودان ككيدا أنا دوتاكت تكسيمة في السودان لكن بره بكلها تحت علوم الأحياء تحت البايوينفرماتيكس وهي مقسمة حسب الألوان يعني انت لو فتشت الكليات في ماليزيا بتلقى بايوتيكنولوجي ريت بايوتيكنولوجي جريم بايوتيكنولوجي كده يعني ما هي ما بايوتيكنولوجي حاجة واحدة عندهم أيوة نعم لأنها زي ما قلتك بايوتيكنولوجي على حسب المجال اللي هي داخلة فيه نحنا زي ما عارضوا تخل في التعان في مجال الفوت بروسسنج نحنا عندنا هناك يعني مثلا في شمبات أو التداخل معنا في شمبات مجال اللي هو البايوتيكنولوجي هم يدخل فيه واللي هو تعديل الوراثي الأصدية تعديل الوراثي مثلا لحاصبة الزراعية والحياة التنفيذية فهم بيقروا أسبق معين يعني أو طريق النوع معين من البيوتيكنولوجي اللي هم باختصة بس بالنبات ما بكل نوم علاقة بالميديكال فهو بره ممكن تلقيها جنر اللي هو بيقروا تعديل وراثي كالكل في كل مثلا في الميديكال في البيولوجي بالعموم في التعديل وراثي كله ممكن أنا متحمت أحياء بايولوجي فعشان كده بفتش في الميديكال أكتر حاجة ما في الجرين وفي الزراعة في الحاجات الميديكال في السودان الميديكال في السودان تقريباً تقريباً أنا ما هو تأكد منه لأنك تقريباً تابع المختبرات هم بدخلوه اللي هم تبعاً مثلاً يعني أنا لو قريبت في السودان أقرأ مختبرات عشان أقدر أخصص بالبيوتيكنولوجي بعدين أيوة نعم أو بيولوجي أو بيولوجي بالعموم بيولوجي سائنس حسناً شكراً وعندها تخصص بتاع الباتشلور في بيولوجي وممكن تجد بيحظك معهم هي مجاناً بصد ما هم أعتقد عشان اللغة الألمانية لازم يعني تتعلم ألماني في ثلاثة سنين الدراسة خطيت اللينك لوحاب بتقري عنها زيادة في في الشات طيب هي اللغة بتاعتهم اللغة الألمانية لازم يكون عندي كورسات في اللغة الألمانية ولا ممكن أمشي هناك وأتعلم اللغة الألمانية لأنه يعني ما ما ظن ساهل إنك تتعلم اللغة الألمانية وإنتي ما قاعدة في ألمانيا فإستحسن تكوني في البلد ذات عشان تتعلم اللغة قديني الانجول يا إجزاكلي أنا سعني اللغة الهولندية أخذت مني تقريباً زي سبعة عشهور بديتها كان في الدوحة لكن ما تعلمتها زي ما زي ما تقوني قاعدة في البلد وبتتكلمي عنها هي أهم حاجة أي الثلاثة السنوات دي باعتبارها بكلاريوس بالضبط بكلاريوس لكن أنا أعتقد مع السنة سنة حتكون لغة دي حتكون في الأربع سنين أربع سنوات برضو عاوزة أسأل من ناحية إنو لو قريت مثلا ميديكال أو قريت الطيب عموماً هل ممكن بعدين أحضر في بايو تكنولوجي يعني أتخصف وجوده معين في الجسم الإنسان يعني مثلا أنا كذولة ببحث في الكانسر كثير عاوزة أتخصف يعني في ناحية الخلايا السرطانية في كده هل لازم أقرأ الطيب لأنه الناس بيقول لي الطيب ما بيقودك للحاجة دي بعدين ما لازم ما لازم يعني ما عندهم علاقة يعني بس أخذوا كورسات بتاعة أحياء وبايولوجي ومايكروبيولوجي يعني في كليات تانية كورس كورسين بس لكن مجالهم هم أساساً وبعداك سيلف استادي بقروا براهم فما بالضرورة تمشي عبر الراوطة الطويل بتاع المدسين بتاع الطيبة طيب سوق العمل بتاعه كيف مستقبلا خلاص لو اللي قتلين إلي أجل السرطان أنا بأأكد ليك نحن كلهم ندفع ليك القاعدين جوه هنا دي والله أنا كزولة يعني في فترة بتاع الثانية ثانوي الفترة بتاع الثالث ثانوي دي ما كانت فيها فوصة إنه الواحد يعمل فيها أبحاث وكده فعنديش شهادات من المستشفيات هنا في المملكة في المملكة العربية السعودية في مستشفى ملك فهد بجيزان مستشفى ملك مستشفى ملك السلمان أو اللي اسم مستشفى ملك فيصل للأبحاث يعني شهادات إنه أنا بدأت إنه أعمل البخوث في الكنسر وفي علاج اسمه علاج القاتل البيولوجي للكنسر لكن يعني الظروف ما وكبتني إنه أنا أكملت في البحث فكنت عاوزة يعني بحاول أسعى في كل الطرق اللي بتأدي لي إنه أنا أمشي يعني أكمل في البحث فكنت أول شي يعني كالزولة قريت في شيئة أحياء كان رقبتين إنه أقرأ طيب فيعني النسحة حوالي نقع أولين وإنتي رقبتك إنه أصلا يعني أنتي هدفك إنه أنت تشوفي علاجات وتبحث وشغل بالمختبرات فالطيب ما بيقودك للحاجة دي بعدين شوفي حاجة ممكن فعملت شيئ إنه هي يعني في سودان تقريبا ما في يعني ما في كلية في سودان اسمها بيوتكنولوجي في القاهرة في بس الكلية الأمريكية أو الجامعة الأمريكية في القاهرة أربع سنوات وثمالي زي ثلاثة سنوات فأدير لقيتهم بس يعني حاولت أبحث لقيتهم في مجالات زي دي يا ألا في مجالات زي دي تدائرة الشغل بتاع معملي بتاع لابروتريس فلازم تشوفي دولة ولا جامعة ولا كلية يكون عندهم فيها الحاجات متوفرة يعني ما تقوم يدخش إليك حتة ما يكون في شكلك بتحبي الهانسون تحبي إنك يعني تعامل الحياة بيدينك وكده فمهم جدا جدا إنك إتي تلقي الحتة اللي بتوفر ليك اللابروتري أحساس إنك تعملي الأبحاث وكده التجارب إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفقك والله فخورين بك ما شاء الله عليك شكرا جزيلا تحياتنا لي والدتك وأهلي كلهم إن شاء الله كفيا طيب أبو بكر أبو بكر تفضل يخوانا كل زول اكتب في الاسم جنبه جنبه الاسم بتاعه في تزوم هنا اكتب التخصص بتاعه أي زول اعمل قوس كده وخط التخصص بتاعه مهم جدا على أساس إنه نحن بالنادي الزول يتخصصوا عشان يشرحوا لكن يا جماعة العالم كلهم ما تطور بالمهن العالم دي تطور بالعلوم المهن دي ما حاجة أنت تصرف منها مرتب لكن العلوم دي هي اللي بتطور فحسانا بتطيق آلاء دي بتفكر بطريقة مختلفة من إنه هي تقرأ ميليسين يعني تبقى دكتور بعلق سماعتها وعندها عيادة بقابلوها بألفين العلوم دي هي اللي بتطور العالم يعني ما ممكن نحنا يعني هس جامعاتنا يا دو بدت بعض الجامعات عندنا في السودان تمشي للتخصصات بتاع التصيص زمان أي زول امتحن الشي هذا داري قرأ اقتصاد داري قرأ طب داري قرأ صيدرة داري قرأ عشان بعدين يبقى صيدلي يبقى اقتصادي يبقى كده لكن ما حصل لنا لقيت زول قال داري قرأ فيزيكس عشان يبقى عالم سوال داري قرأ بايولوجي عشان يبقى عالم إذا أحياء أو باينفرماتيك وكده فمجال العلوم ده هو المجال اللي عنده المستقبل المستقبل للعلوم ما للمهن والعلوم بتوفر زمن بتوفر جروش بتوفر كثيرا ما ممكن ضيعة في مهنة ذات اللي نحن الشغالين فيها دي الحتة لأنا كنت عايزة ضيفة أدي الفرصة لأوبكر خليلين نسمعه شكرا جزيلا دكتور رازي أوبكر بتفضل في قلت عليك التخصص في ماتيريال يا ريت عرفنا عن نفس أنا الوحيد العارف كنا نتكلم في فيسبوك عارف نفس كل الناس هنا هذا عايز أوبكر سعيد دامعة بحري كلية العلومة طبية وصناعية تخصص صناعات الجسم الماتيريال جامعة جامعة آآ 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 معاك أكتور رازي نعم آآ آآ في تخصص بتاع الباية تكنولوجي ده موجود في الجامعة البحري هو واحد من التخصصات بتاع كلية العلومة طبية وصناعية وهو تخصص منتع جدا جدا لكن مشكلتنا نحن في السودان يعني لسا ما اتطورنا عشان نقدر نواكب التخصصات الموجودة في السودان يعني بعد ذاك برضو التقريبات في جامعة النيليل يعني ممكن نعمل النيليل وجامعة الإسلامية ممكن نعمل فوق الابر عدوية يعني بهاي الحاجات يعني إضافة العدار رضيفة يعني تخصص موجودة في السودان يعني الآن التخصص موجود هل يعني لابات وحاجات على أساس ان الجور يشتغل فيها ولا نظري لابات موجودة لكن ما بالطريقة لا ما قدر مستوى الحاجة بتعمل لها كلام يعني أيها طيب إنت كان برضو قلت في علم جديد ولا شنو في مجال جديد لابات كنالي ولا بني بل شنو لابات 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 موجودة وتخصص موجودة لكن قلت في السودان هنا الناس لا اضطر قتل يعني اليوم الليلة يعني يكون تقريبا عن غرابي ولا واحد فقال لا لو دار تخش يلا تخش عبر المايكوروب يلا نحن هنا في السودان المايكوروب هو التخصص الكبير والمختبرات الطبيعي عبارة عن جزء من الشنو من الشغل بتاع المايكوروب هل لسه في خلص الحاجات ومرات بتنجزلات يعني نحن بالنسبة لان لو ظل في كولي تخش باية تخش باية تخش لان لان بقول لسه نحن في السودان ما وصلنا لمرح التخش بتاع البي ايوه يعني الزول مش بتقول يعني انا مفتكر انو ما ما نضيق واسع الزول لو عنده فعلا يعني محبة لمجال محدد مثلا بايو تكنولوجيا حددته لو الولدي ولا بيت قد قد قرأ وفي السودان انا شايف ضعيف ولا كده ولا في اي حتة لو قد من اي دولة بحاول اشوف افضل حتة وين وارس الولدي ولا بيت عشان يمش يقرأ فيها لانو هزول شغف بالحاجة يخلي يبدع فيها كل واحد فينا يقول والله اخي داك والذي شايف انو داك اللي بيستلم في جهزة نوبل ولا الكرام من المعارش كل انا دايرين الحاجة دي لكن طبعا بكل أسف معظم الآباء والأمهات دايرين أبناء ومنات لكن ما مستعدين ودوم المشوار عشان يصلوا هناك ويقيفوا لك يعمل المتاريس لا والله يا والذي وما تسافر براك ويت صغير يعني كلام كتير جدا جدا ما عندو معنى يعني يا أمي ولا يا 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 أمي ولا يا خالي زول بالدين نصيح هذا أنا في يوم اللهم حابق عمرك حابق في عمرك دا في يوم اللهم في اليوم داك أنا داير أكون زي كت أسي ولا داير أكون أنا نفسي والحاج اللي كان نفسي فيها بس ياخ خلي ديني فرصة ياخ أدونا فرصة معاكم يا مش كده طيب باش مهندس حسين للعاقب تفضل طيب السلام عليكم عليكم السلام برحمة تفضل باش مهندس طيب السلام عليكم طيب الحقيقة أنا شرفت إنه انضميت لل اللقاء جميل دايا أنا طبعا مهندس حسين رب العظيم أنا مهندس طبي تخرج للغواس في عام 2009 الولي بيوميديك الانجينيرين من واحدة اللي هي من المجالات الحديثة في السودان وفي العالم العربي بصورة عام فحاب أشارك بمعرفتي عن المجال دا وفي مجال تاني مجال جديد شوية وإن كان ما هندو علاقة صورة باشرة بالهندس الطبي لكن مجال أوسع بلو علاقة المجالات أخرى كثيرة هو مجال الكايوس بحوص بحوص صغير عن الفيلم هندسة الفوضى هندسة الفوضى أو الكايوس انجينيرين أو الكايوتيك موديلين أو الكايوتيك موديلين هذا موديلين هذا موديلين هذا موديلين سيكون بحوص المجال 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 خاص بجد نعم فيه بحوص يعني هو يعتبر الفيزي الحديثة طبعاً الفيزا طبعاً مما بدأت الفيزا الكلاسيكية اللي هو بدأت في الكهربيات أو عفواً الميكانيكس طورت للكهربيات للكمبيوتر للذكاء الصناعي اللي هو تعتبر الثورة الصناعية الرابعة العلم الفوضى يتبلور اللي هو منذ الخمسينات هو طبعاً بدأت الناس بتكلم عن الأنظمة النا خطية أو الديناميكا النا خطية يعني وطبعاً علم صعب جداً لأنه بيعتمد على معادلات يعني تفاضلية لا خطية معادلة صعبة جداً هو الظاهرة بتاعة الفوضى عشان بس ده رأعرف أول حاجة الفوضى يعني شما هو الكيس أو ما تسمى أو يسمى علمان أدب نسموها بالبترخلاي فكت هي موجودة في أي مكان في أي مكان يعني أي شمل موسلم حولنا لا يعني توجد فيه الفوضى ما عليش هو يمكن الاسم أو المصطلح ده غريب شوية لكن ممكن نحنا نديها اسم تاني أفضل عشان يكون اسم علمي أفضل اللي هو علماً لا متوقع والأنكسبيكت الساينس كل شي متغير من حولنا كل نظام ديناميكي أنا ما عليش حتكلم بسهرة عامة بعدين حارجع لعلاقة الفوضى بالهندسة الطبية اللي هو فيما جعلنا بالتحليل يعني مثلاً حركة الطقس الـ stock market أو التغيرات التي تحصل في الاتصاد مثلاً التبوجات في البحار حركة الكواكب المهم أي جسم أو أي نظام فيه حركة يعني من الصعب جداً يعني هسي كل طبعاً دي الناس متخصين في الإحصاء والإحتمالات والـ data science دي الـ data science قلت لئي سيكتابه ايوه ايوه اللي هي الـ chaotic modeling طبعاً هي الـ chaotic modeling ما نحنا النمو النمازج عموناً والـ modeling عندها نوعين معروفات اللي هو يعني deterministic والـ stochastic أو الـ random اللي هي الأنظمة العشوائية والأنظمة اللي هو الدورية والمنتظمة يعني deterministic اللي بتعتمد على الإحتمالات أو الـ probabilities الـ chaotic modeling هي حاجة في النص ما بين ده وما بين ده طيب أنا أديك مثال أنا أديك مثال خلينا في مثلاً في جسم الإنسان في اللي هو دقائق كدابا جمانديس بس قبل ما تسرح في الحكة دي أجل؟ هل في كلية بتطرح كورسة زو المنشي يغرأب بكاريوس للاسي اللي مثاله في السودان في السودان أنا طبعاً لا در� السودان أخليك من الجوى السودان العالم كله أسي أنا في يعني في الدول العربية دي في ناس شغالين الشغل ده لا شغالينه كريسيرش لكن يا حبيب تكلم واسي دي لا 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 في نهاية ولا في كورسات ولا في تدرس في كمواعد كده مطصفة طيب طيب معناها لنا على الهندسة الطبية لأننا برضو بهمنا ما نسرح بالشباب دين نوديهم في عالم تاني نتعرين نوريهم الحاجة الموجودة أسي ونديهم الله نقول لهم في المستقبل قد يكون وقد يكون لكن أسي هم في قرارات مفروضة تفضل طيب مجال الهندسة الطبية هو طبعا من المجالات الهندسية الخاصة التي تعتني بالربط ما بين المجالات الهندسية والبيو ساينسس والمجالات الهندسية الأخرى مثل الكمبيوتر والهندسة الكعربية الميكانيكية الإلكترونية التي تساعدنا في تشخيص الأمراض الدياغنوس مثلا في الـ تصميم أنظمة حيوية بتساعدنا برضو في المجال الهندسة الطبية مجال كبير جدا يعني يتفرع منه مجالات أخرى كبيرة يعني ممكن نمر عليها سريع مثلا عندنا ما يسمى الـ 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 الاجتماعيات الطبية اللي هي دي ما يورب بالأجزة الطبية نحن طبعا في السودان هنا يعني أكتر حاجة ماشي اللي هي الأجزة الطبية بتحديد يعني عندنا مثلا الـ 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 التصوير الطبي اللي هو اللي يعنى بعملية التشخيص عن طريق الأشعة والتصوير الطبي كل الـ 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 زي الأشعة مقطعية وكده عندنا أيضا ما يسمى بالـ الـ الهندسة المستشفيات اللي هي تصميم المستشفيات بناء على أسس يعني صحية طبية معينة standard يعني سواء كانت يعني external environment أو internal environment منسبة لي المستشفيات عندنا أيضا ما يسمى بـ الـ 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 علم الأجهزة البديلة والـ الطعوضية اللي هي تدخل فيها الشغل بتاع الأطراف الصناعية أو الـ الـ هو الأجهزة المساعدة الـ الـ عندنا أيضا ما يسمى بـ الـ 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 أو الـ أو أو ما يسمى بالمعلوماتية الطبية اللي هو جمع بيانات حيوية vital data يعني لاستفادة من عظمة الحاسوب في عملية التشخيص الطبي يمكن دي من أبرز المجالات الممكن هنا طابطنا يعني يستفيدوا منها يعني متوفرة بالنسبة لها الكوادب متوفرة لها المحامل متوفرة لها متوفرة لها شغل يعني طبعا الناس اللي بفكروا في العايد المادي طبعا برضو شغل المستشفيات طبعا دي بعدها بنسبة للطالب بعد ما يتخرج دي يكون طبعا عنده أو يعني available tracks ممكن نشي فيها اللي هي هي إما مسلاً لو داير يسلق academic track أو داير يسلق مسلاً شغل الشركات the medical companies أو داير يسلق مسلاً اللي هو surface engineering أو اللي هو شغل في المستشفيات اللي هو التعامل مباشر مع surface أو medical devices في المستشفيات لكن دي أبرس 3 tracks ممكن نشي فيها الطالب بعد ما يتخرج بنسبة للمجال البحثي أو البحث العلمي فلندسة الطبية طبعا الآن هي من المجالات الخصبة في البحث العلمي يعني يعني الارتباط المباشر بحياة الإنسان يعني تمام في عندك أكمل أيوة نعم فأنا ما داير طيل عليكم تمام ممتاز 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 جدا موجودة وين الحدثة الطبية الزور ممكن نخشها باته وكليات والله هي طمعا يعني يمكن من أبض الجامعات عندنا جامعة السودان العلم والتكنولوجيا بيمكن أقدم جامعة أقدم جامعة أقدم جامعة خاصة في المجال هذا جامعة الجزيرة أيضا بلنطبهم تعادكم الدخول لها أنا تقريبا ما بس لفترة ما قد لكن تقريبا ما هو يعني أقل حاجة يعني زي وزي قريبا نسبة اللقود على الهندسة ممتاز جدا شكرا ليك كتر خيرك يا باش مهندس والناس اللي عندهم رقوا في الهندسة الطبية أخبرنا يرجعوا للباش مهندس حسين العاقب وهو علق في البوست نفسه قال فيه اللايف ده دارينا اسمع برضو عن الهندسة الاتصالات معنا دكتور حسن حمدون هو برضو مشرف سابق من مترباحتين السودانين وأحد يعني أوائل الشهادة السودانية تفضل يا دكتور حسن حبابك يا السلام عليكم أنور كيفك؟ الله يسلم وقد ديك العافية كيف يا شباب إن شاء الله طيبين أنا معوائل الشهادة السودانية من أوائل من أوائل الاتصالات اللي هي ضمن الهندسة الكهربائية والإلكترونية اللي هي تدرس التخصص بسموه هندسة الكهربائية أو الإلكترونية تدرس في جامعة السودان جامعة الخرطوم جامعة الجزيرة في النيلين أعتقد معظم الجامعة السودانية عندنا حتى الجامعة الخاصة التخصص بتبدأ تتعلم أساسيات الكهرباء من الأساس يعني كيف الكهرباء مكونات أي نظام كهربائي وبعد ذاك بتتخصص يعني يعني اللي هو اي حاجة عقل من 5 volts وكذا بيتمشي تقرى الالكترونيكس اللي هي تدعلم تقرى الترانزيستر وتقرى الالكترونيك سيستيم ام امبديد سيستيم اللي هي اللي هي اي حاجة لاي علاقة ب الالكترونيات الصغيرة في كل الأجهز الكهربائية الالتوپس التلفزيونات السيرفر ده ما جعل الالكترونيكس لانه جوة بيتفرع على حيات كتيرة ويتفرع ممكن تقرى امبديد سيستيم اللي هو ده حاجة بتدمج بين الالكترونيات والسوفتوير ام اذا قرأت كهرباء او الالكترونيات التخصص بسموه EEE اللي هو Electrical Electronic Engineering ممكن تتخصص control systems يعني اللي هو كيف تتحكم في الأجهز اللي هو نحن قلنا في الأجهزة الhigh voltage وفي الأجهزة اللي هو فالcontrol systems engineering اللي هو كيف تتحكم في الأجهزة دي كلها يعني يكون عندك controller كما بقوله الcontroller اللي بيكون قاعد في النص بتحكم في heavy duty مثلا machine أو بيتحكم أو بيتحكم بيتحكم في سنسر صغير أو بيتحكم في درجة الحرارة في غرفة ويتحكم في درجة الضغط بتاع الغاز أو درجة السيولة بتاعة السائل وغيره فالcontrol systems موجه للمصانع والبصنية والapplications الزيدي آخر مجال هو طبعا ممكن إذا قرأت كهرباء EEE Electric Electronic Engineering ممكن تتخصص بSoftware Engineering بتوفر جامعة الخرطوم بس Software Engineering هو في الأساس ما جزو من الكهرباء لكن يمكن إنك يعني تتخصص فيه بينك تقرأ يعني تقرأ كهرباء بس هو في الأساس تخصص تبع computer سين آخر حاجة ممكن تبقى متخصص في الاتصالات اللي هو ده مجالي الاتصالات هي عبارة عن تقريبا المجال بدمج الحاجات دي كله ففي الاتصالات ممكن تتخصص في networking اللي هو computer networking كيف إنه الكمبيوتر يتكلم مع computer over the internet ولا في شبكة صغيرة في مكتب أو في شبكة في البلد كله أو في شبكة في مصنع أو في مكتب أو غيره أو ممكن تتكلم عن أي communication بحصل بين أي حاجة تانية يعني موبايل طبعا دي السورة التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها السا الموبايل والإنترنت والصوت والفيديو والمسيجين واتساب وفيسبوك وغيره كل هذه أبليكيشن اللي بتشتغل يعني اللي بخليها بهي اللي التكنولوجيا اللي هتشتغل اللي هو مهندس التصالات بيكون عمل الوصل الفايبر نتوك بين الديتا سنتر بتاعة فيسبوك وال الوصول بتاعة الدولة الفلانية يعني الانترنت هو عبارة عن بنوه ناس اتصالات تقريبا مع ناس شبكات فدل مجال بس المجال دل مجال بصفة عامة المجال هسي بيقى زي ما بقوله خليط يعني احنا في شغلنا في الاتصالات ما بدينا نتكلم بس عن اتصالات وشبكات بيور بنتكلم عن الموضوع خشت فيه الصوفتوير والكلاود تكنولوجيا الكلاود خشت فيه الصيبر سيكوريتي خشت فيه زي ما بقوله بسموه الهايبر سكيلر اللي هو يعني الصوفتوير زي ما بقوله دخل في الاتصالات شديد فغير غير الاتصالات كمجال يعني 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 بقيت محتاج تتعلم صوفتوير تتعلم محتاج تكون بتعرف كلاود تكنولوجيا زي مثلا امازون جوجل كلاود زي ميكروسوفت ازور محتاج انت تعرف كلاود عشان تقدر لانه بيقى فيه applications كتيرة في الاتصالات بيقى تمبني على كلاود فهي الاندستري ماش في الاتجاه ده فايزو بيجرى المجال ده وعندو رغبة في الاتصالات اتأكد انه هو فاهم كويس يعني شنو كلاود يعني شنو كنتينر يعني شنو virtual machine اللي هي concepts زي ما بقوله غازي الصوفتوير والاتصالات في الوقت الحالي شكرا جزيلا فا لو فيزو لعندو سؤال يعني ممكن فاعل نسا كمان السيرفرات زادة بيجرى كلاود ماهو الكلاود هي عبارة عن سيرفر أصلا بس زادة يعني كالسيرفرات يعني زمان كان الفيزيكال لكن نسا تحول لكلاود السيرفرات بسيكال الكلاود هي عبارة عن concept يعني مثلا أنا كشركة بدل أصرف اشتري سيرفر بأجر سيرفر من الكلاود بالنسبة عبارة عن حاجة لوجيكال أنا ما عارف جوه في شنو ولا interested عارف جوه في شنو لكن أنا عاوز منهم data مثلا فأقول لهم اوكي أنا عمل connection معكم كيف يقول لهم اوكي connect للIP ادريس دا والحاجة دي ومن أنا بأخذ الدات بتحدي فهي جوه اندصري براه يعني it's very complex جوه الكلاود ودي حاجة عملوا الناس الشركات الكبيرة Amazon Cloud Amazon Google Microsoft لكن طبعا في شركات تانية كثيرة يعني زي ما بقولوا دي الحاجة اللي حتمشي لل كل التلاتين سنة الجاية لحد ما الكلاود زي تبقى حاجة تانية او او طبعا الشبكات زادة يعني بيقت برضو بيقت زي ما قوله في النوع الجديد للشبكات المستقبل اللي هو software defined networks و SDN وده مجال برضو يعني مختحم بقوة أسي حاليا احتمال ما يكون كبير لكن في وزول الفايونير في السودان دكتور 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 رحمد عبد عبد العزيز و بيقدم كورسات وكده فالناس ممكن برضو شوفوا في مجموعة فرعية البحثين السودانيين على الموضوع ده للناس اللي عندهم بركبة إنهم يسو في نهاية إخوانا ناس التليكوم وناس الباور وناس كلهم بيجوا راجعين ل كمبيوتر ساينس بيجون راجعين فالناس هيتكلم هيتكلم لكم على الديتا والديتا ذا جون في الآتو بتاعنا فمهيم وهم تعرف أنا ما فيه نفسي أنور الموضوع ده الحياة زي ما قلت الناس محتاجة بعض الاتصالات محتاجة السوفتوير والSDN والNFV والكلاود والحاجات دي كل ناكن يعني التغيير ده كل السؤال بيبقى منه هيقدر يغيير فنحن مفترض نبقى في الموجة دي دي ما بقوله نعم نركب الموجة دي في زول هنا سأل عن المختبرات الطبية وسأل في معلومات عن التفاصل المختبرات الطبية والمستقبل فيها فأنا رسلت عندنا مجموعة فرعية لناس المختبرات ناس دكتور نادر و بروفيسور دكتور مزعب ودكتور علاء وكيف رسلت لهم فإن شاء الله زول منكم يحصل لأنه إحنا أخواننا الليلة طبعا ده أول يوم من الأيام المفتوح بتاعتنا لشرح التخصصات والكلام مع الشباب هنعمل لها ستجول لتو سيشن ثانية بحيث أنه في المجموعة عنده سؤال من الشباب والطلاب وبناتنا يجاوب له لأنه دي مهمتنا يعني إحنا إنه نقدم له النصح الفترة الحساسة بتاعت إنه دار يقدمه أكيد أسئلة في ناس حاضرين يعني إذا في سؤال عن الاتصالات أنا ممكن أقعد شوية زياد عشان أجابه مهم كمان في الهندسة الكهربائية احتمال ما تكلمنا عنه لكنه جدا مهم يعني يبار عن الحاضر والمستقبل ومع أنا كمان في المبادرة لتعرف الباحثين السودانيين زول متخصص في الحاجة دي التخصص هو تخصص الطاقة المتجددة الـ الـ ما هو ده تخصص دكتور محمد الحاجة اللي جاي وانا قصر محمد الحاج آي ما هو قدم قدم هنا قبل ما تجي داخلي تقريبا يخلنا برضو عشان شنو عشان ما نعيد نفسنا لأنه كبير في زور تكلم عن الكهرباء وجي تكملت عليه الكهرباء واللكترونيات وميكاترونيكس هو زاد وخريج ميكاترونيكس محمد الحاج وعشان أنا شايف انه أنا شايف انه أسهل يعني بدل للناس عيد نفسها أنا كنت بفتش عن ديركتري بتاع الكورسات الموجودة في السودان فما لجيت حاجة في الوزارة موقع الوزارة لكن لجيت وين الوزارة هنا لجيت موقع اسمه كورسيز آي شايف ما متأكد انه كويس قدر كيف لكن تخيل دي الحال يفترض يدعم يعني يكون في الستان بتاع كل الكورسيز الموجودة من الجامعات السودانية آآ دي آآ يصي اللنك ده في وال يعني زي ما بقوله في والجامعات والكورسات الموجودة منها آآ بس يعني كإندكس بس إندكس يعني ما في تفاصيل لكن على اللقاء لجيت زل ومشا بيقدر دي البكاليريوس البكاليريوس الموجودة في السودان بالضبط كده لو دخلت مثلا ده بتاع رسم ده 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 دي جامعة السودان آآ دي جامعة السودان لو مشيت طلحت باك مثلا شوية فوق دغطي institutions أو دغط السودان آآ وين السودان آآ 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 يعني ناس يستخدمون ناس يشوف الكورسات الموجودة آآ عشان الواحد ما يتكلم يكون تكلم في حاجة ما موجودة آآ 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 مجموعة الفرعية بتاعتنا بتاعت القبول يعني دائما بنصح الطلاب على النسب يعني بوري الطلاب ذاته والله يا أخي هي ثلاث دريات مئوية plus minus يعني نوسانا دخلت كهرباء السنة الفات كان ب89 السنة هتكون يا 92 يا إما 83 يا 86 89 زاته يعني بثلاث دريات بيتحرق ما في أكتر من كده فأنا دعيته عشان سنو يجي داخل هنا وكان يتكلم برضو عما زالت القبول والتوقعات والآخر فبكل أسف الزو ما قدر يخوش معاوه فان إحنا حنواصل يا إخوان نجي دي أول يوم يذكرون إذا أيام مفتوحة إحنا عملنا كم يوم كل يوم يجيو ناس جدا الليل أنا موجود و أحمد داود موجود بكرة مكيم منكو موجودين بكرة يكون في رازي وحسن حمدون وامين يجيو ناس تانين مجموعة مليئة بالخبرات وبالدكات أسي في ما عليش المقاطعة بس أسي في في ناس يعني غيرنا إحنا هنا عندهم يعني طلاب دارين يدخلوا جامعات عندهم أسئلة ولا بس نحنا الموجودين نا لا لا في ناس كتار متابعين بين عين عاملين في المجموعة أما أنا فاهم أوكي وفي ناس دخلوا هنا وسألوا ومرقوا أوكي ما هيدي الجزء صهيلة سلام عليكم جيدور أنوا عليكم السلام أسألك بس أعوز أن تسأل أسئلة طوالي تفضل دي على عليكم السلام عليكم السلام امتحنت إنتي أنا ألا امتحنت السنة دي امتحنت عايي السنة دي جبتي كم وتخلص امتحنت شنو تخلصوا شنو امتحنت تخلصوا في أحيان واجبت ثلاث وزمانين ما شاء الله عالف مبروك من السودان الله يظهر فيك هاي مبروك مبروك أها وفكرة دي كشنو ده بتخلص الجزء كلية ولا بتخلص اه والله نفسي أقرأ صيضلة بس دار عارف إذا الصيضلة يعني ليها مجال بكتاب في موضوع البداد وكده موضوع شنو مع ليس يعني اللي تدعي فكده الفضاء وكده يعني آه الفضاء اي في ذالي علامة والله يا أخي آه آه دي فكرة ما أكذب عليك لكن إن شاء الله نلقلين زو صيدلاني يعني نحن عندنا مشرفين في المنجوعة الباحثين السوداني صيدلانين وعندنا مجموعة فرعية مختصة بأبحاث الصيدلة كل صيدلانين من أساس الجامعات وناس شغالين في أكبر شركات الصيدلة والأدوية وكده فممكن نشوف واحد منهم ندعيهم إنهم يجوا ويجاوبوا عليك المرة الجاية ولا يتكذن تدخلشي لهم في المجموعة وتسألهم أنا حاشير لك المجموعة هنا عشان تخش يا عي إن شاء الله الله يديك العافية ومبروك إن شاء الله ربنا يوفغي الله يبارسيك طيب دي المجموعة أنا مشييرة هنا في الشاشة شايفينها اسمها Pharmacy Expertise Research دي الناس البحث الصيدلة حاخدتها لك في الشات هنا شيء الرابط من الشات حيث تفضل دكتورنور أنا عندي حقيقة الجلسة جميلة جدا جدا لكن نحن لو قمنا أول حاجة موعد التقديم ذات للجامعة نظرنا ما محددة حتى الآن نحن لو قمنا قسمنا الجلسات بتاعاتنا دية عشان تكون specific أكثر نقوم نقسم مثلا يوم لنا البيولوجي يوم لنا الفيزيكس يوم لنا الكيميستري يوم لنا الاقتصاد والعلوم الإدارية والتخصيفي بحيش إن الحياة تكون 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 أفضل لأنه أنا جيت داخل يعني بدون ما مستعد مع ذات الجلسة مفترض أنه يعملوها ناس القبول والتسجيل في الجامعات السودانية لأنه النحية بتاعة البيزنس بس الناس هم أكثر ناس زبائن والطلاب لكن بيوريك إنه فيه فهم ناقص في حاجة ما صحيحة يعني كون إنه الطلاب يفتشوا يخشوا ويقوموا يزالوا في المجموعة الباحثين السودانيين ويلقوا منه يقول لهم كلام طلق الساي ما عنده علاقة ويمشوا ليمنوا دبوا لهم أصور في أداء المسؤولية هو ما عندهم هو ما عندهم ما عندهم غيثين أظنوا بتاع علاقات عامة خالص ما أفتك هذا اللي هو الجامعة السودانية إرازي قاعدة بر التاريخ أنا بقول لأ مجموعة ليس على الإطلاق صحيح نحن عندنا في البحثة العلمي منقول ما تعمم أنا بعمم أسيح لأنه ما في جامعة واحدة سودانية بتجي تسوق يعني طبعا دي الحاجة الحالة الوحيدة صحيح رغو بكر في كلية العلوم في جامعة بحري طبعا كليات العلوم دي في جامعة السودان في جامعات السودان مش جامعة السودان جامعات الجامعات السودانية في أي جامعة تلقى كلية العلوم اسمها مختلف مثلا في جامعة بحري اسمها كلية العلوم التطريقية والصناعية لأنه في داخل في أقسام كثيرة يعني ممكن تلقى في جامعات ثانية لأنه لو دخلت الاسم ده يبقى اسمه الكلية انا ده رضيف انه في الستاتيس السيكسل قبيل كان سعلتوني التخصصات شنو في تخصصات هسا اثنين انا انا لو لو لقيت فرصة لو لقيت زمن بمشي بقراهم تاني والله او بقرا فيهم يعني كتير ممتاز معنات حضر لك بريزنتيشن زي بتاعت محمد الحاج قبيل ذيك انا جدا جدا ما عندي مشكلة ماذا انها تزين على الاربع ساعات يا دكتور عشان تبدأ معقولة بالنسبة لله كويس انا سيبزا رضيف انه في تخصصين اللي هما واحد اسمه اللي هو ادارة الحشود ده بخصفه نفسه المانجمنت والاليكنوميكس والستاتيسيكس اللي هو ادارة الحشود وده يعني اكتر جهة الان عاملة دراسات في الموضوع دي اللي هي وزارة الحاجة السعودية لانه بجوهم الحجاجة سنويا وبيعملوا ليهم يعني انه انه الافواج دي تمشي في اي اتجاه وفي تخصص ثاني اكثر دقة او دقيق جدا اسمه الفود ويست وفود ويست ده يمكن احنا هنا في السودان يفترض يدرسون ليو يعني نحنا دائما اننا بتلقى بيعملوا اكل كتير جدا وفي النهاية كله بيمشي القمامة لانه نحنا ما عندنا استاتيستيكس بالمناثب وده ده فيه دراسات بالمناثبه كتيرة جدا فاي علم من العلوم نحنا لو قمنا عملنا نحنا بس يا دكتورة هما حاجة شنو يعني تيجي المرة جاء ببريزنتيشن فيها الاستاتيستيكس والمجالات البتاع والجامعات والكليات الممكن تقرى فيها والنسب بتاعت القبول آخر نسب قبول كانت شنو وبعد ذاكت زول ممكن يشتغل يعني يبقى حاجة كمبرهنسف يعني افضل افضل اعتقد انه الليلة الجلسة بتاعتنا دي اكتر زول مادة كيس للمجال بتاعه ومحمد الحاج عمل بريزنتيشن كاملة شاملة دقيقة ما عليش يا انور بس اختراح الموضوع ما ما انه يكون الحاجة كمبرهنسف الفكرة الاساسية انه يكون اعتقد انه بس الناس تاخد فكرة عن حسب تصور يعني فشايف انه اذا ممكن اخترح اخترح حاجة بسيطة انه نعمل يعني لو كان في زمن معين انه مثلا المجال الفلاني من التساعة الفلانية 20 دقيقة هاي معاين اذا اختراحي يكون في 20 دقيقة مثلا نسي 20 دقيقة زعت كتير 10 دقائق للمجال المعين الهندس القهربائي ومشتقاته ويسا الزل بيجي واحد مثلا او نفرين بس يا دكتور حسن بس يا انا بس عشان الناس تكون مستفيدة يعني عشان انه يكون فيه ناس حاضر عنده انترس في الحاجة دي تعرف تخوش متين بساق يا باش مهندس انه فيه ناس ما تكونوا عادفين هم دارين يقضوشنو ما نفاهم ما نفاهم ما نفاهم يلا اوكي ما خلات على اللي قال انتو تارجت انتو تارجت لي حاجة معينة انه مثلا داريق الهندسة يقوم يخد احضر الحتاب بتاعت الهندسة عندك 10 دقائق بتاعت كهرب عندك 10 دقائق بتاعت لكن كده انت المشكلة يا بكتور انه في المبادرات زي دي ما تقدر تلزم الناس يجوك مثلا عشا الهندسة في اللحظة ديك ما نفاهم ما حاجة تتكرر ما بتسجل ما تزوم يلا لا لا ما جزي الطلبة انا جزي الناس العياد المبادرة لا لا حياة دي ما عندهم مشكلة حياة دي ما دارين يساعدوا فممكن الواحد لا 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 مبادر مفتوح حاسي انت ممكن تنظيم تقول انا بعد بكرة الساعة كدري كده داري قدم في هندسة يمفتوح ان الايام ما مغيدة انا حاسي انه نور ما مغيدة انا ده اول يوم من العيلا مفتوح انا معارف كون ليه اتو دارين تعملوا حاجة أسي كلهم بالضبط كده مفتوح يعني امتراحاتكم الجميلة وعلومكم الجميلة وتخصصاتكم الجميلة والله يا اخي انا احنا موردان ويلين انه نسمعه والطلاب كذلك احنا ممكن نعلم شونا هادي امتراح امتراحات ده ممتاز والله جميل يعني انا فاهم يا اخوان عندنا فيديوهات انا بس عشان شنو عشان انا زي اقولوا اوريكم انه الحاجة اللي بنعمل فيها اسا احنا نحن بنتواصل بحفظ الله احنا ما قاعدين نديهم معلومات دخيلة لهم جوا راسهم احنا قاعدين نوريكم احنا متوفرين لكم في الجلسة دي وبعدها اه وده العنوان بتاعي وده الفيسبوك بتاعي ليه لانه الزول ده في فترة حياخد قرار مهم مصيري ده المهم في القصة دي كلها ما المهم انه في النهاية التخصص بتاعي في شنو والهناية بتاعته نعم التواصل ده عصم ممكن انت تخط اللينكس وخلاص يعني ما يا دكتور حسن والله العظيم الطلاب دير في رسولينا في الخاص ترسيله وتتواصلوا ع دكتور حسن يجيك الواحد رايب عايز وعيز وعي وقول لك رسولتك خمسة رسائل ما رد عليك فانحنا دارين تو افيل دكتور حسن ودكتوران وورو ما انا عشان كده قلت عشان كده اخترحت حكاية الزمن لا يا دكتور حسن لك ما بدك دل مجبورك يا دكتور حسن بزا انا ما دارت انا بس اخترحت يعني ما بدك دل مجبورك دكتور حسن احنا ممكن نعمل شنون ممكن زي مثلا الجلسة المفتوحة دي نعملها جنرال جلسة مفتوحة عامة لكن مثلا من سبعة لثمانية يا شباب انتم تتعلموا احاجة تنظيمية كيف تدار الجلسة ودي ما شغلتكم دي خلوة علينا اتوا دون كونتنت تدارين نجوة الجلسة تمام طيب يا دكتور ممكن تعملينا جدول يسهل علينا انا بالضبط اقول لكم الجدول دا عملو اتو انا بقول لكم دا واليوم دا الليلة مديرو بكر المدير منو اختارو اتو بياتو طريق اختاروها اتو جاكو الكلامي ويكون الكلام دا اف ركورد بعد من اوقف الزوم والبتاع لكن دا اوريكم انو في بلايليست ليه علاقة باختيار التخصص الجامع موجودة كاملة مفهوم ناي تمام في بلايليست تحت الباحثين السودانيين هنا في اليوتيوب فممكن الناس ترجع عليها الشباب الصغار اللي ما عندهم انتراس انو يكونوا في زوم ولا بتاع لكن هنا الجلسات دي بنوفر نفسنا بنتناقش بنشاغل بعض بنضحك بنتونس وبندي السنس على الكميونيتي دي حاجة مفقودة الطلاب ديل السي ما عندهم ما في دكتور ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة دكاترة بيكونوا قاعدين كلهم ليطالب واحد يسمعوه ويجاوبوا عليه وفي لحظة واحدة في أي حتة في السودان السي ما في احنا بنحاول نوفر الحتة دي كيف؟ فأنا اعتقد ان والله في ناس مشغولين ممكن الحياة يكون شكلها والله طويلة وكايوتيك وبتاع لكن احنا كميونيتي ده جزء من الكميونيتي يعني مش كده؟ صحيح فدكتور حسن تختاري ياتي يوم من الليلة لحد يوم واحد وثلاثين أربع أيام انا ما حا اختار انا بس لو في يوم بتاع هندسة ممكن اجي اشوفهم تين وشوف احددين انتو احنا معاك طيب يا جماعة لا انا ما برايمة في مليون في مليون مجال هندسة لو في مجال هندسة انا بجي طيب يا شباب انا مسلا باقترح يا دقائق دقائق اشوف اي حاجة لا علاقة بالتنظيم والاقتراحات اللي بتاع خلوه في اي زول هنا ده قاعد عنده مجال منطرق لحد ياسي ما في زول ذكره في زول قاعد هنا ده في زول دائر يخش يقول مجال لو كامير الفيسبوك شوفي التعليقات تحت الفيسبوك لو ما في شكرا لك يا نوسيبة شكرا نوسيبة نوسيبة قلت لكم اخوان انا كطالبة جامعية سفيتة من الميتنج ما ما قالكم بالطلبة الجدد وكده بالطريقة بتاعتنا الفوضوية المهمة يا شباب ان هنا حنوقفين ده التسجيل اسف الحتة دي نشكركم جزيلا عن المشاركة وإثراء اليوم الأول من الايام المفتوحة لشرح التخصصات الجامعية لأبنائنا وبناتنا اللي امتحنوا الشهادة ده اليوم الأول كان 24 اليوم الثاني هنحددوا بعد ما نوقف التسجيل اليوم الثالث والرابع والخامس لحد ما الناس تغطي التخصصات كلها وتجاوب على الأسئلة بتاعت أبنائنا وبناتنا اللي امتحنوا نتمنى لهم كل الخير ومستقبل مشرق وزاهر شكرا جزيلا للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته